موسيقى دايما تكون سايب بالتواجد معيك وعبر شاشة قناة الأهلي نبتدي نتكلم على الدور العام عودة مرة أخرى بعد أجواء التأهل لكأس العالم وأيضا أجواء الأهلي الأفريقية أول مواجهة للنادي الأهلي في الدوري العام قبل مواجهة الرجاء ثم الذهاب إلى مواجهة النجم الأسحلي في أياب النصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مباراة في ممتهى القوة نادي الأهلي الآن بيعيد حساباته مرة أخرى للدخول في مسابقته المفضلة الدوري والكاس في الموسم الماضي طبعا كابتن هاني رمزي من المديرين الفنين الأكفاء ولكن خلينا نتكلم ونستعرض ماذا حدث بالأمس وفي نتائج الأمس كان في نتائج الدخلية ففوقت على الرجاء بهدفين مقابل لشيء وأول مواجهة للكابتن عماد النحاس كابتن علاء عبد العال برضو فيه كيمية مبينة مبينة الدخلية شفت الموطش إزاي يعني كابتن علاء عبد العال من المديرين الفنيين الوقعيين جدا وبيبقى عارف دايما إمكانات فرقيته وتجربته مع الدخلية سواء السابقة سواء بعد العودة ليهم الحقيقة هو عارف يعني زي ما انت قلت بالظبط فيه كيمية وبينه وبين النادي عارف ازاي يتحكم في الفريق عارف ازاي قدرات فريقه ايه راجل ما بيجذفش ما بيشوفهش بيلعب قرى مفتوحة وقرى هجومية عارف هو عايز ايه تحديدا من المباراة طبعا ما نقدرش بالنسبة لكابتن عماد النحاس ما نقدرش ان لقوموا لسه مدير فني جديد لسه فريق الرجاء برضو ما دعمش نفسه كويس بعد الصعود محتاج محتاج كان محتاج خبرات محتاج لعيبة بنوعية مختلفة بداية صعبة جدا بالنسبة له هتكون كمان الامور صعبة جدا بالنسبة لكابتن عماد النحاس لكن هو من المديرين الفنيين اللي كان ليهم تجربة مهمة جدا مع نادي اسوان ودالنا انطباع ان هو مدرب كبير فاعتقد مع كابتن عماد ان حاس فريق الرجاء هيكون ليه شكل مختلف لما يستمر معه موقته اطول ويناير تدامت يناير نفس الشيء الهدف الاولاني لفريق الدخلية صراحة من افضل اهداف الدوري وخلينا نكلم على حدث اليوم النهاردة مواجهة الاسيوتي وفريق المؤولين العرب على ملعب الاسيوتي وده حدث اليوم ومبرد ضربات الجزاء الحكم كابتن جهاد جريشا وثلاث ضربات جزاء ضربة الجزاء الاولانية تم احتسابها واعترضات من الاسيوتي ثم يأتي احمد سعيد اوكل المدافع المخضرم مدافع دولي قبل كده وهو بيشوت الكورة تزحلق وهو بتزحلق رجليه السابتة لمسيت الكورة بعدين لبسيت الرجليه المتحركة اللي هي المفروض هيسدد بيها يعني شاطت الكورة دخل الجون حكم اللقاء ألغى الهدف بدأي انها لمسيت رجليه مرتين حاجة من الحاجات الغريبة ما تشوفهاش الا في الدور المصري الحاجات دي ما تشوفهاش الا في الدور المصري ولكن احنا معنا طبعا كابتن مصر والنادي العالي كابتن علي ماهر نقطة مهمة جدا وصراحة اداء راقي من الاسيوتي ما شاء الله خمس نقاط من خمس مباريات الحمد لله حمد لله حمد لله ربنا خليك وحبه ربنا كريم وهميل وديك شايف الحمد لله الحمد لله يعني فرقة وفرقة فرقة ما بتخافش من حد بنحاول نحنا نلعب كورة زي برواح نحن بنلعب كورة عشان نحن محتاجين ان احنا نلعب كورة وعلى حد عقرة وهذه فرقة كورة دي من الفرقة الكبيرة وفرقة مقصر نظيمة بنلعب كورة من تجاهات وليس نهايات وفرقة 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 اول الدول بتجعبه يعني بقاولين يعني البوكسن بالله بعد وقوله الحمد لله لحمد لله نحن خدنا نقطة دا حياة كبت نقطة اه وكمان انت كان عندك ضرب الجزاء يعني ضاعت بالغرابة شديدة جدا كان ممكن تبقى كذبان المتش انا معرفش انا يعني كورة زحلة وكورة ما لسه جاية اللحمة سبيل بقى لسه جاية مش هو واحد شقص واحدة زيها بالضبط كورة جون يعني يقولك انا مش افتاش مش عامز اتكلم على حاجة يعني اخيت في الاستيديو ويقوله الكلام ده لكن اه يعني من البنالتي او اللي جوان حد فانت مسك المتش اي انت اللي مسيطر على دول انت اللي مستحوز على دول عبو الصعود وقيد وغرضة لاني محمد عنتر كمان لعيب زاكي وعنطر لعيب خطر لعيب زاكي خطر جدا نعم وانت بتدوم ازاي جرأة انا ريخفوش كعم اولين كعم اقصطة اتعب اي فرقة بتنجمه وممتاش احس ان الفرقة بقالها ستنين لدور المجدد طب انا عز عليك في ضربة الجزاء التانية هل انت كان قرارك انك تغير من اللي بسدل لما خليت دهاب اللي شوت انا طبعا انا انا اللي كنينة عندي بشوت انا دايما بعد كل تمرير لازم كل اللعيب بكرا نعم عندي واحد وعندي 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 بكرا نعم اوكا شوت الاونية وجابها نعم خلاص بقى كله كله بخالي بخالي نعم اللعيب عندي الحمد والله بكرم ربنا يعني لان تتمرن عليه انا بقى لو ضاعت حاجات عطرافنا لكن دايما انا بمرن اللعيب على دراسي جلاش تختار منه حتى في التمرين يعني حتى فوقت اللي ما يشوت في درما جلس في التمرين كل واحد يخش فوق ضرب الجزاء والمضايع ويتخص منه بس الصراحة حاجة حاجة بتحسم مصير وخاصة ان فريق الأسيوتي من الفرق اللي بتسع عليه النقاط عشان ضمن البقاء ولكن هكابت صراحة نشهد ان انت بقى فريق الأسيوتي على ملعب وبره ملعب بقى فريق لو هوية ده مكننش موجود قبل كده كان اللعيبة دايما بتبقى خايفة فدلوقتي بقى الفرقة اللعيبة شكلك من ايه عشان تنفذلك فكرة معين قراب عليك قراب عليك هو فعلا مختار لعبت على فريق لا ده ما أنا بلعب بلعب كورا فهي كل اللعب بقول ان في الملعب لعبت كورا كتير وبعد هما دايما انت بتكررهم وطيما ما تخافش حتى لعبت لعبت خالي عندك شخصية متمره تعملوا في المصر اللي اتمرأي في التمرين لازم ينفسك لتنفذوا في المصر ده حقيق ده حقيق وفي صراحة يعني أنا مش عايز طبعا أنا عايز أقول لك هردي لك لأن انت كان ممكن تكسب اللقاء ولكن احنا صراحة مشروع مدرب على أعلى مستوى وان شاء الله من تقدم لتقدم وحاجة لميلا جدا ليا الكورا حديدي أول أحسنل حديدي أنا عايز حقيق على الجرأة اللي بتبان في التكتك اللي انت بتعمله مع الفريق وعلى الزكاء اللي انت كنت متميز به كلاب احنا كمان بنشوفه في الملعب واعتقد ان حضرتك مشروع مدرب قادم بقوة للكورة المصرية اعتقد يعني ده تريق حضرتك بتبنيه من دلوقتي وكبت نعلي كمان مع جهاز الفني النادي الاهلي دوري بطال افريقيا حاجات جميلة جدا وصراحة الشخصية القيادية اللي لعيب النادي الاهلي ادري بيها لعيب ويخليهم انهم مايبقوش خايفين في الماتشات وماتش انت بتلعب اول الدوري صراحة حاجة جميلة جدا وتحسب لك كابتن علي تعدك مين الماتش الجاي عند المصر ان شاء الله في صدقهرة المصر في صدقهرة النصر 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 مستمرة احنا بنفرح صراحة لما يكون في واحد من ابناء النادي الاهلي بي يتقلق في مسرته التدريبية كنا بنتكلم على الحادثة طبعا بتاعت الدربات الجزاء وهي مبارات دربات الجزاء كابتن جهات جريشا برضو شهير بمواضيع دربات الجزاء ولكن خلينا برضو نقول ان اضافة الحكم الخامس سهلت على كابتن جهات جريشا في العديد من الامور بالنسبة المصر ان انت قام على النقش التكنولوجي العالي ولكن لما بتحط حكم خامس انت بتديف اضافة للعب مؤكد مؤكد هو في الاخر عين جديدة بالنسبة للحكم موجودة في مكان في ارض الملعب هو ما بيبقاش مغطيه يعني المكان اللي وراء المرمى ده بيكون صعب على الحكم ان هو يشوف يعني الحكم بيبقى في ظهر العيبة لما يكون وشهم للمرمى المساعد او حامل الراية بيكون على الخط ففي احداث ممكن تحصل ما بين الاخدام ممكن الحكم ما يشوف هاش فالحكم الخامس ودي تجربة عملها الاتحاد الاوروبي في سنين فاتت واثباتت نجاحها فطبعا وزي ما انت بتقول كمان هو شوية بيوزع المسئولية يعني حتى بتدي تجربة طبعا هي لسه جديدة علينا نتمنى نجاحها واعتقد ان هي تنجح لو كمان بس طبعا الحكم الخامس ده برضو مش اي حكم المفروض يكون واقف لازم يكون حكم فاهم وحكم مركز لان في الاخر هي اللي بتبقى في لحظة ودايما هو بتكون مسئوليته منطقة الجزاء ومنطقة الجزاء القرارات بتكون حساسة شوية طيب ده امام حضراتكم لحظة بلحظة كواليس فريق نادي الاهلي من التحرك من فندق الاقامة حتى ملعب المباراة لحظة بلحظة كل همسة كل حركة بتحصل لداخل معسكر فريق الاهلي هتشوف هاش اللي عندنا بس في قناتكم قناة نادي قرن قناة النادي الاهلي والكل اللي فيه تركيز خلاص احنا افلنا ملف النجم الساحلي مؤقتا افلنا موضوع التأهل لكأس العالم والان الكل مركز وفيه تركيز مهم جدا على لقاء اليوم مواجهة الاهلي والاتحاد مواجهة رقم 112 في كل الموجهات ولكن هي 109 في الدوري حصلت قبل كده موجهات مميزة دايما فريق الاتحاد من الفرق اللي عندها شعبية وجمارية كبيرة جدا فيه الاسكندرية وطبعا النادي الاهلي الشعبية الاضغى مميزة اليوم لها حسابات خاصة خاصة ان كابتن هاني رانزي ابتدى بيدوق الانتصارات في اخر مبارات والنادي الاهلي يريد استعاد التصدر بطول تركيب الدوري مرة اخرى والعودة بالنقاط داخل الجد المباراة لها الحقيقة ابعاد كتير جدا واعتقد كلها بالنسبة للنادي الاهلي يمكن حساباتها بالنسبة للنادي الاهلي اكبر شوية اكتر من حساباتها بالنسبة النادي الاتحاد بالنسبة للنادي الاهلي هو لاب لحد دلوقتي مباراة واحدة في بطولة الدوري خسر منها نقطتين قدام طلع الجيش في مباراة طبعا كلنا فاكرين كان فيها إصارة وجدل تحكيمي النهاردة لما فريق المقاولين بيخسر نقطتين تانين قدام نادي الاسيوطي الاهلي بقى الفريق الوحيد في حالة النفوس في كل مباراة المؤجلة هيكون هو الفريق الوحيد اللي خسر نقطتين بس في انتظار كمان المباراة اللي بقين لنادي الاسماعيل اللي خسر لحد دلوقتي نقطتين الصعود لكأس العالم والأجواء الاحتفالية طبعا الضغط العصب اللي كان قبل المباراة وأثناء المباراة ثم الاحتفالات الكبيرة جدا اللي كان لازم تحصل طبعا بتأهل لكأس العالم بعد سنين بعد 28 سنة وكان لسه لحد أول مبارح من يومين كان لسه لعيبة الأهلي بتتكرم في النادي الأهلي اللعيبة الدوليين مع جهازهم الفني فدي مشكلة مشكلة بالنسبة للنادي الأهلي هل اللعيبة قدرت تخرج من الأجواء دي هل اللعيبة قدرت تفصل نفسها عن أجواء الاحتفالية بتاعت صعود اللي احنا لسه كلنا عايشينها يعني احنا لسه دلوقتي لو وتواجد كمان يا أستاذ وليد لما يكون موجود عميد متعب وموجود اللعيبة اللي حتى لم تشارك في المنتخب ولكن من أعميدة المنتخب السابقة ويروح يستلموا جوائز زميلهم دي كانت روح مهمة جدا طبعا هو دم يعني مش جديد على النادي الآلي طبعا التصرف رائع وتصرف زاكي جدا في وقت مهم ان كونك انك يكون لك الأسبقية ان انت اتكرم لعيبتك الدولين مع جهزهم الفني مع أعضاء اتحاد الكورة دي مبادرة هيلة جدا تواجد عميد متعب انه يستلم عن زميله الغيبين الجائزة ده في تقدير لقيمة عميد متعب وعميد متعب اللي كان حتى من كلام لعيبتك النادي الأهل اللي كانوا في المنتخب كان دايما مساند ليهم ودايما بيكلمهم في التليفون وبيحسهم على الأداء وانهم يبذلوا قصار الجهد يعني عميد متعب خيمة كبيرة وتواجدوا في الاحتفال كان شيء مهم فكرة نعم حضراتكم برضو لحظة بلحظة دي جونيور أجاهي ويعني على الاخوار خاص وطبعا خلاص جمهور النادي الأهل بقى عنده زي ما تقول علاقة خاصة كده ما بينه وما بين جونيور أجاهي صراحة النادي الأهل لما بيضعب لأي مكان بيبقى حدث بيبقى إيفنت بيبقى الدنيا بتختلف فقادي اللعيبة هم نزلين بقى عشان يبتدوا يستعدوا لمبارات اليوم أمام الاتحاد الاتحاد من الفرق اللي قوية قادي وليد سليمان وحواراته وليد من اللعيبة التكتيكية المهمة جدا اللي بتقدر تغير مجريات أي مطش بتقدر تغير راجع عندها حلول كتيرة جدا وبيحاول يجهزه كابتر حسان البدري عشان يبقى جاهز لكل المبارات اللي وليد بتاع المبارات الصعبة بتاع المبارات التقيلة وقت ما بتعتمد عليه بتلاقيه هو وليد سليمان يعني احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن وليد وقلنا أنه هو صاحب الشخصية أو أحد يعني عشان ما نبقاش بنظلم حد أحد أقوى أصحاب الشخصية في فريق النادي الأهلي وبين لعيبة مصر كلها دايما وليد سليمان في المبارات الكبيرة الحاسمة دايما بيكون موجود وأعتقد أنا اعتقاد شخصي أن وليد سليمان لو يعني لقدر الله ما تعرضش الإصابات وفضل محافظة على المستوى العادي اللي هو الطبيعي بتاعه يكون ليه دور مع منتخب مصر في الفترة الجاية لأنه هو العيد دولي صفات اللعبة الدولي اللي تقدر تعتمد عليه في مطش كبير أو في مطش المنتخب هو عنده لسليمان ودي حمودي أحمد حمودي وعيمن أشرف وابتسام ودي حمودي مستخب عشان ما يخشش الأسانسير ويعني مزح كده جميل ورحل وعلى الله ما بين لعبة النادي العالي خلاص لكل بقى دي عسين السيد وأزار وأصالح جمعة ومحمد هاني محمد هاني من اللعبة اللي وارد جدا أنها تبتدي في لقاء اليوم عشان يبتدي كاتر عشان بدري يفكر فيه من هو بديل أحمد فتح يفصل عشور نفس الشيء بيظهر في الكادر محمد نجيب واحد من الناس الجنود العظيمة صراحة اللي موجودة جوا النادي العالي دايما كده لازم نديله حقه لأنه صراحة راجل من الرجال اللي موجودة داخل فريق ودي السليا ورامي ربيعة وحوار تكلم أكيد بقى السليا قال له خلاص بقى كاس العالم انتقى خلينا نركز في لقاء اليوم صراحة دلوقتي تشكيل النادي الاهلي من الوارد ان يكون فيه بعض التعديلات ممكن نشوف صالح جمعة مكان عبدالله السعيد اللي يفضل كابتن حسين البدري انه رياحه بسبب الاصابة ايضا موجود محمد هاني اللي لسه كنت بتحدث انه من الوارد انه يشارك فيه الجبهة اليوم عشان يعود موضوع احمد فتح بتليه يتعود سواء فيه وماتش الاتحاد وماتش الرجاء قبل ما يخش النجم يكون عنده حساسية المباراة وليه رأيك السؤال هو محمد هاني مفيش خلاف عليه محمد هاني الفترة اللي كان بيلعب فيها وكان متواجد كظاهر ايمان بشكل اساسي الحقيقة كان ظاهر بمستوى هايز جدا ويعني كان حتى في بعض من خلال احنا متابعتنا الصحفية كان في بعض الاندية في اوروبا بتتابعه وبتحاول يعني تبدأ تتكلم معاه لانه فعلا كان عامل اداء كويس جدا حمد هاني في النواحي الهجومية رائع ومتاز بيعرف يكمل بشكل كويس جدا وسريع عنده حطة الصرق عنده التصرف في الكورة بيعرف يعمل الوفر من الحركة ودي برضو مش موجود عند العيبة كتيرا في مصر بيعرف يعمل الوفرلاب كويس جدا بيعرف يعمل الوان تو يختارك يعني بيدخل من العمق ومن وراء الدفاع يوصل لحد اخر الخط من الحتة دي دايما بيكون خطر هو بس يعني طبعا هو لسه العيب صغير هو محتاج ينمي شوية قدراته الدفاع هو واحدة واحدة يخش داخل فورمة المباراة وإحنا معنا زملنا محمد سعيد مراسل قناة النادي الاهلي من فندق الإقامة محمد مساء الخير الأول وعايزك توصف لي ايه آخر أخبار فريق النادي الاهلي وبداية دخوله فيه انه يبتدي يجهز لشان يروح للمباراة موسيقى موسيقى محمد اهلا بك واهلا بكل مشاهدي لقناة الاهلي يمكن بنعود من جديد للمصابقة المحلية الاهلي بيعود للبحث عن النجمة الرابع بعد فترة من الغياب نتيجة المشرقة في دوري أبطال أفريقيا والبحث أيضا على اللقب القاري التاسع فبالتالي البحث عن النجمة الرابع بالنسبة لفريق النادي الاهلي في هذه المصابقة لم يخود إلا مباراة وحيدة مباراة في بداية المصابقة كانت أمام طلاق الجيش وبالتالي الجهاز الفني بيستعد لمباراة القادمة مبين التفكير في مباراة النجمة السحيل وتجهيز اللاعبين وقديم في قائمة الأفريقية وأيضا فرصة لحزد ست نقاط في المباراتين مباراة الاتحاد ثم مباراة تأرجى الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي كب من حسام البدري يمكن خلال الفترة السابقة كان بيعمل على محورين المحور الأول هو تجهيز أفضل عناصر لهذه المباراة والمحور الثاني كيف يخرج اللاعبين الدوليين من نشوة الفرح والفوز والتأهل لكأس العالم في الفترة الأخيرة بعد اجتياز الكنه في برج العرب ومن سمى تجهيز اللاعبين الدوليين للمرحلة القادمة وخلق دوافع جديدة خاصة أن مباراة الدوري وبالتأكيد هناك دوافع جديدة وهناك مصابقة مختلفة عن مباراة المنتخب أو المباراة الأفريقية وبالتالي الأهلي بيعمل في أقصر من اتجاه تلك كانت فكرة جهاز الفني بقرد كابتن حسام البدري والعمل مع اللاعبين في الفترة الحالية جزئية أخرى يمكن هناك عدد من الغيابات عبدالله السعيد طبعا نتيجة الإصابة أحمد فتحي طبعا علي معلول يمكن راحت أحمد فتحي وعلي معلول كانت فكرة من الجهاز الفني خوفا عليهم من الإجهاد وفرصة للجهاز الفني إنه يدفع بالعناصر الموجودة زي محمد هاني إن شاء الله سيكون في الجبهة اليوم احتمالية متواجد جونيور أجاي وليد أزارو احتمالية تواجد صالح جمعة من بداية المباراة كلها أفكار وراء الجهاز الفني بيسعى للوصول إلى أفضل حالة خلال التوقيت الحالي لكن في التوقيت الحالي يا محمد أنا أتكلم معك نحن هنا في المكان الذي ينزل من خلاله اللاعبين من الغرف الخاصة بهم داخل فندق الإقامة والوصول إلى قاعة المحاضرات وهي المحاضرة الأخيرة التي يعقدها الجهاز الفني قبل التحرك لإستاذ السلام ومبارات الأهلي والاتحاد السكندري بالطبع الجهاز الفني كمان اشتغل على نقطة مهمة جداً مع اللاعبين في المحاضرة خلال الأمس وعول أمس وهو أن فريق الاتحاد من الفرق التي تلعب كرة هجومية ومبارات هجومية أحرص تسع أهداف لكن من نقط ضعفه أيضاً أن مونيا مرمى بتسع أهداف فبالتالي الاستعداد ده كان استعداد فني استعداد ده نظري استعداد ده نفسي أطر كثيرة جداً الجهاز الفني بقرارة كابتن حسين بدر نتحدث فيها مع اللاعبين في هذه المباراة إليك الكلمة محمد شكراً زميلة محمد سعيد مرسل نسأله لو وصلوا أي حاجة عن التشكيل أيضاً أعيز أسأله هل في محاضرة من كتفاصيل بدر يتبقى موجودة داخل ملعب المباراة قبيل انطلاق المباراة المهمة النادي الآلي والاتحاد السكندري المواجهة الخامسة من الدوري المصري الممتاز أرجع لك تاني وليد نادي الاتحاد السكندري هو بيلعب كرة هجومية كرة إلى حد ما بيحاول يطبق فيها فكره الأوروبي ولكن هو أيضاً عنده غيابات عنده نور السعيد مش هيلعب وده من أهم عناصر راسة الملعب اللي بيعتمن أيه كان بيلعب المقشاط اللي فاتت كلها بطريقة 4-4-2 عنده في الأمام اللعب منوتشو الإفواري وبيبقى بيلعب جنبه سنة محمد أسامة أو الألفي خلد الغندور وعشور الأدهم خلد الغندور بياخد الجانب الأيمن ومن مميزاته إنه هو طريقة الاندفاع لنحية الهجومية عنده حسان باول وبرضو من المهاجمين المخضرمين اللي ممكن يديله كابتن أهاني رمزي هذا اللقاء ولكن في الناحية اللفعية عنده يعني مشاكل خاصة في التمر كشاف إزاي طريقة أداء الاتحاد يعني متفق معاك طبعاً في اللي أنت قلته نادي الاتحاد من الفرق خلال الأربع مباريات اللي لعبوه لحد دلوقتي قدموا لنا أداء هجومي ممي وفي أربع مباريات لما يجيبوا تسع أهداف ده حصيلة هيلة لكن كمان لما يستقبل مرموهم تسع أهداف ده رقم كبير بالنسبة لإدفاع نادي الاتحاد السكنداري الحقيقة كابتن هاني رمزي بيلعب بطريقة مفتوحة شوية لكن هو فيه مشكلة عند نادي الاتحاد السكنداري يعني هي بتجمع ما بين المشكلة بدنية ومشكلة في التركيز هم عندهم في آخر دايما آخر المباريات البدني بتاعهم بيقل والتركيز بتاعهم بيقل فده عمل معهم مشكلة في مطش المقاولين وفي مطش الإسماعيل تقصد أن هم مثلا في مطش الإسماعيلي كانوا متقدمين بهدافين وبعد كده الإسماعيلي عمل وقلب المطش آه طبعا ونفس الشيء في مبارات المقاولين هم يمكن عملوا ده قدام الأسيوتي هم كان يعني تعاكس الوضع لكن في المجمل هم عندهم مشكلة بدنية في الفريق في آخر المباريات في الشيط التاني بما عداية الشيط التاني بيقله زائد التركيز بتاعهم بيقله في آخر المباريات ده طبعا ده دور كبير على الجهاز الفني والفريق البدني أو فريق الأعداد البدني بتاعنا دي الاتحاد السكنداري لازم ياخدوا بالهم من النقطة دي خلال الفترة الجاي الحقيقة كابتن هاني رمزي من الناس اللي عايزة من ساعة ما بدأ التدريب عايزة تطبق الفكر الأوروبي كريم ندفت بس أنا أسف لموضعتك كريم ندفت بقى وإستاذ طبعا كابتن أبو العيلة وأكرم توفي حتى يعني اللعيب في النادي الأهلي هم ماشيين تحس إنهم كده في تركيز كابتن سيد عبد الحفيز وراحسين السيد من الوارد إنه يبدأ هذا اللقاء أي من أشرف نفس الشيء أي من أشرف من اللعيبة اللي برضو اللي بيجيد إنها تلعب في كذا مركز وتقدر إنها تسد كذا صغرة ودي محمد الشناوي وحمودي اللي كان بيستخب فيه الأسانسير والسولية ومؤمن زكريا مؤمن زكريا بقى وفرحة التأهل للمونديال كل ده موجود معنا حصري كده على قناة النادي الأهلي ودي سعد وأحمد عدل عبد المنعم وسعد دي شكله كده مركز في مباراة اليوم إنه هيلعب على مين هيلعب على منوتشو واحد من هدفين اللي جايبين هدفين مع فريق الاتحاد هذا الموسط طبعا هو فيه دور كبير على خطة فعل نادي الأهلي السنائي اللي هيلعب النهاردة دمهم منوتشو مهاجم مميز من بداية الدور الحياة نادي الاتحاد السكندري في المواسم الأخيرة من الأندية اللي بتعرف تختار المحترفين حتى قبل كده جابوا اوتو فونجو وجابوا كاسونجو ورحل وكاسونجو وبعدين منوتشو بيعرفوا يختاروا الحياة الأجانب بتوحهم بشكل كويس ده حاجة مميزة كنا بنتكلم عن كابتن هاني رمزي اللي هو زي ما قلنا بيحاول يطبق الكورة الشاملة اللي هو تعلمها في أوروبا اللي لابا في أوروبا الكورة اللي هي بيلعب لها بمفتوح ويجيب أهداف كتير بس يعني هو محتاج شوية توقعية يعني كابتن هاني رمزي الحقيقة لو جيت ترجع لتاريخه التدريب من أول مبادئ التدريب لحد النهاردة ما تقدرش تقيم التجربة بشكل مؤكد سواء بتجربة يعني صراحة تحسبنا مع الأولمبي مع المنتخب مع الأولمبي طبعا ده قمة النجاح كان قمة النجاح طبعا صعود الدورة الأولمبي بالفريق ده وتخطيه كمان الدور الأول ده كان ده إنجاز طبعا كان مرضو التلاتة اللي لقاهم عارف ينقل أه طبعا أه طبعا أه طبعا أه طبعا وفتح ومدعب صراحة يعني عارف ينقل التلاتة طبعا هو كان محتاج حتى لما هو اتكلم في الوقت ده هو قال إن أنا محتاج لعيبة عندهم شخصية أنا فاكر يعني التصرحات اللي قالها عندهم شخصية الفوز يعني ما يهبش المنتخبات الكبيرة أو الأسماء الكبيرة هي دي الفكرة أه طبعا أه طبعا هي دي الفكرة أه نقل الحاجة اللي تقدر تساعده في هذا الأمر ولكن وليد هل هيبتدي يعني النهاردة كابتن حسان البدري هيبدأ بنفس طريقته المعهودة يمكن فيه تغييرات إلى حد ما هنستعرض مع حضراتكم وزمائلنا التشكيل المتوقع للنادي الأهلي ولكن طبعا لما يجهز التشكيل المتوقع احنا بنتكلم على إن كابتن حسان البدري هيبدأ بأزاره وارد جونيور أجاية في الكاجناح أو والد إنه ممكن تشوف مؤمن أو حمودي نفس الشيء بالنسبة لمن يمين اللي فيها وليد ممكن تشوف حد تاني ولكن طريقة اللعب ووجود حسام عشور وعمر السلية في قد التشكيل المتوقع كده أمام حضراتكم هيبقى شريف إكرامي في حراس المرمى سعد سمير رمي ربيعة وحسين السيد محمد هاني حسين السيد باج شمال وجونيور أجاية وليد سليمان ووليد أزاره من الوارد إنه مكان أجاية مؤمن أو مكان وليد سليمان مؤمن أو حمودي ده من الوارد اللي ممكن يكون في دماغ الكاتر حسام البدري ولكن هو ده التشكيل المتوقع حتى يأتينا من مرسلنا طبعا زميلنا محمد سعيد من الملعب المباراة ومن طبعا وجوده بجوار الفرقة وهينقلنا كل حاجة موجودة طريقة لعب الكاتر حسام البدري مش هتضاير كتير على رغم أنه ممكن يكون فيها بعض من التدوير محمد هاني لعب يجيد الاختراق وعنده حتة واحد واحد مؤسس فيها ومحتاج أنه يبتدي بقى يعمل موضوع العرضيات نفس الشيء بالنسبة لحسين السيد عنده حتة أنه لازم يغطي بفعيان الشكل أفضل منك طبعا طريقة كابتن حسام البدري الكلاسيكية اللي هو معتمد عليها واللعابة حفظاها وشرباها لما بيتخلاش عنها لكن هيكون فيه تغيير في الأسماء الـ 4-2-3-1 اللي بيلعب بها دايما كابتن حسام البدري واللي ناجح بها مع فريق النادي الأهلي يعني هو التشكيل طبعا اللي توقعته قناة النادي الأهلي ده هو التشكيل المنطقي الأقرب للمنطقية لكن الحقيقة في بعض الأسماء أنا أتمنى أنها تاخد النهار سواء من بداية المباراة أو خلال فترات المباراة لأن فيه لعيبة عايس أقول حاجة لا خلق يعني نحن نكمل مع حضراتكم اللحظات طبعا توجهوا بقى اللعيبة من فندق الأقامة عشان يبدأوا يستعدوا يروحوا للمباراة نلقى لحضراتكم كل حاجة لحظة بلحظة وكنا نقلين جزء من الملعب وجزء من فندق الأقامة وقناة النادي الأهلي والخدمة السوبر سوبر سوبر ستار بالنسبة لكل محبي النادي الأهلي في كل مكان طبعا يعني فيه طبعا اللعب زي الروم الربيع ممكن يكون فيه شوية إجهاد النهاردة خصوصا اللعب مطش كبير قدام الكنغوف وأجواء المباراة صعبة بدنيا ونفسيا على كل المستوىات ممكن لعب زي محمد نجيب ياخد النهاردة مع سعد سمير يعني لعب زي أحمد حمودي مثلا ممكن يكون ليه دور النهاردة أعتقد أنه ممكن يكون في زهن كابتل حسام البادري لو وظروف المباراة سمحت أن أحمد حمودي لأن أحمد حمودي من اللعبة اللي كنا بنتكلم عن وليد سليمان أحمد حمودي كمان من اللعبة اللي عندها شخصية وجب يعني كان متألج فيه مطش أفسي مصر الود كنا بننقاله هنا مثلا من لعبة اللي كان لها دور مهمة جدا طبعا هو من لعبة اللي عندها شخصية المباراة الكبير أحمد حمودي سواء من المشارات اللعبة مع منتخب مصر أو لما راح سويسرا أو حتى في الفترة اللعبة فيها في نادي الزمالك الفترة اللعبة فيها في المبارات اللعبة فيها مع نادي الأهلي دائما أحمد حمودي من اللعبة اللي بتعرف تتعامل مع المبارات الكبيرة عنده شخصية النادي الأهلي عنده شخصية الانتصارية اللي المفترض تكون موجودة في لعبة نادي الأهلي عشان كده أحمد حمودي هيكون لي دور لو خد مباريات فأنا أتمنى من اللعبة اللي أتمنى يكون لها دور النهاردة أو في مورات الرجاء القادمة لأنه اللعب مهم في سكواد النادي الأهلي النادي الأهلي ممكن يحتاجه وعنده حلول طبعا حمودي من اللعبة اللي عندها حلول وتقدر توصل للمرمى خلينا برضو نستعرض مع مشاهدينا وليد أزارو وعودته مرة تانية وكافر حسين بدري مصمم عليه في الهجوم وليد برضو أحرص فيه مأماطش افسي مصر ابتدى ياخد سيقة أكبر طبعا نحن بنلقى التمرين يوميا لكل محبي النادي الأهلي وهو بيحرص كمان في التمرين أهداف وليد أزارو من اللعبة اللي كان عليها في الناس كثير ولكن هو الكرياته كويسة هل النهاردة إن شاء الله ممكن نلاقي وليد أزارو ويبتدي بقى مسلسل أهدافه في الدور العام؟ أنا مزلحة مستغرب جدا من انتقاضيات بعض جماهير النادي الأهلي الولد أزارو أنا بقى كابتنسايد معاود بيتصور نفسه مع اللعبة الصغيرة أو مش اللعبة الصغيرة عفوا طبعا مع الولاد الصغيرة شافت كابتنسايد معاود وأكيد كابتنسايد لسه يعني مبطل ما بقلوش فترة كبيرة فلسه الناس فكرة يعني واحد من قيادات الجابعة اليسرى حاجة جميلة جدا 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 كابتنسايد معاود واللقطة يعني جميلة بتحساب له الصراحة وشخصيته شخصيته من الشخصيات اللي دايما دمها خفيف كابتنسايد طبعا طبعا من لعبة اللي كان عندها كارزمة كمان في الملعب وبرى الملعب من لعبة اللي روحة حلوة ومشروع كمان مدرب هايل وده توجه هايل من النادي الأهلي من النجوم اللي متوسمة فيها الشخصية أو اللي متوسمة فيها الفكر إنها تدخل تبقى موجودة في الجهاز الفني وتتضر رجحنا لسه كنا بنتكلم عن كابتن علي ماهر هنا هنا بقى كابتن حسام البدري وكابتن عماد نتاب وكابتن فصل البدري طبعا الإشادة مع كل مكان يقول له كابتن أحمد أيوب نادي الأهلي حينما يذهب إلى أي مكان بيحصل الحدث الدنيا بتتقلب نادي القرن عندك الدنيا بتتقلب الكل بيحاول طبعا الاتفاف حوالين النجوم الكل بيحاول إنه هو يتصور معهم كل واحد عايز يتكلم معهم واحد يقول لهم طبعا كلها يبقى أغنباتهم أهلوية خلينا نبقى وقعيين ودي صالح جمعة النهاردة عليه دور كبير جدا في النهاء العباء رقم عشرة ويبتدي يفوق نفسه من ماتش الكلوة على طبعه ما كانش سيش فيه ماتش الكلوة لكن يعني هو اتخذ من الدار للنار النهاردة يقدر إنه هو يعبر عن نفسه بشكل كويس جدا زي ما عبر في لقاءة الدوري الأخيرة وأيضا بعد المبارات أو بعد اللحظات اللي شارك فيه في دورة أبطال أفريق طبعا يعني إحنا الأول بنتكلم عن تواجد النادي الأهلي في الأماكن ده برضو ضغط يعني مع إنه بيعبر عن شعبية النادي الأهلي وبيعبر عن عظمة النادي الأهلي لكن ده كمان ضغط كبير طيب احنا بدلوقتي الصورة اللي فيها ده ماتش الأهلي والاتحاد الأهلي كسب واحد سفر كان جابه عمرو السولية ده آخر لقاءة الأهلي والاتحاد في الموسم الماضي وعام حضرتكو كمان صورة فندق الإقامة وأيضا صورة الكواليس وهم رايحين للستوديو بنجيب لحضرتكو كل حاجة لحظة بلحظة هذه كريم ندفد ومعا أكرم توفيق أكرم بيلعب على كريم ندفد من توفيق المعسكر وشكلهم مع بعض في نفس القوت أكرم يعني بما أن الصورة جات فأكرم يعتبر هو البديل الوحيد لحصام عشور في النادي الأهلي وأنا بعتبره كمان أحد بدائل المركز ده في الكرة المصرية أكرم من اللعيبة برضو اللي محتاجها تاخد فرصة الحقيقة لما بيكون عندك فريق مليان نجوم يعني قايمة النادي الأهلي النهارده 30 لعب 30 لعب منهم على الأقل 25 ستار أو سوبر ستار زائد بعض اللعيبة لسه شباب أو لسه عايزة تاخد فرصة ففعلا أزمة أزمة جديرة جدا أزمة جديرة للجهاز الفني أنه يقدر يسيطر على مجموعة النجوم أنه يقدر يختار على مدار الموسم تشكيلة كل مباراة أنه يقدر يتعامل نفسيا مع اللعيبة اللي بتهد على الدكة وهما السوبر ستار يعني يعني فيه لعيبة عمر جمال كان دكة في النادي الأهلي وأساسي في منتخب مصر صالح جمعة نهارده ما كانت أساسي مع نادي الأهلي ونهارده أساسي في منتخب مصر مشكلة أزمة أزمة جديرة جدا على الجهاز الفني مسئولية كبيرة لازم الناس تبقى متفاهمة أن ده مش سهل آآ آآ أنت بتعمل صفقات وآآ بتجيب لعيبة النجوم لكن ده في الآخر بيعمل أزمة للجهاز الفني ومحتاج جهاز فني على مستوى علي جدا من الشخصية القوية والتعامل النفسي القوي فطبعا لعيب زي أكرم توفيق لو في أي فريق تاني في مصر كان هيبقى أساسي لعيب زي أحمد حمود هو ده صغير كمان عنده فرصة فأكرم الحياة ده من المتشاط المتشاط اللي كانت صعبة إلى حد ما في الموسم الماضي وحتى يعني عمرو السولية كان بيجيب يعني أهدافه بداية أهدافه مع النادي الأهلي وإدى تلات نقاط كانت مهمة جدا خاصة النادي الأهلي في هذه الفترة كان بيحاول أنه يستمر على صدارة الدوري العام كابت النادي رمزي النهاردة من الوارد أنه حيغير من طريقته وستراتيجياته الهجومية كأي فرقة بتلاعب النادي الأهلي عارب كويس أو أنه هو فريق النادي الأهلي قادر أنه يمسك الكورة قادر أنه يبتدي يبحث عن الصغرات وينقل عنده لعيبة كلها ما شاء الله عندها بتجيد الإسلام والتسلم وحد زي صالح جمعة صلية من الناس اللي بتزيد وتقدر تشارك فيه ناحية الهجومية وخطته أنه بيدرب الديفنس بيه تقدم البكات هنشوف حسين بي عنده الحتة داية الاختراك من الأجناب مميز فيها وأيضا نفس الشيء بالنسبة محمد هاني والتن صغيرين كمان وصراع يعني الطرفين بتوع النادي الأهلي النهاردة الاتنين صغير صن والتنين صراع إزاي كابتن هاني رمزي ممكن أنه يحاول يوقفه مؤكد أن استراتيجيك كابتن هاني رمزي تتغير شوية عن أول الانطلاق أو أول أربع مباراة طبعا بيلعب النادي الأهلي ففي الآخر أنه يفتح الملعب هيبقى الموضوع صعب جدا عليه من بداية المباراة فمؤكد أن كابتن هاني رمزي هيلعب النهاردة بشكل متحفظ من بداية المباراة هيقفل أو هيلعب على نقاط قوة النادي الأهلي يعني هيحاول يوقف نقاط قوة النادي الأهلي وفي الآخر إذا أتيحت لي الفرصة وكان مع القرى هيعمل هجمات خصوصا عنده كمان إمكانات لسه كنت بتتكلم عن محمد أسامة بنتكلم عن منوتشو عن محمد علي منصر عن فوز الحناوي عنده بعض الحلول ممكن يتصرفه بالكرة كوي يعني ممكن قطع القرى من النادي الأهلي لو النادي الأهلي اندفع مع المرتد بتاع النادي الاتحاد السكندري هو عنده لو رمع على اللي قدام هيعرفه يتصرفه بالكرة بشكل كوي فهو ده اللي يعتمد عليه جون أنتوي جايب هدف للمقصة أمام المصري في دياء 31 مواجهة قوية جدا كابتن حساب حسن وكابتن مؤمن سليمان ولكن جون أنتوي يعطي التقدم لمصر المقصة دياء 31 وده الهدف لجون أنتوي في شباك الفريق المصري وده الهدف كان بعد ديئتين بس من بداية اللقاء خطف جون أنتوي صدارة المباراة حتى الآن وأتقدم بهدف لفريق مصر المقصة برضو من الموجهات القوية جدا النهاردة كل الموجهات منتقى القوة نجم منتخب غانة دلوقتي جون أنتوي راجع بقى منتش يعني بحالة نفسية عالية طبعا فرق كثير أكيد وهتفرق معه في الفترة الجاية انضمامه المنتخب غانة هتفرق معه نفسيا هو عنده إمكانيات وعنده خطرات جون أنتوي محدش يقدر يختلف على الإمكانيات المساحات ديات مش موجودة تريد تلعب النادي الأهلي إلى حد ما تبقى الفرقة كلها بتدفع قدامك بتلعب بتضيق لك المساحات يعني لو عملها مقارنة صغيرة الفرق ما بين مثلا أجايي وأنتوي تلاقي أجايي لعيد كرة يعرف يقف عليها يعرف يعدي يعرف عنده واحد ضد واحد ولكن أنتوي بيبان في المساحات أي كرة فيها مساحات وفيها سرعاته هو بيبان من اللعيبة اللي هو برضه عنده حصة تهديفية بالتأكيد ولكن حالة المساحات دي مش موجودة كتير في النادي الأهلي ده حقي ده حقي بس أنا متأكد أن جون أنتوي يعني الموسم ده تقلقه ممكن ممكن يغير حسابية الجهاز الفني وممكن يكون ليه دور مع النادي الأهلي في الفترة الجاية لو كمل الموسم بالشكل ده بالنسبة طبعا لمباراة المقصة والمصرية مباراة مفصالية لنادي مصر المقصة بداية سيئة الحقيقة غير متوقعة السيزون ده فأعتقد هتكون مباراة مفصالية هم داخلين لأن الفوز يفري معهم جدا في الفترة الجاية بالنسبة للنادي المصري كمان دي بقى لها ضربة الجزاء اللي احنا جبنا يعني الدنيا كلها بتتكلم عليه واتكلمنا مع كابتن علي ماهر دي الرجل خد محمد عنتر خد ضربة الجزاء بزكاء وبرضو من الحاجات الغريبة ابن عنتر في كل ضربة الجزاء بيخدها بيفرح قوي قبل ما الضربة بتتشغط ودي من الحاجات اللي بتأخذ عليه يعني دي دايما لما بتاخد ضربة الجزاء لازم تستنى كده في الفرحة بتاعتك لغاية لما تسجل لأن ممكن انت اللي تشغط فانت فرحيتك دي حتى ضيعة تركيزك هنا كابتن جهات جريش حكم يعني حسب ضربة الجزاء ودخل أحمد سعيد أوكا وهو بيشغط بص حركه وقع فرجليس سابتة لمست الكرة الأول وبعدين رجليل متحركة كملت فيها دخلت جوب محكم النقاء كابتن جهات جريش حسبها ضربة خرة غير مباشرة عشان لمس الكرة مرتين ودي من عجائب الكرة اللي ما تلاقيهاش إلا في الدور المصري حاجات دي يعني مش هتلاقي اللي عندنا هو اتزحل فجات ديف دي ومعانا على الهاتف الكابتن عصام عبد الفتاح طبعا رئيس لجنة الحكام الاول بقول لك مبروك تقول لك كاس العالم كابتن عصام ويعني أكيد لك وجهة نظرك التحكمية بقى في ضربة الجزاء بتاعت أحمد سعيد أك يعني يمكن النهاردة الحقيقة لازم نشيد كمان بالتغربة الحكم الإضافي في مباراة الأسيطون أولي مبروك كاس العالم الأول كاس العالم يعني ألف وقت نعم المصر ومينة كلنا كابتن محمد وإن شاء الله دايما نصرف بين سترات بإذن الله كنا فرحانين تحدي الكرة بالتأكيد كان لكم لا يحسب للجميع والله كابتن محمد بأمانة للشعب المصر ووزارة الرياضة وكل الناس الحقيقة كله ساند المتخب فالحقيقة يحسب للجميع وليس لتحدي الكرة فقط وبتكلم من هذا الكلام مش لديبلوماسيا أنا بتكلم بكل أمانة بكل أمانة وهو صراحة الفرحة بالتعم على الكل كابتن عصام صراحة وجود الحكم الخامس سهل الأمور على كابتن جهاج جريشا ضرب الجزاء لأول مرة نشوف هذا الأمر إن كرة تلمس رجل لاعب مرتين فهي تم عدم احتساب على فكرة في ناس كتير ممكن ما يكونش عارفة القانون فحضرتك يا ريتو صفالنا بشكل القانون تماما الحقيقة رحي الحكم الإضافي الأول النقاردة طبراك الأسيوتي والمقاولين هو اسمه يفهم اسمه أسامة اسمعين قبل رقلة الجزاء في حالتين كمان في رقل الجزاء الأولى هو اللي احتسبها نعم في رقل الجزاء ثانية احتسبها الكابتن جهاج جريشا وهو قال له لا الكرة ما جاتش في الإيد وكان الحكم الإضافي دو تلويته أفضل نعم فأبو أحيي لأنه خد كرارين في خمس دا يا كابتن محمد كرارين صعبين جدا 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 نعم فأبو أحيي رقل الجزاء اللي تلعبت احتسبت بعد مداخرة المرمى احتسبت حرة مباشرة أو غير مباشرة أو رقل الجزاء المفروض أن اللعب اللي بيلعبها مش بنحق ويلمسها مرة تانية قبل ما تلمس لعب آخر نعم يعني ولو مثلا لو شاط اللعبة عادي لمسها لمسة واحدة وقات في القائم أو العرضة وترددته مرة تانية ولعبها رقل حرة غير مباشرة لأنه مفاهم للنسبة فكل مبسط يعني لأنه محدش لمسة قبل ما يلمسها هو للمرة تانية بالضبط يعني هو هنا هو هنا كابتن بعد اللمسة الاولانية ما ينفعش لمسها تانية لازم حد من زمان اللي يكملها هو لعب فقط توازن الحقيقة ما عرفش ايه السبب الحقيقة فلعب كان بيسدد رقل الجزاء بالرجل اليوم نعم بعد ملعبها برجل اليوم كان فقط توازن وراح تكون صدمت بالرجل اليسرى في كعب رجل بالضبط نعم في الرجل اليسرى وهيرت اتجاه على فكرة هنا خلاص ثاني مرة خلاص تتكسب عليه لانه لو باتها مراتين قبل ان تتكسب عليه لك الحرة غير مباشرة وده قرار راعي الحقيقة في هذه المبرار بامانة طيب عايز عرف رأي حضرتك فيه اخر ضربة جزاء حسبت ايضا لفريق الاسيوتي وساجل منها لهدف هل حريك شايف ضربة جزاء صحيحة اكيد اللعب الاسيوتي عدى الرجل مد رجله مرعبش الكورة رجله مستل تعاق للعب الاسيوتي دقل الجزاء واضحة وصريحة وسهلة كمان بيأكل امانة كابتن عسام عبد الفتاح بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبالفعل برضو بنأكد ان وجود الحكم الخامس فيه مباريات الدوري المصري بالتأكيد هتضيف ادفات مهمة جدا خاصة ان الحالات الجزالية كابتن عسام خلاص لان حتى احمد سعيد اوكا بعد لما كابتن جهاد جريشا عمل يعني لغى الهدف ما كانش فيه احتجاجات كتيرة بشكر حررتك شكرا جزيلا وايضا بنحي حكم الاضافي الحكم الخامس كابتن اسام اسماعيل صراحة كان له قرارات مؤسرة جدا يا سيد زوليد في هذا اللقاء طبعا ما زي ما اتكلمنا هي تجربة اعتقد يعني تبشر بالنجاح احنا محتاجين يكون فيه عينين زيادة بالنسبة للحكم المباراة عشان حتى اللعبات اللي فيها جدل جوه منطقة الجزاء دي يعني فيه مساعدة للحكم فيها فيه عين اقرب لو كان حكم بعيد ممكن يعتمد عليه اللعبة دي الهاج فكرتني فيه راكل الجزاء لانتون جريزمان لعب قتلت كانت بنفس الشكل ده وتزحلق برضو الكرة جات في أمير سعيود بس أمير سعيود كانت الكرة وتزحلق وكرة خرج لكن جريزمان الكرة دخلت وتحسبت الحكم ما خدش بالو أن هي لمس مرتين مضيوع ده حظ وكانتش ساعدتها لسه فيه حتى بس دلوقتي فيه بالنسبة لعيبة اللي بتشوط كرة القدم صعوبتها في التوازن يعني عشان كده هي أصعب من الهندبول أصعب من الباسكتبول وأصعب من كل الإرادات الأخرى اللي أنت بتبق أنت في كرة السلة أنت واخد توازنك فلما بتيجي في كرة القدم أهم حاجة التوازن فالتوازن هو أحمد سيد أوكا عايز يجيب جوه فندفع إلى حد ما زيادة سيدنا فتوازنه ما عوضوش بأدي فحطة التوافق دي راحت طبعا رجليتز أحلقت لأن أرضية الملعب كمان ما هيش في الحتة دي منطقة الجزاء بتبقى سعب فبتبتدي تروح منه فللأسف كان حظه سيء جدا أكا من المدفعين للخبرات ولكن حظه سيء جدا وحظ كان زمانه خد ثلاث نقاط أدي فندق الإقامة للعيبة النادي الأهلي خلاص في الاستعداد للتوجه لملعب السلام ملعب المباراة لخضرة الفنية هتبتدي مع مجرد وصولهم لملعب المباراة كابتن حسين بدري من النوعية المدربين اللي بيحبوا يرجعوا مع لعبتهم كتير كل السيناريوهات فمش بس في المحاضرات هو وقف على الخط كابتن حسين بدري على مدار التسعين دقيقة بيراقم على اللعيبة يعني دايما بيدل تعليمات أول بأول من على الخط مش بس أثناء المحاضرة يعني يعني كنا بنتكلم عن مواجهات النادي الأهلي والنادي الاتحاد السكندري هو مع أن فيه تفوق كاسح للنادي الأهلي في التاريخ المواجهات لكن المواجهات الحقيقة بتبقى صعبة يعني فوز النادي الأهلي باستثناءات مع بعض الاسناءات خصوصا في السنوات الأخيرة فوز النادي الأهلي بيقى صعب نادي الاتحاد السكندري قدام النادي الأهلي تحديدا الحقيقة بيلعب مباريات يعني بيستجمع قوة كلها في مبارات النادي الأهلي في السنين الأخيرة يعني آخر أربع مبارات يمكن الأهلي كسب مباراتين واحد صفر وتعادلوا مرتين يمكن مرة واحد واحد ومرة اثنين اثنين فعلى الدوام مبارات الأهلي والاتحاد السكندري بتكون صعبة. حتى جماهير الاتحاد السكندري بتلاقون من أول السيزن بيتكلموا عن مواجهة الأهلي. طبعا فوز على النادي الأهلي بالنسبة للاتحاد السكندري. نادي جماريه ده بالنسبة لهم بيبقى نادي للتحاد السكندري. نادي للتحاد السكندري مبارح أغلق باب الترشح على رئاسة النادي. ولم يترشح غير أستاذ محمد مصلح. وكده فاز بالتسكية. أستاذ محمد مصلح برئاسة الاتحاد السكنداري لأنه لم يتقدم أي مرشح آخر فكده أصبح رسميا محمد مصلحي هو رئيس نادي الاتحاد السكنداري نتمنى أنها تكون إضافة لفريق الاتحاد السكنداري فريق الاتحاد السكنداري من الأندية العريقة اللي هو جماهيره ووجود الاتحاد بجمهوره بشكل كويس في الدورة بيدي مردود جميع يعني أنا استأذنك كابتن فاروق عايز على بس على النقطة دي الحياة من المسير للدهشة بالنسبة لي أن ناديين كبار بحجم نادي الاتحاد السكنداري ونادي الإسماعيلي أن كورس الرئاسة بتاعهم يتحسن من التسكية يعني دي كيانات كبيرة جدا معقول ما فيش حد شاف نفسه القدرة على أنه ينزل يواجه رئيس أو مرشح آخر على رئاسة الإسماعيلي وعلى رئاسة الاتحاد السكنداري وأنا أجبها لك من شكل تاني بلاش ما أنا أخدها من ناحية المواجهة أنا أخدها أنه هل أنا ما عنديش مشروع للنادي هل أنا ما عنديش شيء أبديه للنادي إضافة للنادي النادي اللي أنا مثلا هكون أكيد من نفس البلد وهكون من نفس المدينة وهي حابقى حابب أن أنا أدي له أي إضافة أحييك طبعا عن نقطة دي بالطبع فعلا هل ما فيش حد يا جماعة رمز في الإسماعيلية ولا رمز في اسكندرية عنده مشروع زي ما أنت قلت بالظبط لنادي الاتحاد أو لنادي الإسماعيلي غير المهندس إبراهيم عثمان أو الكابتن محمد مصرحي إحنا كنا محتاجين نشوف ده محتاجين نشوف الجيم الانتخابي ده كله بيصد بالمصلحة النادي طيب إحنا نتمنى أن يكون طبعا فوز الأستاذ محمد مصرحي برئاسة الانتحاد السكندري في مصلحة نادي الاتحاد وهقول مرة تانية نادي الانتحالي للأجلية الكبيرة اللي الكل بيعمل لها كل احترام وتقدير أنا دلوقتي هرجع مع حضراتكم كده سريعا التشكيل المتوقع لنادي الأهلي وليد أزارو صالح جمع وليد سليمان وجونير أجيفي الهجوم عمر السلية حسام عشور في وسط الملعب محمد هاني سعد سمير رمي ربيع حسين السيد وشريف إكرامي ده التشكيل المتوقع الأبرز بالنسبة لنادي الأهلي نادي الاتحاد هيبقى هاني سليمان محمد الشازن محمد عطوة محمود شعباني شامس شحاتة فيه الأربعة اللي في الخلف خالد الغندور وعشور الأدهم ممكن يبقى رمزي خالد ممكن يبقى محمد علي منتصر ومنوتش وأحمد الألفي ومن الوارد أن ألفي يخش جمع عشور ويبقى في الأمام حسان باولو ومنوتش ده في الحلقة الهجومية للكابتن هاني رمزي هل الاتحاد ممكن يواجه الأهلي بطريقة هجومية ولا يبقى متحافظ هو مؤكد يبقى متحافظ مؤكد هيحاول يقفل خصوصا مركزي الأجنح هيحاول يقفلهم بشكل كبير جدا حاول يضغط علابة النادي الأهلي المباراة مش هكون سهلة مطلقا مش هكون سهلة خصوصا لو ما قدرش النادي الأهلي يسجل في بداية المباراة هدف يفتح خطوط نادي الاتحاد السكنداري طيب أحنا المصر يتعادل في هذا التوقيت وأصبحت النتيجة واحد واحد والأمور هتبتدي تتقلي بالناحية التانية يعني خلق باركو حركو فريق المصري مع الكاتل حسام حسن وبالذات في مواجهة المقصة هيبقى الأمور مش هتمشي كده بسهولة في الأمور وإسلام أبو سليم هو اللي جاب هدف إلا تعادل بالنسبة لفريق المصري أعتقد أن فيه احتجاجات لسه ما شفناش الهدف وطريقته كانت تماشية إزاي هذه الكرة قال له ضربة الركنية ودي الراجل ومعها حارس المرمى البعض بيقول ممكن يكون شايفين أنه عشان استضم بين الحارس وما بين اللعب في هذه المنطقة هتبقى ضربة حرة مباشرة يعني دي حاجة تقديرها الحكم وأعتقد أن وجود الحكم الخامس يا جمال بصوا الدور المصري يلازم بقى فيه جدال في التحكيم نبقى واقعين يعني وضع التحكيم مش هينتهي برضو هرجع تاني سريعا للقاء الأهلي والالتحاد الأهلي هيبتدي يلعب طريقته المعتادة صالح جمع ممكن يبقى له أدوار في الناحية التهديفية وليد أذر وهل ممكن يعود للتسجيل هل جونير أجاهية هيبقى ممكن نلعب كراس حربة تاني مع اللعب وليد أذر ولا شايف كابتل فصل بدري يبقى ماشي إزاي كنا بنتكلم عن وليد أذر ويمكن المداخلة قطعتنا وليد أذر أنا مستغرب من انتقادات الكبيرة لجماهير النادي الأهلي بالنسبة لهذا اللعب حقيقة وليد أذر وعنده كل إمكانيات رأس الحربة الجيد ومش جيد بس رأس الحربة الممتد جماعة موضوع الفينشينج ده ضغط عصب الله أكثر وده دليل انه في المباراة الودية بيجيب أهداف وفي التدريب بيجيب أهداف الولد محتاج شوات ثقة ففكرة انك تهد لاعب برومسينج في الفريق بتاعت ده مش لمصلحة حتى الفريق بتاعت يعني فكرة الانتقاد اللازع ده لي من بعض الجماهير ده شيء ضد مصلحة الأهلي انت يعني انت كده ما بتساعدش النادي الأهل أنا كمحلل لو هتكلم حتى بنظرة محايدة وليد أذره من المحترفين المهمين جدا ومن الأسماء اللي ممكن تعمل تاريخ جوة دور المصري لو اتعامل أولا نفسيا بشكل كويس جدا ثانيا لو لعب بالشكل الطبيعي بتاعه اللي هو اللي أنا متأكد انه هيفرز لنا في الآخر رأس حربة مميز بإذن الله طبعا كل دي الأمور هتستضح في المباراة احنا لسه مستمرين مع حضراتكو واستكمالا لأستاذ الأهلي مع زميل عبد الحميد حسن وضيوفه الكبار ما تروحش بعيد نديل أهلي حديث اشتركوا في القناة 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 من اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رسمية اشتركوا في القناة 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 كلها مبارات مهمة مكتوبة أنا قلت الأهلي مكتوبة عليه أنه هو محارب كبير ليعرف الاستراحة إلا قليلا فيعني ما ملحقش رايح نوري كاس أفروكيا مش عارف كونفيدرالية مش عارف إيه فيعني شايف مبارات زي وشايف فرحة الأهلي الأولايلة طبيعي على مدار تاريخ النادي الأهلي النادي الأهلي مطالب على طول بالبطولات بيلعب على طول باستمرارية حتى أعداد اللعيبة اللي بتبقى في المنتخب حتى لو الدوري توقف بتلاقي عدد كبير قوي من اللعيبة في المنتخب وخاصة يمكن كمان في السنوات الأخيرة قبل الاحتراف الكتير ممكن تلاقي 13-14 لعيب 15 لعيب من نادي الأهلي في المنتخب يعني يمكن هو بس الزيادة في عدد المحترفين هو اللي خلى العدد يتناقص إلى حد ما فالآهلي على طول في التمرار سواء لعيبة زي ما انت قلت بطولات محلية بطولات مع المنتخب في الأفريقية أو دولية على طول باستمرار اللعيبة طول السنة بتلعب حتى الراحات بتبقى أولئة لأولئة بالزبع طبعا النهاردة المباراة تبقى صعبة مباراة كبيرة خاصة أنه نادي الأهلي اللعب أول مباراة عادل مع الجيش ومنافسينه لعبه خمس مباراة في الأسبوع الخامس فهو برضو مطالب أن يلحق بالمجموعة دي صحيح الموضوع لسه بدري جدا لكن هو مطالب بالمكسب في أي وقت وكمان لما بيكون الناس سابقا لازم يحصرهم عشان يعيد ترتيبه كأول دور اللعب فالمباراة طبعا صعبة بكل المقاهيس طب معنا تليفون ورجع لحركها رطول رحب بقى الحج محمد مسلح لسه كنا بنتكلم عنه ده رحب حج محمد مسلحي وحبيبي بصراحة كمان كابتن وليد وأكيد حبيبي بالناس كله حبيبي اسكندرية حج محمد مسلحي منور الدني ربنا يا كابتن حبيبي والغبر الكثير ربنا يا كبتن حبيبي وأنت حبيبي فعلا من القلب يعني حبيبي مقارد حبيبي من عمر يعني والله أنا دائما بتشرف بيك وطبيعي جدا طبيعي جدا جدا ما احترامي لكل الناس أن أنت تبقى رئيس نادي الاتحاد السكندرية ألف ألف مبروك أهلا بريك فيك حضرتك أترخيرك وأشكرك جدا جدا يعني أبريك لك ربنا ربنا يا خليك يعني أنا كنت نفسي أول ماتش يعني أقول لك والله نفسي الاتحاد يكسر بحج محمد بس أنت عارف بقى في القلب في القلب أهلا بشكرك أنا عارف أن معك كابتن وسامة عربي كابتن سراح الدين كابتن سامير كاممون كابتن وسامة عربي واخوات بوحديدي يعني 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 التوفيق يعني يعني أنا عايز طبعا أبرك لك وأقول لك تاني أنهو حقك طبيعي جدا يعني بولاك وبإخلاصك وبكل اللي أنت عملتوا في صراحة ولنا شفتوا يعني كنت شاهد عيان على كنت بتعمله في السكندرية في نادي الاتحاد تحديدا وحب الناس ليك فطبيعي جدا أنت بقى أنا رئيس نادي الاتحاد السكندري بالتسكية وده أعتقد أنه أبسط حوائك حجم حمد والله بوسك يا تحميد أنا بأمانة يعني طبعا نادي الاتحاد زي ما حراج شرفت لعبس نادي الاهل لعبس نادي الاتحاد ويأونا يعني يعني أنا من ناس من المحترم أنا شفتها وعملت معها ومتكالات ربنا فأنا تتكلم في حوالي مية واربعة سنة نادي الاتحاد مر عليه فنادي ليه تاريخ سكير جدا فأنا يعني بسعد أكثر طبعا من أرض أن أنا أفوز بالتسكية لرئيس نادي الاتحاد سكندري وأن أنا أرجع تاني بعد سبعة سنة والرئيس فيها للنادي فنادي الاتحاد بالنسبالي فيه مجبيرة جدا أنا بأمانة يعني أنا أشكر للناس كلها أن أرض لما تقفل باب الترشيح وأن أنا أفوز بالتسكية هذا النادي العريك أنا بتاعتي غير عادية أن دي سكة كبيرة جدا يعني الناس باعنا حطاها فوق نادي وفوق رئيبتي أن أنا النهاردة ينبيش حد ينزل قصادي دي مكسل كبير وأنا أمانة عشان أكون مثلا أتكلمك لا أنا سعيد بتاعتي غير عادية أكيد سعيد أن أنا أن أنا النهاردة حب الناس أجدر الناس لي دي بالنسبالي طبعا يعني يعني بيتشيل عليها حمل أكتر من حمل أكيد أكيد حمله كبير ونادي اتحاد من أنت تدير هذا المعنظومة لا محتاج منها جهد كبير جدا ولكن أنا فعلا أشكر جميل النادي وعضاء النادي مستقل لهم الدهائل أكيد أحجم محمد وأنا قلت لك بصراحة تستاهل وأنت عارف أنه لا أجملك تستاهل وأنا عارف أدي حضراك وحاليا دلوقتي أكيد فيه جديد وفيه تفكير جديد وفيه تموحات جديدة وفيه فكر جديد حضراك عايز تعمله في نادي الاتحاد السكنداري بص حضراك كابتن ميدو أنا حضراك النهاردة أنا فعلا حيب توك كلمة أنا أتقل بكده وبعدة تاني حمله نصفين 2010 حمله نصفين 2017 الموضوع بذلك فيه يعني فيه خبرات خلال عملي كرئيس نادي وفيه خبرات العملية جوه نادي وبره نادي اختبتني خبرة جدا جدا فأنا إدارة لنادي الاتحاد فعلا إدارة أنا إن شاء الله يكون مجلس قوي كمان معايا أتمنى إن شاء الله أن نحن نعمل حاجة كويسة هذا النادي نادي الاتحاد أنا بكمل بأمان عشانك ونعميم حددك أنا بكمل فعلا مسيرة أدها الدكتور محمود مشاهد الرئيس حس جدالي الصابق نادي الاتحاد رجل محترم أدى العديه والزيادة وأدى عليه فعلا في وقت كان عصيب مر عليه نادي 3-3-4-2-3 ولكن النهار لما يتبنى مقار الجديد نادي الاتحاد سكندري في منطقة شموحة في 7 فتادي بدعم لا محدود من المهند شهد عبد العديد ووزير الشباب وبدعم لا محدود من المؤسسسة العسكرية اللي هم بنوا النادي في أقل مستشهور حاجة مفخرة أتمنى أن كاميرا النادي الأهلي تيجي تصور نادي الاتحاد الجديد أنت كنتميدي نفسك حضرك لعب في النادي كابتوري صراحة دين لعب في النادي وسامير كامونا لعب في النادي أنت دخلت النادي لفصات بي تعالى كمان شؤوه النادي الجديد التي عملت من تسموح حاجة مفخرة ليه شعب اسكندرية وليه جميع نادي الاتحاد فأتمنى إن شاء الله أننا بالمجهود وبالعمل والناس بقى تسيب بقى موضوع يعني خلينا كلنا هنتكلم نبعد عن المشاكل ونبعد عن الثانية أنا جاي من مرة دي ده الناس اللي طلباني أنا مش جاي من الاتخابات والناس طلباني الناس اللي كلها تقوموا بجنبنا نقفوا على مدرس الهدارة نعمل فريق قوي نعمل فريق بسكت تاني يرجع من تاني وعضاء النادي وجمهيرها تحس بفرق كبير فأتمنى إن شاء الله المجهود اللي جاي يبقى الناس تحس بيه فعلا بحب وبيحترام أكيد هو بصراحة يعني اسكندرية وجمهيرها وشعبها كله يستاهل يعني أحسن حاجة في الدنيا بصراحة حاجة محمد يعني أنا متعود منك بتدخل بمفاجآت جديدة المفاجآة اللي أنت شايلها الجميلة للإبتحاد بص حرارك أنا عشان أنا أكون أمين محضاتك طبعا أنا داخل بفريق يعني بموسم ابتدى فأني موجود محترم الكابتن هاني رمز أكون لكل التوفيين إن شاء الله وأنا مبرح كنت في زيارة مع الدكتور محمود مشاهد رئيس النادي رحنا لهم في التدريب الأخير في النادي إولومبيو حضرنا التدريب ولكن أنا بقول أن طبعا الفريق أتمنى له النجاحات طبعا على حظنا النهاردة يقوم بمفروق عندنا ماشر مع النادي الأهلي أتمنى أنه إن شاء الله النتيجة إلى حد ما تردى جميل تردى بها جميل الاتحاد وإن شاء الله ولكن أنا بنتكلم على في مرحلة جديدة مثلا ممكن تدعيم في الموسم الشتوي يعني أتمنى أن نحن نعمل في حاجة ولكن الأهم كمان أن فريق أتمنى للاتحاد يرجع تاني من جديده أتمنى إن شاء الله أن نعمل جديد لعضاء النهائد وخدماتهم محتاجين خدمات كتير جدا وأتمنى إن شاء الله في المرحلة جاء نعمل حاجة ولكن أنا مستني مجلس دارة اللي جيد أنا بقول لحضراتك تنميده وستاذة ديوف مع حضرتك إن فعلا المجلس يجيد إن شاء الله حضرتك القائمة مين يا حج محمد اللي مع حضرتك مين لأنا لغاية دواتي عشان كون نعمل حالك نسائي باللسة الطائمة باللسة بلسة ببذل المقفول النهاردة ولكن أنا عدد العضاء لنزيم حوالي تسع عشر أعضاء فأنا لو عانيك من بدري على فكه تحت السنة كمان بالتسكية تمام بالتسكية النهاردة محمود متحك حتم القادي ده كان عام والده عام جد وكان محمود القادي بئيس نادي للتحاد سيكتاري ستابق والناس ولد شاب أكثر من رائع مهندس محترم جدا وبيشتغل يعني يعني بئيس شركة على مستوى عالي جدا فيه كمان خليل شام القادي ده تحت السنة برض فأسفة تسكية والتسنة فأنا شباب مواعدين جدا هتمنى المجموعة اللي جاية كمان معنا مجموعة تضيب باسم المجموعة اللايحة 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 يا حج محمد اللايحة عتمدت من الجمعية العمومية على كم عضو تسعة ولا احداشر على رئيس نائب وخمس أعضاء فوق السنة واثنين تحت السنة عدد العضاء عدد العضاء بالرئيس تسعة تسعة زي اللي كان النادي الاهلي طالب يعني حج محمد انت عارف تمنياتنا ليك وانا شخصيا وكابتن سامير بما اننا شاركنا في نادي الاتحاد السكنداري بنتمنى له يعني انهو يبقى نادي الاتحاد السكنداري المكيف المرعب بس بعد مبارات النهاردة اشتركوا في القناة ان شاء الله نبعدو نادل الاتحادنا نادل التوفيق ومورات لي بيث من نديهم اكيد طبعا وبين الاهلي والاتحاد على طول فيه يعني كل الحب وكل الخير وكل التعاون اوليد صلاح الدين مرة بسكنترية دخل لتونين لا هو الاهلي والاتحاد دول يعني سبحان الله التاريخ بيقول اكنهم فرقة واحدة يعني كل اللي في الاهلي روح الاتحاد مستريحه واللي في الاتحاد ماشاء الله محمد نجي جده يعني عمل كان عمل شغوله شغل رعا بالزبط بالزبط الحج محمد الرجل يوفقه ويعمل حاجة كويسة لنادي الاتحاد زي ما كان عامل حالة قبل كده وزي ما هو قاله يكمل مشوار رئيس النادي الحالي يعني ونادي الاتحاد سكندري بصفة عامة ومدينة اسكندرية بصفة خاصة لها مكان عندنا كلنا يعني اولا احنا بنعشق اسكندرية كالبلد التاني في مصر او المدينة التانية في مصر ومين ما بعشقش اسكندرية اوه انا بالنسبة لعنى صوار الشخص احب اسكندرية جدا وكمان النادي الاتحاد السكندري قريب جدا من من النادي الاهلي وجماهير ويعني حب ندل الاتحاد سكندرية يعني انا هناك احباة كده بحباة يعني من الاتحاد سكندري فان شاء الله ربنا وفقه فالمبارة نهار درسان ما اتكلمنا هتبقى صعبة خاصة ان النادي الاهلي محتاج فوز يقرب به من المنافسين خطوة خطوة ونفس الشيء نادي الاتحاد السكنداري عنده طموح لأنه النتائج ماشية يعني على سطره بتسيب سطر يعني هم لعبوا أربع مبارات خسروا اتنين وكسبوا اتنين لكن المكسبين جمع فرقتين صعادين لسه اللي هم الرجاء والأسيوت طبعا مع احترامي طبعا مكسب هو مكسب ولكن أقصد أنه لا أنت تتكلم كلام موقعي المواجهتين الصعبين اللي هم مع الإسماعيلي والمقل العرب خسرهم وكان متقدم فيهم وخسروا النادي الاتحاد السكنداري فالمواجهة هتبقى صعبة وإن كنتوا طبعا ما فيش شكة رجح كافة النادي الآلي كابتن وليد يعني برضو رؤية عمل مباراة مباراة ولا تدي لك سؤال في الصميم في الأول ولا تديني أنت الأول يعني رؤيتك عيش زي ما انت عايش شايفي أن هزيبت للنادي الاتحاد السكنداري النهاردة هتشيل ناس هتحط ناس هترجع ناس لا 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 المباراة حواليها ظروف مهم جدا نحن نقولها عشان يبقى السادة المشاهدين عارفنا ظروف النادي الآلي النادي الآلي رجع بيستعد الموقع مباراة النجم عنده عدد من اللعيبة الدولية اللي النادي الآلي هيريحها النهاردة النادي الآلي النهاردة فقد الجناحين بتوعه أحمد فتحي أو البكين أحمد فتحي نجم منتخب مصر وعلي معلول نجم منتخب تونس فقد عبدالله الصعيد فقد عدد من اللعيبة اللي هشام محمد متيالي هيبقى لسه ملحقش يعني فيه ظروف تحيط بالمباراة على الجانب الآخر غياب مهم جدا ومؤثر من وجه نظري لنور السيد نور السيد واحد من اللعيبة اللي بيعتمد عليها نادي الاتحاد السكنداري للمسم الثاني عالتوالي وانا شخصيا كنت موجود مع الفرقة مع كابت المختار ونور السيد ده واحد من الأعمدة الرئيسية محمد أسامة كمان مأدي مع نادي الاتحاد مباراة كويسة أو بيغيب النهاردة فكل فريق عنده ظروف حواليه نادي الاتحاد أسبغ الهدوء على النادي بتنازل كل المرشحين للحج محمد مصيلحي والحج محمد مصيلحي مبروك رئيسة نادي الاتحاد السكنداري مقنع مليون في المئة وعلى فكرة بتدي استقرار للفريق بدل صراع الانتخابات والفرقة تدخل وجهاز الفني ويبقى فيه لغة كتير ده استقرار لنادي الاتحاد السكنداري نادي الاتحاد السكنداري يستحق يستحق ان هو يكون صاحب بطولة مهم جدا ان الحج محمد مصيلحي يدور على الطولة بطولة كاس منافسة على دوري يقدر يقدر نادي الاتحاد السكنداري احنا بنقول لا انا من وجهة نظري هو احلى مكان تقدر تعيش فيه في مصر الاسكندرية بلد جميلة بشكل غير طبيعي طبعا فبالتالي واكلها حلو بص كل حاجة فيها أنا برضو جايلك انت كل حاجة فيها حلوة بص الاكل حلو الجو حلو الشتاء بتاعها تحفى والصيف ما حصلش ومنظر البحر بص وناسها وجمهور الاتحاد وجمهور على فكرة طيب جدا البنين يعني بيرضوا بأقل القليل لكن في الاخر بعد تولي الحج محمد مصيلحي وبعد استلام أرض النادي وبعد ما النادي هيبقى عنده ملاعب وعنده حاجات كان هو فقدها لا النادي الاتحاد ايه طبيعي أو المفروض خلال الاربع سنين الجايين يكون جاي على طريق المنافسة النادي الاهلي عنده موقع حاسمة مش عاجبني الخطاب بتاع النجم السحلي يعني من خلالك عايزة اوجه رسالة المسؤول النجم السحلي اهدو شوي اهدو شوي خلي لا معلش برضو احنا ايه التونس احنا حبيبنا وبركنا لهم وان شاء الله بإذن الله مع ليبيا يتعدلوا او يكسبوا ويوصلوا كاس عالم وفريق عربي في كاس العالم لكن ما يصحش من مسؤول النجم ان هم يبعثوا خطاب للفيفا او للاتحاد الافريقي تحديدا ويقولوا ان النادي الاهلي لازم ياخد باله من منطقة المختلطة في الاجهزة الفنية ما ينفعش حد يدخل الملعب مش عايزين نشوف الشكل اللي هو حصل في منتخب مصر هنحتاج احتجاج رسمي لو ناس ببيدل دخلت ونحن عايزين نقول لهم الوضع مختلف نشوفكم بس لما توصلوا ان شاء الله كاس عالم ايه اللي هيحصل اذا كان الارجنطين اللي اسمها الارجنطين اللي لعبت نهائي كاس العالم فرحة مبعضا فرحة هستيرية بالوصول لكاس العالم مثل اللي عمره اللي لا بشفتوش قصر بيفرح اول مرة شوفه بالفرحة الهستيرية كاس عالم فلو سمحت هو من تصرحات عشان بس نأكدك من خلالك برضو من خلال قناة لقالي تصرحات مسئول غير مسئول عن كلامه لا تعني ان احنا بنتكلم على تونس تونس لا يهكل احتراموا تأديروا نفسنا نشوفها في كاس العالم ونفرحوا ونزلوا الملاعب زمانتوا عايزين لكن تصرحات من مسئول غير مسئول يعني احزني حاجة ان ما يتبعيش جواب رسمي للكاف مش حلو احنا بلاد كلنا عربية واشقاء ويا اخ انت تشيلني وانا شيلك احنا برضو اكيد كان فيه في مبارات من نجم تجاوزات اللعيبة وكان فيه حاجات بتترمي من المدرجات وكان فيه كياس بس احنا حبايب احنا وتونس والمغرب والخلاص والجزائر والسعودية والامارات بقينا كل الدول العربية يعني في استثناء الدول بس انا عارف مين اللي بعمل كده في النجم كل الناس عرفاه يعني كل الناس عرفاه يعني هو بيحاول يشتتك وحاول خلينا نقعد نتكلم عليه فعنا ما تنجيب اسم عموما انا اشوف ان عايز رد بس كلم محترم عايز رد من النادي الاه يعني في الاخر انا عايز رد بكرة من اللي هو 20 شمس جواب رسمي يتقال ان احنا لا يعني النادي الاه قادر على التنظيم وان الحدث ده كان حدث استثنائي وصول كاس عالم فالناس فرحانة بشكل وإحنا كمان احنا نفسنا في الستوديو وفي كل حتة قلنا ان لا احنا ما كناش عايزين من المنظمة تفتكر ان احنا نرد ولا اساسا ولا كأننا شايفين لا نرد ولا نرد في الملعب لا لا معلش رد الملعب حاجة تاني نرد بجواب رسمي للكاف ان النادي الاهلي قادر على مدار التاريخ على التنظيم وعلى الالتزام بالمنطقة المحصصة تب هو الكاف راسل النادي الاهلي بحاجة كابتان وليد الكاف راسل النادي الاهلي بحاجة لا ما هو مش هيراسل بس انا في الاخر يعني ما علينا النادي الاهلي داخل بس على استعداد مباراة مهمة عنده الاتحاد وبعد كده الرجاء كابتان حسام هيجرب لعبة كتير جاوبنا على سؤالي تفضل الخسارة نهارده ناد الاتحاد بتاعني لا بقواه جهاز الفني ولا جهاز فني جديد لا 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 ما ظنش لان لسه بدري جدا وانت بتلعب النادي الاهلي وكابتان هاني رمزي ماشي كويس مش وحش يعني اربع مباراة هو مهم جدا انا بتكلم خسارة في جوة رقصنادي جديد عنده طوح جديد عنده شكل جديد الجمالي مستنيها الجديد فبتكلم لا 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 مش دالا هيحصل ماشي حتى لو فيه تفكير بعد كده في اي قيادة تاني مش يكون دلوقتي على حسب اداء كابتان هاني رمزي بجهازه الفني جهاز فني محترم وقوي على حسب النتائج وعلى حسب النتائج بس انا بتكلم ان اتحاد سكندري يعني زي ما كابتان اسامة اشار يعني فازع النصر وفازع القسيوتي وخسر من الاسماعيلي وخسر من المقاولي لا لسه بدري اوي وبعدين لازم برضو الحجم حمد بن صالحي او مجلس الادارة الجديد لازم يدي الفرصة كاملة للكابتان هاني رمزي مدرب كبير ومعاجهاز فني قوي وان شاء الله بإذن الله ربنا يوفقهم تمام تمام كابتان سامير تخارت عليك انا لا ما فيش مشكلة طبعا مباراة مسية وطبعا كابتان نتكلمه دي ما فيه كفاية واتكلمنا مع السيد محمد مصيح طبعا بتمناله التوفيق مباراة طوية بين الابتحاد والاهلي طول عمراء احنا شوفنا ممكن انت لعبت في الاتحاد وليت لعبت في الاتحاد وانا لعبت في الاتحاد بتشوف الاجواء هناك بس طبعا لما كانت بجماهير دلوقتي من غير جماهير طبعا ما ترجع الجميعين ان شاء الله جميل بتفرض على كل دلوقتي انها ترجع بس طبعا لو بجميل الامور كتا تختلف احنا عشنا الاجواء دي انا وليد ونادر السيد كنا في سنة من السين روحنا النادر لاتحاد سكندري لعبنا سنة من اجمل سين حياتنا الحية كروية وعشنا متع اللعبة في السكندري اه طبعا جماهير ما فيش اروع من كده وبيسندوا فرياتهم على طول لاضافة كمان كان فرقة قوية وكنا بالنفس على الدوري كنا الدور الاول نفسنا على الدوري كنا مع الزمالك والاهلي كان متأخر شوية ببتنى النافس لا الجو العام هناك من الاندية اللي انت تحب تلعب فيها وتحب تدرب فيها يعني منظومة نكحة قريبة من نادي الاهلي مبارات الاهلي والاتحاد على طول ممكن الاهلي لعب الاتحاد 112 مباراة فاس في 73 والاتحاد فاس في 15 فتملي بتلاقي اصارة وقوة وحماس وفنيات ولعبة كتير قوي من الاتحاد بتنضم بعض تقلقها من المباراة دي بالذات بتروح النادي الاهلي زي جده وتقلق مع المنتخب وكان ليه سيرة ذاتية كويسة جدا انا شايف النهاردة ان الفريتين يمتلكوا عناصر جيدة من نواحي الفنية والبدانية طبعا كابتن هاني رمزي في نادي الاتحاد لعبة 4 مباريات قسر مبارتين وكسر مبارتين لسه المشور طويل موضوع التغيير وموضوع لسه بدر عليه طبعا كابتن هاني ماشي كويس وهو الجهاز الفني النادي الاهلي النهاردة بيسعى ان هو يعني من بداية اللقاء ان هو يفوز لان هو طبعا لعبنا مباراة واحدة قدام طلع الجيش تعادلنا وتأجل لنا ثلاث مباريات فالنهاردة الفوز بالنسبة لنا مهم جدا عندنا غيابات عندنا عبدالله السعيد عندنا احمد فاتحي عندنا علي معلول كل دول طبعا اكيد ما فيش شك ان هم يقصروا عن النادي الاهلي فنيا لكن البركة في الموجودين ان شاء الله نقدر نعتمد عليهم كابتن حسام النهاردة ليه طبعا فكر جديد ان هو بيسعى من بداية الموسم ان هو يعني يحقق بطولة الدور العام رقم 40 فدي طبعا طموح واسرار من كابتن حسام الجاز الفني مع اللاعبين في بداية من النهاردة انا شايف ان هي مباراة طبقية جدا مباراة مل بتشهد اهداف ما بين الاهلي والاتحاد بالاضافة طبعا للفنيات الاتحاد يمتلك لعيبة كويسة ناد الأهلي يمتلك نجوم ولعيبة دوليين فان شاء الله نتمنى ونعمل ان احنا نشوف مباراة قوية وحماسية تمام يعني نسأل سؤال لكل كده كابتن حسام كابتن حسام كابتن حسام نشوف التشكيل اقرب ناد الأهلي قبل ما جاءنا تشكيل رسم تشكيل اقرب انا اتصور انه انه تسعين في المية من العصر الاساسية هتلعب باستثناء ممكن اراحة زاهرين الجنب اللي هم احمد فتحي هم دول قصلا بعيد يعني دول قصلا مش رماشي اه انا خلاص لانه طبعا عبدالله مصاب عبدالله واشام مصابين عبدالله وإحمد فتحي وعلي معلو اه فالطبيعي محمد هاني شريف إكرامي محمد هاني اه سعد ورامي اه زير ايصر حسين اتنين في وسط الملح فسام عشور والسولية اه 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 ووليد سليمان و ممكن صالح جمعة صالح جمعة طبعا مهم وازارو او ده 95% ممكن كابتن وليه اه مضبوط يعني بتفي مع كابتن اسامة هي ممكن تكة واحدة اللي هي مؤمن زكري يعني انا بتفي مع كابتن اسامة على حساب من دي برضو يعني فيها كذا حاجة يعني ممكن يكون اه على حساب والد سليمان انت بتقولي التشكيل اللي في دماغك كابتن حسين هو التشكيل fuerد مركك لا انا لو اللي في دماغي اه انا عايز تشكيل اللي في دماغك لا لو اللي في دماغي انا لقبوا والد سليمان وصالح جمعة ومؤمن زكريا وجونيور اجايرة صحرب ومؤمن زكريا وجونيور اجايرا صارب لما بيلعب مهم جدا أن أنت تعمله أطراف سريعة وتعمله حد يسند عليه مشكلته كان أحمد حسن كوكا يعني متمركز قوي ما بتحركش كتير وفي نفس الوقت رمضان واخد الخط وبيحتاج أنه يستلم في رجله لكن صالح في وجود مؤمن زكريا بيجري وفي وجود أجايب يجري وفي وجود وليد سليمان بيبقى أنت لبليه ميكر ده عنده حرية خصوصا لو صالح خد بالك صالح جت لقطة تقريبا في ديارة 19 لما بدأ يعني يخش جوه رتم المباراة خد الكرة ومشي بالعرض وبقى عمال يقول لها بشاف اجري اقطع هو عايز يحط الكرة لكن الناس ما بتجريش فبالتالي محتاج جدا صالح أن يكون الأطراف سريعة كان عنده خيار وحيد بس محمد صلاح بالضبط بروفو عليك في المباراة دي كان خيار وحيد فقط محمد صلاح بس محمد صلاح كان عنده مشكلة الفرقة كلها بتلعب له يعني طريق حامد عمال اللعب له واللي عمال اللعب له فواضحة قوي ان انت مفيش حتى ايه يعني مفاجأة المفاجأة كانت تبقى من ناحية تانية لكن الحمد لله احنا وصلنا احنا في النادي الاهلي بقى لما نيجي نطبق الكلام ده جونيور برضو بيحب يستيلم في رجله اكتر وليد بيحب يستيلم في رجله وليد ازاره اه متحرك لكن انا شوف اني لا بس الناس تكون في حالتها كابتن حسام طبعا هو اللي متابع مع الفرق انا اعرفش حالة مؤمن زكريا عاملة ايه لكن هو جاي من منتخب اكيد ممكن يبقى فاي اكيد هي دي التكة الوحيدة اللي انا ممكن وممكن يكون تعب لانه رأس كتير اوي بعد مؤمن انا اعمل مجود كبير رأس كتير اوي لف الاستد رأس بصراح هي دي التكة الوحيدة اللي ممكن لكن طبعا كابتن حسام معودنا الفترة اللي فاتت انه بيدي الوليد ازاره وعايز يفوقوا بلغة القورة وبيديله كتير وبيديله في كل المباراة انا اشوف سامير كمون رأيه ايه عشان برد انا عايز سألك ليه عادت وليد ازاره انا مهم جدا اعرف رأك انت يعني يعني كابتن ميدون مش هنروح بعيد يعني التشكيل متوقع وممكن يكون في تكة خفيفة كده وتغييرها خفيفة وممكن يكون شريف اقرامي في حراس المرمى محمد هاني سعد سامير رام ربيع دم مساكين نحت الشمال حسين السيد نين في وسط الملعب سليو حسام عشور نحت اليمين وليد سليمان صالح جمعة مؤمن زكريا واغاي واغاي اجاي هو الممكن يبقى يعني اذره لا اه ممكن انا يعني افضل او انت بتقول تشكيل من اللي انت عايزه ولا كابتن حسام لا انا متوقع انه ممكن كابتن حسام يلعب كده ليه كمان طب انت لو انت عايز تشكيله ما هو التشكيل ده اللي انا عايزه اللي هو يعني اريح وليد ازار واجيب اجاي فرود صريح ومؤمن زكريا مكان اجاي نحت الشمال من الناحة الوجومية والناحة التانية وليد يبقى لان هنا التلاتة دول فيه تفاهم فيه رابط ما بينهم خصوصا وليد سليمان واجاي لو لعبوا عن الاطراف اجاي بيلعب دماغه كويس وكابتن حسام يمكن استغلها كذا مباراة ونجح بيها وكابتن حسام انا شايف انه هو ممكن يلعب بالطريقة دي عشان ده تشكيل الاحتمال اللي هو يلعب به موضش النجم في افريقيا ان شاء الله تمام تمام كابتن اوسامة يعني كابتن ريد صلاح الدين وكابتن سامير كامونة قعدوا اظهر ليه تفتكر ليه انا ده وصول الفريق كلام ده حالنا جماعة مش كده تمام يعني هو الخسلات الفريق واصل حالنا كابتن اوسامة عشان بس نبقى مع السادة المشاهدين الساد السلام طب هو الاختلاف مش كبير احنا قلنا انه ممكن تحصل حاجة بسيطة في التشكيل ولكن موضوع اظهره الناس بتختلف في في حاجات معينة واكترها اضاعة طب من وجهة نظر اضاعة لا انا بتكلم اكترها اضاعة الاهداف لكن انا من وجهة نظري اظهره مهاجم بيملك حاجات اعتقد انه هيبقى مؤثر مع النادى الاهل بعد كده فهو بس يجيب جون يعني هو بيتحرك كويس قوي بيتحرك كويس جدا سريع جدا سريع جدا عنده كمية الحركة عنده كتيرة مش قليل في واحد بيبقى بيلعب راس حربة متمركز ما بتحركش كتير قوي اه بيبقى تركيزه عالي على الجون زي ما شفنا طبعا نعمات متعج اي لان انا جبته جون طب وجهت نظرك وانا اتصوق انا وجهت نظر ان اي لعب انا وجهت نظر ان اي يبدأ الليه زي ما قلت لك الحاجات دي عنده سرعة كبيرة اولا انا فعس تديلو الساكة كمبارات دوري اولا خط دار الاتحاد بطاق هم كويسين لكن بطاق يعني انا ما تجد في العمق سواء بزوكة رغم انه لعب كويس اوي سواء الشازلي سواء عطوة سواء هل هو يلعب باثنين او بتلاتة لانه احيانا بيغير اه كلهم عندهم حتة بطء شوية هو سريع اول يعني هو انا بسرعة نظر عن عن الخصمة كابتال اوساني ما هو انا بقول لك حتى بصرف النظر ممكن تكون وجهة نظر انا ما اكلم لكن هو بصفة عامة انا اتصور انه هو كتر اللعب هيخليه يعني يسبت رجله تمام هي وجهة نظري لكن انه حتى لو قعد ونزل كبديل برضو حاجك وقس مش حاجة وقعش تمام قول لي بقى بص انا من وجهة نظري فيه اوقات في الكورة ان انت لما بتقعد اللعب ده بيبقى في مصلحتك مش ضده ماش وفيه حاجتين في المدربين انا ممكن قدي احنا خلاص اتفقنا كلنا انه وليد ازارو خامة كويسة اوي ولعيب مكتهد جدا لكن محتاج خبرة انا ممكن اللعيب ياخد الخبرة من بره الملعب مش من جوه الملعب مش من البداية يعني ممكن انا كل مباراة ينزل شوه ينزل نص ساعة ينزل ربع ساعة واجيبه لكن في الفرق اللي هي ما عنداش غير راس حربة واحد انا اتطفق في الكلام ده انه هو ياخد على طول لكن انا من وجهة نظري اجايه في المكان ده بيقف على الكرة احسن استحوازه على الكرة احسن سيطرته على الكرة والاستلام تحت ضغط اعلى من وليد ازارو وفي نفس الوقت هدف اكتر وبيجيب اهداف احنا يعني اجايه في كل مباراة غالبا لازم يكون ليه بصمة فهي فيه توقيتات معينة انا لما بقعد اللعيب بالعكس انا بفوقه ووليد ازارو زي ما كابتن اوسامة قال بالزبط انا باتفق مع امكانات كويسة جدا لكن عنده القرار عايزي تزبط دايما انا عايز ارد عليك باللسان ازارو فضل اه يعني انا غلطتي ان انا بخلق لنفسي فرص كتير جدا وغلطتي ان انا باخد اماكن كتير جدا وغلطتي ان انت مشوفتش مهاجم عندك ضيع كمية الفرص اللي انا تسببت ان انا ضيعها لا يعني رد علي انا بكلامك باللسان ازارو لا هرد عليك اي راس حربة هو ده شغله تمام ترامل الكل زي اللي شفتها في ازارو فده دليل انه هو مهاجم متواجد طبعا عشان كده احنا بنقوله هو متميز بس خلينا ناخد الموضوع كله على بعضه تمام انا كمهاجم رقم واحد التقييم بتاعي الاهدف حل انت راجل مهاجم وكو التعارف حل هتتحرك هتتحرك حاج كويس حل وتشترك وتعمل مجهود هاية تمام لكن في الاخر هيرجع لك مرون محصب هيدخل لك مهالمبي هيدخل اللي هيهدف هيلعم فهي الفكرة في ايه انا بس الحمد لله ان حتى هذه اللحظة النادي الاهلي ما عندهوش خسائر الحمد لله لكن هقولك ان لا قدر الله لا قدر الله لو حصل خروج من البطولة الافريقية احد اسباب الخروج هتبقى الفرص السهلة اوي 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 للفرادات اللي من نص الملعب اللي ضاعك فانا الفكرة اقول اهلي استحمل فانا بس احنا رضمنا على اللفاك اه بس انا اقصد اقولك ان فيه وقت انا بحمل اللعيب لما بقعده فهي الفكرة بس ان انا موافق ان وليد امكانياته كويسة جدا ومشروعه 21 سنة مشروع مهاجم اه رائع لكن في الاخر فيه توقيتات انا لو مش قادر استحمل وانا بقولك النادي الاهلي ما بيستحملش النادي الاهلي في البطولة العربية الحمد لله كانت البطولة العربية ودية الكاس بيعنا فرص والحمد لله عدت احنا فضلنا بطولة افريقيا وليد ازارو راح بتلت اربع انفرادات سهلين جدا فيه منهم واحدة من مصر ملعب لو خدت الجن يمين شمال بنالتي وطارد الرجل مايلعبش عندنا اتنين اتنين الموضوع انتهى فقصد ايه النادي الاهلي ما بيستحملش كتير فخصو انما طالما فيه مكسب الامور ماشية انا بقى بقول ايه وجهة نظري احافظ على اللعب بتاعي ودي له الخبرة من بره الملعب مش من جواهل يعني لما ياخد نص ساعة بيروح وليد كمان فيه حاجة لازم اشتغل معه تخصوصي على القرارات هو عنده مشكلة في القرارات يعني الكورة اللي تتلعب لامسة واحدة كابتن موسامت يروح سندها الكورة اللي عايزة ارقص الجون يروح عاملها مرة واحدة الكورة اللي المفروض تتلعب لامستين يروح عاملها وهكذا القرارات عنده عايزة تتزبط ده من خلال تدريب تخصوصي ومن خلال برضو اني لازم انا في المباريات يعني لازم اقوله وكابتن حسام قاعد معا قاعد معا كتير يعني حتى بعد المباريات منه عرفنا ان كان فيه جالسة خاصة مع وليد ازارو علشان الفرص السهلة اللي بتضيع اصلا خلي بالك هنا روح لكابتن سامير كامونة برضو قولي رأيك عشان اقولك أنا هل الهداف موهبة بالفطرة ولا تنمى بس يعني اقول لي برضو رأيك فوليد ازارو ان انت تلعب ولا تقعد فيه الهداف دي موهبة وطبعا مجهود يعني انت الراجل الهداف ده بيحتاج مجهود احنا بتشوف كريستان راندو مهاراته أقل من ميسل لكن مجهوده واستمراته واسراره على المرمى بيهدف هداف كتيره وممكن اكتر لعيب العالم احرز اهدار فطبعا وليد ازارو يعني احنا مش نقيمه احنا بنقيمش وليد ازارو دولها تقريد العيب كويس انما احنا نتكلم عن الحالة الحالة اللي فيها وليد ازارو بعد المباريات التقيلة اللي يعيبها مع ناد الاهلي وممكن ما يكونش هو متعود برده كابتن وليد وكابتن مسامة على الجاو ده ده هدف وده هدف المباراة الودية عشان ما فيش ضغط وكلام ده انما طبعا بيديله ثقة وكلنا ثقة فيه ان هو لعيب كويس ولعيب سريع وعنده امكانيات الفيرود اللي اتأهله لكي انا برضه هقف عند نقطة انا برضه كابتن ميدو وانا بقول اللي على ويد ازارو ان هو لسه ما دخلش في مودي من ناد الاهلي بنسبة 70-80% لسه لازم نصبر على شوية جماعة الراجل ده ما يتحرقش ان هو من لعيبة الممتازة من ناد الاهلي ما يجيبش اي حد في صفوفه طبعا لعيب مميز ولعيب كان في منتخب المحليين في المغرب وقدر ان هو يحرز لناد الاهلي هدفين لكن مع السمريرية والطأقلم هيقدر ان هو طبعا يبقى يعني اضافة لفرودة الناد الاهلي اتكلمنا في نقطة ان اجياء هيبدأ ليه وليد ازارو ان هو المفروض زي ما اتكلمنا قلنا بعض الوقت لما لعيب يريح ما يكونش في فرمته او مش في حالته من مصلحته ان هو يريح بالزبط دي من نقطة مهمة جدا لازم الناس تعرف ان فيه فاصلة هنا مش عشان وليد ازارو وحش لأ اجياء برضو بيقدي نفس الدور لعيب هدف بيتحرك كويس جدا لعيب من اللعيب الافارقة زكي جدا بيعرف طريق الكرة في جوة طبعا شرفين ويقدر يروح له تحركاته داخل الصندوق خطر فانت النهاردة لو لعبت بوليد سليمان من ناحية اليمين ومؤمن او ايا كان مين مع صالح من الجاي من القلب تحركات اجياء جوة 18 او من تحت شوية اخطر من وليد ازارو ان وليد ازارو عنده ميزة ان هو سريع انما من على الاطراف تمالي بيروح من على الاطراف انما اجياء بيروح من العمق بيروح يضغط على اتنين مساكين بيلعب هيدرز كويس جدا فيها بلسنجي على المرمى ويقدر ان هو بيلعب بيها كويس فانا شايف وجهة نظر الفترة دي كابتن حسام كل واحد ليه وجهة نظر انا بقول وجهة نظر ان هو الكابتن حسام طبعا يقدر ان هو يعتمد على اجياء فروة صريح لان احنا داخلين على مرحلة طبعا دوري عام وداخلين على النجم السحيل للفترة اللي جاية هو الوحيد اللي يقدر يتعامل مع شمال افريقيا والاثنين مساكين في الضغط والتحرك والكلام ده ان هو العيب زجاجين زي ما قلتلك بالاضافة طبعا ان اني وليد ازارو الفترة اللي فات تضيع هدف كتير بعض الناس مش مستحملون ونما طبعا الكابتن حسام لو اداله النهار دا اللاسقة دي تبقى وجهة نظر ان احنا بنتكلم وجهة نظرنا والرأي الاول اخير طبعا يبقى لكابتن حسام ناكيد يعني كابتن حسام تفتكر ان كمية المواقع وكمية الاخبار وكمية البرامج والسوشيال الميديا ومش عارف ايه الكلام ده كله لو كان على ايام في لفيو مثلا كان في لفيو بطل كرة ما هو انا هارجع للسؤال اللي انت قلته لسامير وهو جاب جاب عليه بوضوح بس انا بس احب اكمل الهدف موهبة ان امرواح ثانيا ثقة يعني كتر المواقف اللي بتحط فيها داخل التمنتاشر طبعا دي بتيجي بالتدريب بتيجي باللعب الماتشار بتيجي دي بتديله ثقة وثقة في نفسه وليد ازارو صغير شوية وليد ازارو عنده 21 سنة لسه نجمه بيستع في الكرة المغربية ما اعتبرش من النجوم التقال في الكرة المغربية يدوب لعب منتخب المحليين كان ماتش كده جاب فيه مجوان ثم لعب مباراة واحدة او انضم في معسكر للمنتخب الاول يعني لسه قطواته قليل هو مشكلته هو عنده موهبة وعنده بتحرك كويس ولكن هو الثقة في نفسه مفقودة شوية فيمكن عشان كده كابتن وليد وكابتن سامير بيفضلوا انه انه الثقة دي ما نودهاش منه قوي ويلعب مثلا كجزء او يقعد ويلعب لكن زي ما قلتلك هي بتبقى ساعات وجهات نظر مختلفة فيه واحد ممكن يقول انه طالما النتائج ماشية والامور ادي له برضو يمكن ان شاء الله تفتح معها تمام تمام لكن كلنا متفقين انه هو اصلا عنده خامة كويسة عنده سرعة عنده موهبة عنده تحركات كويسة لكن الثقة في نفسه ممكن تيجي مع الوقت بالنسبة لطبعا السوشيال ميديا دلوقتي موضوع يتفتح قوي غير ايام في الامر موقع وبرامج وخمسين الف واحد بتكلم طبعا وانا قلتلك دي برضو جاية من خبرات انا لو انا في لعبة بمعنى الكلمة ايه ان نقولها بالبلد كده بلطة شوية مايفرقش معها قوي الضغوط شخصية اه عنده شخصية مايفرقش معها قوي الضغوط الجماهيري مثلا لو الناس في الملعب مايفرقش معها كتير لو الناس بتتكلم في التلفزيون او في سوشيال ميدي عنده سقة لكن في واحد تاني يتأثر بالحاجات دي اوي في واحد تاني يبقى سقة بالنفس ويفخضها لو لقى جمهور كتير بيزوم عليه شوية او في كرة ضيحة سمعها مهمات او لقى في السوشيال ميديا بيفتح السوشيال ميديا كتير الفيسبوك والحاجات وكده والتويتر وحاجات دي يلاقي كلام عنه يتهز سقة بالنفس وفي واحد ما بتفرقش معه كتير فواليد ممكن يكون صغير ممكن تكون حاجات دي بتأثر فيه لكن انا ما زلت بقول انه هو مهاجم واعد وان شاء الله الايام هتجيبه يعني يا رب لكن انت كابتو حسامة هيبقى عنده مشكلة بعد كده في وجود باكا مهالمبي بالشكل اللي احنا شفنا ده هو لا انا بتكلم على الاجانب مهالمبي مش او اصد باتكلم في العدد انت النهاردة مهالمبي في المكان الناحية اليمين ناحية وليد سليمان ادى المباراة الودية بشكل رهيب يعني واضح انه هو سريع جدا ابروح عجون طب انا لو لعبت بمهالمبي ولعبت بعلي معلول ولعبت بقى جايه طب وكده ثلاثة فين وليد ازاب وما قدرش على العب الاربعة فهي الفكرة لازم من دلوقتي كابتن حسام برضو يوضى بالملعب بلغة الكورة يعني انا كده كده عندي محترف هيوع فلو انا شايف ان باكة ده بالمستوى اللي هو يعني فيه ده وجاي من منتخبه من جنوب افريقيا وبالمنظر اللي هو فيه ده واجايه ما يعطش يلعب طرف يلعب انا قلت حاجة مهمة جدا يعني طب انا ليه ليه اجيب اربع محترفين ولا اعب تلك يعني انا ليه اجيب اربع محترفين ايوه طب انا اصلحنا قرار لا لا بس هو القرارة عموما مش ايه قرانية يعني التحد الكورة ممكن 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 تتعدد لسانا ليه اجيب اربع محترفين ولاعبنهم تلاتة ما هو يا اما كنت اجيب اربع ويلعبو يا اما تلاتة لكن ايه انا اجيب واحد واتسعله بيئات او الافات الدولارات وملايين الدولارات باكمال عدش فترة اللي فاتت الفارغة كانتتعور كتير فقالك نجيب اربعة وخلي تلاتة والواحد داي بسير وقالك على حاجة بصراحة هو يضر بالكورة المصرية يعني انت لو معلش انت لو جايب اربعة في الجانب الامام تؤثر يا كابتن وليد انت بابا شفين الراس حربة بتاع منتخب مصر انا قادر العب براس حربة والتلاتة اللي تحتيه اللي اربعة افارقة وكل الاندية تلعب كده تفين باعا راس حربة منتخب مصر في مشكلة انا مواتفئ معك لو انا بجيب الفرز الاول لو انا بجيب اللاعب الافريقي اللي بيروح لك الفرز الاول بروح اربا دي مصيبة خلي بقى بتتكلم فر مصيبة وده بجيب فرز اتنج بلعب معلش تخيل عندي وجهة نظر عندي وجهة نظر هو انا اصبر على وليد اظهاره وديله كل المتشاط دي 15-15 مباراة يجيب جون ولجونين والله اصبر على احمد ياسر ريان ما الاتنين عندهم 20 سن او واحده 20 سن انا ماشي موذاكرار يعني انا قصد ايه انا يا حيب قلبي ده موذاكرار المدير الفني بقى لا مش فاهمني انا بتكلم على انا بتكلم على نظام كورة في مصر يعني انا قصد ايه انت دلوقتي قلت عايز اربعة فكل الاندية هتجري تجيب اربعة محترفين ما انت فتحت اربعة طيب انا كاندية بقى هو انا اجيب لعيب صغير عنده 20 سنة ولا 21 سنة واصبر عليه وديله ماتشاط وديله لا 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 طبع لا مالصح طبعا مالصح ان انا اجيب لعيب اصبر عليه انا اجيب لعيب محترف العيبه عشان يكسبني لكن انا اجيب لعيب اصبر عليه لا اطبع لا انا باتفق معا بعين فيه نقطة تانية كمان في موضوع الاربعة لا لا تتكلم في مصيب ان انا اجيب لعيب تقول المصنف تاني وتالت ويجي لعب علي اساسيا الفارز الاول بيروح اووروبا بكام ب3 مليون يوروب طيب انا احنا فارز انا لدينا فارز خمس لعبتنا انت بتدور بقى في الكاتيجري احنا لما جيبنا ايفونا انا فاكر كان فيه حوارات ازاي لعيب 2 مليون دولار والدنيا اتقلبت والزامالك دخل جب 8 مليون وكمان لو جب انا فيه نقطة بس انا مع وليد متفق معاه فيها كتر عدد الاجانب بالنسبة لنا احنا كوضعنا احنا كورة مصرية لا انا مش معاه انا كان بالنسبة لي 3 افرق كفاية جدا وخاصة ان انت زودت اتنين سوريين كمان يعني طبعا دي حاجة جميلة في الاحداث بتحصل في سوريا ووطن عربي كلنا نازم نتكاتف وكده دي ما فيهش مشكلة طب ليش هايفها لكن تزودت كمان واحد كتر عوجة نظره ليش هايفها بقى زاهرة سلبية ممكن جدا في اوروبا الامور تبقى مختلفة شوية في التزام اكتر في تنظيم اكتر فممكن اللعب نفسه حتى لو ما لعبش طريقة التزامه وطريقة تدريبه وفكره وشخصيته تبقى برضو خليه على طول جاهز وتتكلم في المحترف بتكلم في المحترف اللي بره انت بتقول عدد كتير اوه اللي بره المحترف بره عصب الشرط كل حاجة تمشي في اوروبا تمشي هنا لا 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 انا في مصري لو زودنا عدد المحترفين انا بقوله هتأثر بالسلب شوية على الكورة المصرية هتلاقي هتلاقي لعبة كتير بعدت هتلاقي لعبة كتير كسلت هتلاقي لعبة كتير بطل احنا برضو الشخصية اللعب المصري غير اللعب الاوروبي شوية ما اللي كسل انا عايز اعمل حالة حالة تلقصية عايز اخلي اللعب المدلات اتفق معاك لو انت جاي فارزة اول اركز بس في الكلمة انا فالله العظيم انا فارزة المرمى بالراح حراس المرمى واحنا ليه بقى عندنا الشناو وعندنا شريف طبعا الحضر موضوع تاني لكن عندنا جنش وعندنا عواد لان انت قفلت قلت مفيش حارس مرمى اجنابي عارف بقى انت لو فاتح حراس المرمى كل الفرق هتستخدم حراس مرمى وفارزة تالت ورابع هذي المشكلة بالنسبة لي انا هقول انت تجيب بالانتوان اه بالانتوان انا عايز تجيب طب رد علي رد علي عشان نفهمها للسيدة المشاهدين عشان انا ضايع مني شوية انا بجيب فارزة تاني ومصيبا هو بلعب عندي يعني بلعب عندي اساسي لا نعيز اللاعب ّا مش دافع في فلوس طيب لا يبقى انا ال ما انا دافع في فلوس يبقى انا بفهمش يا انا دافع مليون لا يا ايتك موليل يبقى انا اللي باجيبها مو بفهمش يعني لما اجيب لعاب فارزة تاني يلعب على اللعيب عندي نفروض ان هو احسن يبقى انا بفهمش يبقى انا ما بفهمش وكهonn أنا أجيب لأيه لعيب فرزي تاني غير لما يكونوا أحسن من اللي عندي. إحنا بنجري وراء. يعني بص هم قالوا إيه نفتح. أنت أصدق المحترف وخلاص. إحنا بنقول إيه نفتح للعيبة السورية. كل قندية الدور جريت جافت للعيبة السورية. نفتح لحراس المرمى. كله هي يجري. لكن أنا بتكلم فيه. لو أنت بتجيب فرز أول. لو أنت بتجيب واحد منتخب بلاده أنا ماشي. يعني تعظيم سلام. لكن إنت مثلا لو قلت من بكرة اتحاد الكورة خد قرار يفتح لحراس المرمى إلى جانب إنهم يجوا. زي مثلا السعودية فتح. طيب ما أنا ممكن هتلاقي كل الفرق بقى. كل الفرق اللي اتحاد السكندري والإسماعيلي والمصر. هتبصوا تلاقي جايبين حراس مرمى. ده هيحصل إيه حضرتك. أنك هتدور على حرس مرمى المنتخب بمصر مش هتلاقي. طيب أنا موافق ولا مش موافق. موافق لو أنت هتجيب فرز أول. لكن أنت هتجيبش فرز أول. تعلم عليش نحط بقى الأفرقى كلهم اللي موجودين في مصر. ها؟ ويشوف بقى كم. يعني أنت بكلم فاربعة أربعة في تمنتاشر. مثلا. يعني نقول مثلا عندك سبعين لعيب محترف. شوف السبعين ثمانين لعيب محترف دول. هتلي بقى مين منهم فرز أول. كم واحد من السبعين. لو طلعوا سبعة يبقى دين عشرة في المئة. طيب مين اللي كسب المصر للمقص؟ عدلوا؟ المصر كسب في الثانية الأخيرة بهدف لأحمد عيد عبد الملك. نروح لمحمد سعيد من ملعب المباراة عشان نشوف الجديد. محمد سعيد أهلا بك. أهلا بك وأهلا بكل مشاهدي القناة العالي في كل مكان. هنا من أستاذ السلام وعودة من جديد إلى البطولة المحلية. مباراة الأهل والاتحاد السكندري في الجولة الخامسة من الدور العام. وعودة من جديد للنادي الأهل للبحث عن النجمة الرابعة. بعد فترة طويلة خلال الفترة الأخيرة. كان بيسير في طريقه نحو اللقب التاسع على القرية. الكابتل حسام البدري المدير الفن لفريق النادي الأهل اختار تشكيلته الرسمية ليلعب بها مباراة الاتحاد السكندري. وبالتالي يبدأ الأهل في حراسة المرمى بشريف إكرامي. خط الظهر من الليميل الشمال محمد دهاني سعد سمير رامي ربيعة وحسين السيد. اتنين نواسط ارتكاز حسام عشور وعمر السلية وأمامه صالح جمع أحمد حمودي جونيور أجايه وفي الهجوم وليد أزارو. على دكة البودلاء أحمد عادل عبد المنعم، محمد نجيب، كريم ندفد، أكرم توفيق، مؤمن زكريا، عماد متعب، ووليد سليمان. خرج من قائمة مباراة اليوم كابتل حسان كان اختار 21 لعب لمباراة الاتحاد السكندري بعد اختيار الأساسي. ودكة البودلاء خرج من القائمة محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد ياسر ريان. المباراة طبعاً إذا ما احنا عارفين بعد قرار لجنة الحكام بالتحاد دقرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح سيكون خمس حكام هو طاقم التحكيم خلال مباراة الدوري في الفترة الحالية. فبالتالي مباراة اليوم سيدرها الحكم الدولي كابتن محمود البنة لكن على جانبي حراسة المرمى سيكون الحكم الدولي طبعاً إبراهيم نور الدين والكابتن محمد عادل. المباراة اليوم راقبها محمد السكران وهو مراقب مباراة اليوم وبالمناسبة هو الشقيق الأكبر للحكم الدولي المساعد المعتزل الكابتن دياء السكران. بالنسبة لتشكيل فريق الاتحاد السكندري واللي اختاروا الكابتن هاني رمزي المدير الفني. الهاني سليمان في حراسة المرمى رقم واحد خط الظهر محمد الشازلي رقم خمسة محمد عطوى رقم ستة هشام شحاطة رقم ثلاثة ورمزي خالد رقم أربعة. في وسط الملعب محمود شعبان سبع وعشرين وعشور الأدهم اتنين وعشرين. أمامهم خالد الغندور ومحمد علي منصر وهو أحد اللاعبين المعاريم من نادي الترجي التنسي لمدة تموسيم. وفي الأمام أحمد الألفي وكواكو منسو. على دكة البودلاء عمري خليل رقم ستاشر محمد بازوكا رقم عشرين محمد عادل رقم تمانية محمود كابونجا رقم سبعة فوز الحناوي وأحد اللاعبين المعاريم من النادي الأهل وبيؤدي خلال الفترة الأخيرة بشكل جيد جدا يجلس اليوم على دكة بودلاء فوز الحناوي رقم اتنين وتلاتين وأيضا محمد داناجي جده رقم خمستاشر وحسان بولو رقم تلاتاشر. وبالتالي دكة البودلاء بتتميز بوجود عناصر قوية جدا أمسال محمد ناجي جده وحسان بولو يمكن من عناصر خبرة في الدوري الممتاز. الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة تحديدا الكابتال حسام البدري كان بيرى أن علي معلول في أشد الحاجة للراحة. خوفا عليم الإيجاد خاصة بعد أداء مباراة غينيا في مدينة كوناكري طبعا بالنسبة للمنتخب التونسي في تصفيات كاس العالمة ووصل في رحلة تيران شقة من غينيا إلى تونس ومن تونس إلى مصر. وبالتالي كان في أشد الحاجة إلى الراحة خاصة أنه يشعر بإجهد في عضلات الفغز. ففضل الجهاز الفني رحته في هذه المباراة والاعتماد عليه خلال الفترة القادمة. خاصة أن هناك تفكير بشكل كبير جدا في المباراة القادمة قبل أو تحديدا المباراة الرجاء قبل خد مباراة النجم الساحلي التونسي بعد عشرة أيام من الآن. أحمد فتحي بيغيب بالطبع. الجهاز الفني أيضا فضل رحته نتيجة مشاركته خلال فترة أخيرة مع المنتخب الوطن. وفضل الجهاز الفني الاعتماد على محمد هاني لأنه بالطبع سيكون أحد العناصر الداعمة لتشكيل فريق النادي الأهلي في مباراة النجم. وفضل الغياب أحمد فتحي عن لقاء النجم بسبب الإيقاف والحصول على إنذار الألساني. في شكل عام الأمور داخل الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي بتسير بشكل جيد. هناك دوافع جديدة خلقها الجهاز الفني مع اللاعبين. نعلم جميعا أن هناك عدد كبير من اللاعبي النادي الأهلي كان متواجد في معسكر المنتخب الوطن. وبالتالي نشوة الفوز والفرحة والتأهل لكأس العالم. كلها أمور قد طبعا رغم خبرات لعبي النادي الأهل لكن كلها أمور حتى إحنا كإعلامين حتى هذه اللحظة بنتكلم عن الانتصار والوصول لكأس العالم. فتلك النشوة نشوة الانتصار والفوز بالطبع قد تؤثر بشكل ما على أداء الفريق. فبالتالي الجهاز الفني تعامل مع هذه المسألة بشكل جيد جدا خلال محاضراته الأخيرة. وضرورة أن الفريق يصير بشكل جيد أو يركز بشكل كبير في المباريات المحلية. أمامنا ست نقاط مباراة الاتحاد ومباراة الرجاء قبل لقاء النجم. الأهل لم يلعب حتى الآن في الدور العمس ومباراة طلاق الجيش. وكانت البداية للأسف نتيجة الأخطاء التحكمية خسر الأهل نقطتين مهمين. وحصل على نقطة نتيجة التعادل. وبالتالي تأخر الأهل في جدوى نتيجة المباراة الموجلة. قد تجعل هناك ضغوط مع انتظار كمان المباراة الأفريقية. وإن شاء الله الأهل يسير في البطرة الأفريقية بشكل جيد جدا. الأجواء هنا في استادة السلام. الجو بارد بدأنا فيه خلاص بقى فصول أو فصل الشتاء. الأجواء باردة. الملابس الشتوية. الكل يبدأ يستعد للمرحلة القادمة لكن جو قروي. أرضية ملعب السلام يمكن نجيلة تقيلة شوية. لكن بشكل عام بالتأكيد الأهل دايما في مباراةه بيعتمد على رش المياه على أرضية الملعب. من أجل سلاسة الحرقة واللعب السريع. وإن الحرقة أو كرة تسير بشكل سريع داخل ملعب المباراة. بشكل عامل هناك اتمئنان لدى الجهاز الفن على حالة اللاعبين. إن شاء الله الأهل يحزد السلاسة نقاط مباراة هامة جدا. مباراة قوية لأن الاتحاد السكندري خلال المرحلة الأخيرة. وده اللي أكد عليه كابتن حسين في محاضراته مع اللاعبين فريق بيلعب كرة هجومية. أحرص تسع أهداف لكن مونيا مرمى تسع أهداف. وبالتالي هناك احتمال أو توقع أنها ستكون مباراة مفتوحة. خاصة أن دكة الاتحاد فيها من على الناصر الهجومية اللي قد يعتمد عليها حسب بأسية ومقريات المباراة. إليك الكلمة كابتن ميدو. إذا كان لديك أي استفسار آخر هنا من ملعب السلام. وهذه المباراة الهمة جدا الأهل والاتحاد السكندري في الجولة الخامسة في التوري العالم. أكيد محمد شكرا لك مرسلنا النشوط جدا. محمد سعيد شكرا لك جدا. أكيد مباراة مهمة جدا. نحن لسه بنتكلم في الستوديو مباراة مهمة خاصة تلعب مع فريق. يعني عنده دوافع النهاردة كمان رئيس نادي جديد أكيد بحفزهم أكيد عمل لهم مكفاءة خاصة. أنا عارف الحج محمد مصالحي وأكيد ديوفي الكرامة عارفين الحج محمد مصالحي بيعرف حفز لعبة كويس قوي في المباراة الكبيرة. طيب أقول لكم تشكيل النادي الأهلي قبل ما نطلع فاصل شريف إكرامي قدامه محمد هاني قدامه سعد سمير ورامي ربيعة وعلى شمالهم حسين السيد. اتنين ارتكاز أو ديفندرات عمرو السلية وحسام عشور قدامهم ثلاثة حمودي وصالح جمعة وجونيور أجهي ووليد أزارو. كل توفية نادي الأهلي النهاردة إن شاء الله بالتشكيلة اللي اخترى كابتن حسام هنطلع فاصل ونرجع نناقش مع ضيوف الكرام. هذا التشكيل لخوض مباراة الاتحاد السكنداري فاصل السنة. قعد وليد. تحية لي كابتن ميدو وكل مشاهدي قناة الأهلي. هنا من ملعب السلام ومعي في هذه اللحظات أحمد شرويدا مهاجم فريق الاتحاد السكنداري. وفي هذه المباراة وخارج القائمة التي اخترها الكابتن هاني رمزي. شرويدا برحب بك في البداية على شاشة قناة الأهلي وكيف ترى هذه المباراة ومباراة الاتحاد والأهلي. خاصة الاتحاد خلال الفترة الأخيرة أحرز أهداف عديدة لكن مباراة هجومية دايما خلال الفترة الأخيرة. كيف ترىها ولماذا خرقت من التشكيل أو قائمة مباراة اليوم؟ والله أنا برحب بكناة الأهلي وبرحب بالضيوف وبرحب بحضرتك. أنا والله الزباب في الاني عادي كابتن هاني شايف. اللي أنا مش موجود لماتش دوا. إنه نشاط الفترة كان كنت موجود. بس الحمد لله يعني نصيبه كده. وإن شاء الله بإذن الله أتمنى فريتي المكسب. وأنا جاي معهم النهاردة أساندهم وكده. وإن شاء الله بإذن الله يعني جاي نشوف مباراة قويسة. وإن شاء الله إذن الله أده بشكل كويس النهاردة. دائما الكابتن هاني في محاضراته مع اللعابي الاتحاد. إيه الأمور أو إن قتل بيحب يركز عليها أو بيتكلم عليها مع الفريق. خاصة أن الفريق الاتحاد هذا الموسم بنشوف شكل مختلف تماما عن المواصم السابقة. والله والله زي ما أنت عارف حنا مقشد كلها أنت عارفنا نحن نساعدنا من التقدم ويجي نرجع وراء تخش فينا أجوان. بس هو بقعد معنا وتكلم معنا هجمه وهجمه من أول الشوت وكده. هو الماتش واللي فيه النصيب للربوني أقدمه يعني الخير. الاتحاد لعب عربة مباريات شاركت أنت في مباراتين من الأربعو. أهلا أحرصت أهداف ولماذا خرقت من تشكيلة المبارات؟ والله زي ما أنا قلت لك هو سبب فهنا عادي أنا لعبت ماتشين كان معالينه الإسماعيلي. بس سوى كنت أنا شاف الماتش ده أنا مش موجود فيه وإن شاء الله الماتشات الجاية يكون متواكد يعني إن شاء الله. موجود عناصر جدا في الاتحاد السناني هل أطفى مزيدا من القوة على الفريق فوز الحناوي لعب قيمة محمد علي منصر؟ كيف ترى هذه المسألة في تشكيلة فريق الاتحاد السناني؟ لا والله هو كابتن هنا أعمل مش مش واحد بس وأجاب عناصر كويسة جدا زي كابتن حسان باولو زي الحناوي زي منصر زي الماتشو نحن كابتن نور السنان موجود من السنان الفاتت يعني فيها ناصر كتير موجودة وإن شاء الله بإذن الله السناني هيتشوف في شكل تاني يعني بإذن الله أحسن من التوفيق شرويدا نخلي كابتن شكرا إذن ده كان لقنا مع أحمد شرويدا مهاجم فريق الاتحاد واللي خرج النهاردة من قائمة مباراة الاتحاد والأهلي لكن كل التوفيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي أداء مباراة قوية وحظ سلس نقاط والاستمرار بشكل جيد في مسابقة الدور العام أقل بحضرتكم من جديد وشكرا لمحمد سعيد وكان معاه شرويدا مهاجم من نادي الكحات السكنداري المستبعد من اللقاء اليوم ووجهت نظر فنال الكابتن هاني رمزي أقول لكم تشكيل النادي الأهلي تاني يعني شريف إكرامي قدامه ناحية اليمين محمد هاني وسعد سمير ورامي ربيع عتنين مساكين وحسين السيد زهير أيصر في خط الوسط اتنين ديفندرات أو ارتكازين حسام عشور وعمر السلية قدامهم صالح جمعة وعلى يمينه جونيور أجيي وعلى شماله أحمد حمودي أو العكس وقدامهم وليد أزارو يعني على شماله جونيور أجيي وعلى يمينه أحمد حمودي وقدامهم وليد أزارو رأس حربة صريح كابتن سمير لا طبعا احنا ما رحناش بعيد يعني هكلمنا كلنا على التشكيل هو ممكن يكون كابتن هسام فضل النهاردة ليه تشكيلة قدام حضرات كوية يعني في الإحماء تفضل لكابتن سمير يعني طبعا كابتن هسام هو الوحيد القادرة بكل لاعب في النادي الأهلي بظروفه بحالته فنيا وبدنيا هو مهما احنا نقول بنعرض وبيت نظرنا بنقول التشكيل المتوقع إنما هو كابتن هسام ليه الرأي طبعا الأهم واللي هو في الصالح العام للنادي الأهلي وتشكيلة النادي الأهلي شوفنا يمكن اتكلمنا كلنا على ويد أظهر إن هو ممكن يقعد النهاردة فضل إن هو يديله الثقة دي حقا كويسة طبعا إن المداري بيدي الثقة للعيب مرة واثنين وثلاثة عشان يرجعه لفرمته والأمور طبعا والنواحي الزهنية طبعا ترجع له شوفنا طبعا حمودي دخل مكان وليد سليمان ناحية اليمين هو أجايق ناحية الشمال مع صالح جمعة في القلب طبعا كالعادة نتمنى له التوفيق النهاردة ويبقى متقلق ويقدر إن هو يعمل أساسات كتير لأجايق النهاردة من ناحية الشمال أو يشغل ويد أظهر إن هو محتاج فعلا حد يلعبه وحد يديله يعني إجوان يكسب بها الثقة تبقى سهل ما تبقى الصعب عليه إن هو يصعيد الثقة من جديد هو لعب كويس ولعب مميز نتمنى له التوفيق النهاردة التشكيلة واضحا إن كابتن حسام برضو عايز يلعب زي ما بيلعب طرفين ناحية اليمين حمودي وأجايق إن هو كل اللعب وكل الطرق للكابتن حسام على الإطراف ويعتمد على وليد أزهر وداخل الثمنتاشر بالإضافة طبعا بنشوف معظم الوقت إن أجايق بيبقى فروة تاني في حالة الكرة لما يكون حد المين مع حمدي أنا شايف إن فيه تناصف تشكيل وفيه توازن طبعا خط الظهر في شيخ تلاف عليه مع شوف إكرامي اتنين ديفندورات طبعا السولية وحصام عشور هيبقى فيه سنايات النهاردة هيبقى فيه سنايات من عشور وعشور والسولية طبعا خالد رمزي لعيب كويس ولعيب متحرك فالكابتن هاني رمزي النهاردة أنا شايف إن هو مش هيقدر يضغط ضغط عالي زي ما عمل قبل كده مباراة الإسماعيلي أول خمسة وثلاثين دقيقة كان متخدم مع نادي إسماعيلي اتنين سفر لكن الضغط العالي مش محتاجة تسعين دقيقة بيبقى فترة معينة ويقدر إن هو يرجع يلعب زون ديفنس أو يلعب نص ملعب النهاردة مش يقدر يعمل كده مع نادي الأهلي نادي الأهلي عنده لعيبة دولية وعنده لعيبة تقيلة بتعرف تضغط ودي ميزة في نص ملعب نادي الأهلي فهيبقى في حظر شوية أول خمسة واربعين دقيقة أنا شايف المباراة إن شاء الله هتكون قوية التشكيل هنا قوي التشكيل هنا قوي شوف أمور فنية كتير قوي كابتن هان الرمز النهاردة ممكن يلعب أربعة واحد أربعة واحد خلينا ناخد حاجة حاجة نروح كده لكابتن أسامة يقول لنا برضو رائف تشكيل أهلي كابتن سينارجع نشوف نادي الاتحاد السكندري برضو مع كابتن وليد وحضرك تقول بعد كده ممكن لكابتن هان رمز يعمل إيه يعني تشكيل نادي الأهلي كابتن أسامة زي ما حدرك شايفها محتاج النادي الأهلي قوي يا كابتن أسامة في التلاتة اللي تحت الفرو دي بقى فيهم لعيب مهاري قوي أو أعتقد الفرق الكبير لازم بقى فيها لعيب مهاري قوي مكانش اللي اتنين بقوا مهاريين مهارة بسرعة كمان مفيش شك في كده أنت عارف عندك عبدالله السعيد كان لعيب اللي هو بيعمل قيادة لفرقة النادي الأهلي في التمرير في الاختراق تكملة مع المهاجم الثاني بيعمل حسن تدوير الكورة استحواز فالنهاردة صالح جمعة هو مفروض مكانه صالح جمعة هو اللي بيتحط تحت أزاره عشان يبتدي يسيطر على اللعب يعرف يعمل سروب هاس يعرف يعمل تزديدة يعرف يكمل تحت أزاره فهو صالح جمعة مفروض هو المحرك الأساسي مع عمر السلية وحسام عشور لأنه دورهم مش بس الاستحواز مع صالح كمان التكملة من عمر السلية لأنه أنا أتصور بس طبعاً لما نيجي نتكلم مع الاتحاد أنت قلت كابتن وديد أتكلم بعين نعقب لازم عمر السلية كمان يعمل الزيادة شوية مع صالح جمعة مع حمودي مع أجاير لأنه حسام عشور بطبيعة لعبه هو اللي بياخد المكان اللي خلف الخماسي دوت هو الديفندر المسلم هاجمه دي كله وقدام الأربعة المدافعين وحسام بيعرف من أكتر مميزاته أنه بيعرف يروح تحت الكورة يعني من اللعيبة اللي بتساهل زميلها حسام عشور ممكن ما يعملش حاجة فيها تمريرة مؤسرة قوي أو تزديد على المرمى ولكنه بيتمركز كويس جدا وراء الخمس المهاجمين وراء الأربعة المدافعين فبيبقى تحت الكورة تملي بيعرف يساهل على الناس اللاعب فهم التلاتة دولة اللي هم في العمق الجوة هم المفروض يسيطروا على اللاعب وحسام وعمل السلية وصالح جمعة فهي التشكيلة مناسبة هو بس كان يعني احنا ما اختلفناش كتير كانت فيه رؤية انه وليد سليمان هو لا يبدأ مكان حمودي أو جاي يلعب قدام ومؤمن يبقى تحته الاختلاف مش كبير قوي هو التشكيل احنا قلنا 90% كابتل حسام أو 80% هيلعب بالتشكيل السابت بتاعه وحصل ثلاث تغييرات محمد هاني مكان احمد فتحي حسين السيد مكان معلول واحمد حمودي كان مكان وليد سليمان أو مؤمن زكري فالتشكيل مناسب واللعبها دي تقدر انها تعمل نتيجة كويسة تفكير الكابتل حسان فحمودي والله بص هو جاء اصلي بص مشكلة النادي الاهلي ما هقولك النادي الاهلي عنده بتاع احنا كنا بنعدهم قبل الاستوري 10 أو 11 لاعب وطبعا ما في الشك انا بكلم ان النادي الاهلي عنده حوالي 10 أو 11 لاعب في الاطراف يعني يا حمودي بؤمن وليد احمد الشيخ اسلام محارب حتى ما ليتش اللي جاءه كده واسلام محارب حمودي من مميزاته انه بيعرف يكمل عجون بيعرف يروح عجون يعني من الناس اللي بتعرف تقطع خلف الرأس الحربة ودي على فكرة من الحاجات النادي الاهلي متعود عليها تمالي بتلاقي اللعب الاطراف بيقطعوا في دار الباك والسردباك او دار السردباكين عشان ياخدوا التمريرات ده بالنسبة لأحمد حمودي بيعرف يشوت على الجون كويس عنده مهارف عنده مهارف واحد ضد واحد بيعرف يعدي عشان يصلح يعني يحط الحد جاي من تحت او هو يلعب على المرمى فعنده بيعرف يعمل تهديف يعني من حاجات الانتنبك واحد اساسا كان بيرقص النجيلة كان بيخب الكورة من مدفين طبعا فهو بيعرف يجيب جون أحمد حمودي فأحمد حمودي فأحمد حمودي بيعرف يجيب جون ثانيا بيعرف يعمل تمرير كويس لزميله وطبعا تقولت على وليد وليد بقى كان قصة وحكاية او الله اخد رأيك فأحمد حمودي تحديدا مفتشين الاتحاد بس بعد ما اروح اسمع طريق السعيد عشان نتكلم نشوف طريق السعيد المدرب العام نتلى التحاد السكندرية يقول ايه ونرجع لحضراتكو على طول شكرا لك كتنميد وعودة من جديد هنا الاستاذ السلام ومباراة الاهل والاتحاد السكندرية هي مباراة جمهرية في المقام الاول لكن بتقام بدون جمهور داخل ملعب السلام معي في هذه اللحظات الكابتن طريق السعيد المدرب العام لفريق الاتحاد السكندرية كابتن طريق مباراة جمهرية لكن للأسف بدون جمهور فعيشت هذه المباراة وكانت مباراة جمهرية كبيرة جدا كيف ترى هذه المباراة لما كنت بتلعب في صفوف النادي الاهلي والان وانت كمدرب عام في الاتحاد السكندري يعني بداية طبعا تحدي الكابتن ميدو والنجوم الكباري اللي موجودين مع الكابتن في الستوديو اولا كبارات القدم لازم يكون في جمهور لانما بيكون جمهور بتحس بطعم تاني بتحس بأسارة تانية خالص وابدلي المباراة كس العالم او المباراة الاخيرة لنا مع منتخب مصر لو لا الجمهور ولولا نحن نرجع تاني للمباراة ما اعتقدش ان احنا هيبقى لها تأثير سلبي فاعتقد الجماهير لها عامل اساسي جبير جدا ان شاء الله بإذن الله قربت وقربوا ان شاء الله بإذن الله يرجعوا ان شاء الله بإذن الله رأس لك على تشكيل الاتحاد يمكن شايفين تشكيل مختلف شواء على المباراة اللي فاتت او الاتحاد بيعتمد ازاي في هذه المباراة ظل ان الاتحاد السندي جايب اهداف كسيرة تسعة لكن برضو في مشكلة في خط الدفاع يعني اولا احنا عندنا بعد الاصابات عندنا تلات اصابات نور السيد في نص الملعب محمد اسامة بيلعب في الخط اللي تحت الفيرود وكاماتشو اللاعب البكرايت فعندنا تلات غيابات من اللاعبة الاساسية مش موجودين النهاردة فلابد كان يبقى فيه تغيير اه فيه تغيير في بعض الاماكن خصوصا في الحتة الدفاعية النهاردة شعبان بيلعب لأول مرة لكن هو لعب عنده خبرات لعب قبل كده المسلم اللي فات حوالي 26 مباراة لكن بشكل عام اللاعبة اللي موجودة في الوقت الحالي بيعتمدوا على أولا تنظيم بشكل كويس جدا كابتن هاني أكد على قرب الخطوط من بعض لو انت تلعبت مع النادي الاهلي وفتحت خطوطك هتبقى الأمور صعبة جدا أتمنى ان شاء الله بإذن الله اللاعبة تنفذ اللهم مع كابتن هاني قالوا النهاردة مجمع الاهداف اللي فريل الاتحاد في الاربع مباراة مش هتكون بقياس لمباراة النهاردة في عداء هذا الفريق ما نتحكش على بعض انت بتلعب النادي الاهلي يعني لكن النهاردة لما انت تلعب النادي الاهلي وتلعب لعيبة كبيرة ولعيبة دولية زي لعيبة النادي الاهلي اه في حذر لكن لو جاتلك فرصة ان انت تهدف اكيد طبعا مش هتخاف لكن اهم شيء في تنظيم لكن اول عشر دقائق كابتن مأكد على الضغط من قدام بعد كده هيبقى في تنظيم متقابل من تلت الوسطاني على اساس ان انت كل ما تبقى خطوطك قريبة هتبقى الأمور صعبة على لعيبة النادي الاهلي وقفل المساحات مهمة جدا بالنسبة لنا من نهارته محمد علي منصر هو احد العناصر اللي كانت بارزة في الدوري تونس وكان لجمي في الترجي الان هو معارض لدي الاتحاد والعب في خط الوسط ماذا استفدت الاتحاد السكندري بهذا اللعب ومواصفاته هل يؤدي في شكل جيد يعني اصبح في الدوري المصري المباريات بالنسبة له شيء طبيعي وللسه محتاج انسجام في الفترة القادمة اعتقد منصر من اول مباراة لعب معنا بيها مباراة النصر عامل مؤسر جدا يمكن عمل اسيست الهدف الاول اللي حسان بولو خالد الغندورو عملها له هو جول حسان بولو وعمل الهدف التاني ايضا لا لعيب مؤسر جدا لعيب عنده خبرات دولية لعيب يمتلك لعيب كورة بمعنى صح يعني عنده هدوء في الكورة بيعرف يعمل شوتينج عجون كويس بصير كويس هوي لا انسجام الحمد لله موجود بشكل كويس جدا لكن اهمة عمل التوفيق النهارده يكون موجود معنا ان شاء الله بإذن الله انا بشكرك ودايما انت سابين على الدكة عناصر مهمة فوز الحناوي جده وحسان بولو اكيد من عناصر ممكن تعتمدوا عليها خلال هذه المباراة يعني اكيد احنا زيما بتقول نقسمين المباراة يعني يعني عايزين لاجزاء اول جزء ان احنا نعد الشوت الاول عد الشوت الاول لو احنا يبقى في نزع وجومية شوية ممكن نلعب بفروتاني لو لا قدر لا دخل فينا جن هتلعب بفروتاني عشان على اساس تكسف الهجوم عندنا فوز الحناوي لعب جاية طبعا ابن النادي الاهلي ولعب جاية جدا ومتقلق معنا في الفترة الاخيرة اتمنى له يا رب التوفيق فالعناصر دي كلها اكيد اوراق ان شاء الله كابتن هاني يستعملها بس في اقتار بإذن الله بإذن الله شكرا 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 محمد سعيد يعني اكيد ده محمد احنا عندنا برسلين بصراحة يعني في منتقى الكافاءة بيغطلنا كل حاجة سواء في مصر او بره مصر تشكيلات تصرحات اي حاجة بيقول للمدير الفنيين اي اجتماعات يعني ما شاء الله عليكم بصراحة نرجع لكابتن وليد صلاح الدين عايزيزي مع رأيك في حتة حموي وبعد كان ندخل على تشكيل الاتحاد ونشوف رأيك ايه في هذه التشكيلة وما قاله كابتن طارق السعيد بص فيه اللعيبة بيتنفسه يبقى ممكن اللستيل بتاعهم مختلف عن بعض وفيه لعيبة بيدوك نفس المرضود الطبيعي ان احمد حمودي ووليد سليمان هم يعني وجهان لعملة واحدة كل واحد ممكن يفري بس الخبرة عند وليد سليمان شوية حمودي بيدخل جواه الشوط لكن هو المفروض ان حمودي يدي نفس المرضود بتاع وليد سليمان العيبة اشول انا بجيبه ناحية الينين علشان يقطم لجوه ولما يقطم لجوه يبقى عنده كذا كذا جملة الكابتن حسان مركبه كذا حال وكذا جملة ارجع معلش لتشكيل النادي الاهلي كده ارجع لتشكيل النادي الاهلي حمودي يخد الكورة ودخل جواه عندي اعمل وانتو مع وليد وعندي اجاي 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 اللي بيجي من بعيد يقطع ورا وليد ازاره وحطاره وعندي وانتو مع صالح جومع عمله هو وصالح ده الدلداجون وده الدلداجون يعني بيجامله بعض صالح حطاله على خط الجون رح عمودي رح منزلها له في الستة يارضة ده جاب جون وده جاب جون هي الفكرة ان فيه لعيبة بتدي نفس المرضود لكن عايزة اقول حاجة بس انتو بتكلموا على صالح جومع او البلاي ميكر مهم جدا ان البلاي ميكر هو بيلعب يكون فيه اوراق مختلفة يعني فيه واحد يجرع الجون سرعة وفيه واحد تستلم وفيه واحد انا خوفي او تخوفي النهاردة على النادي الاهلي ان الكابتن هاني رمضي هيقفل المساحات وهيديق المساحات جدا واللعيبة كلها تبقى عايزة تستلم في رجليها ده يضر مين يضر ابوس انا عايز دي لكن دي طبعا بس دي طبعا في المباراة يعني سهلة المباراة سهلة النادي الاهلي كسيرها تمانية تقريبا المسألة تبقى في المباراة الكبيرة هيبقى الامور صعبة لكن هو ده اللي انا عايزه ان فكرة صالح جومع اول ما يمسك الكورة انا عايز اشوف سرعات في الملع سرعات لكن لو حمودي عايز يستلم في رجله هنا بص يعني نرجع تاني حمودي هون استلم في مساح اه بس الباكليفت طبعا يعني وقف جمعا تماما وخط الدفاع المفروض يبقى على خط واحد فيبقى حمودي اوف سايد الناس مغطية ولا منها مسكة بس هو فينا كده هنا الباكليفت هو واقفة غريبة جد المفروض الطبيعي انه يبقى مع حمودي زي السردباكين اللي جنبه لكن هو طالع خطوات ملاش اي اول اتنين مساكين يبقى على خط واحد يبقى حمودي اوف سايد يا اما التلاتة يطلع على خط الباكليفت بس هو اللي غلطان اكتر لان هو المفروض اللي هو سرح مع الكورة لكن انا عايز بس علشان ما نظلمش صالح جمعة في الاداء ومقارنته مع عبدالله السعيد عايز من الكابتل حسام البدر انه ينبع على جونيور اجايه ونبع على حمودي ونبع على وليد ازارو لازم يا جماعة تدو مساحات للرجل ده الراجل ده اول ما يستلم الكورة عايز اشوف سرعات سرعات على المربع لكن لو حب حمودي يستلم في رجله واجايه يستلم في رجله ووليد ازارو يتطرف انا بقولك ان ده هيظلم صالح جمعة بعدين بتتكلم في كلام يعني يعرف مهم جدا وبديه جدا لعبنا للقالي بعنده الحلول دي ان هو يقف ياخد في رجله مرة ياخد في المساحة مرة يقطع مرة الجوه يقطع مرة البر شايف الكلام ده غير لعيدة الكورة بالزرط بالزرط يعني انت في الاخرة كابتل وشامة ممكن تظلم صالح بس الناس ما بتتحركش هو صالح جمعة لو لعب انه يستلم ويسلم بس هو مطلوب منه اروع الجون اعمل سروبه ازاي اللي عمل ومسأل عبدالله السعيد لمحمد صلاح في مطشق الكورة في ملعب صالح جمعة دي صالح كان مطلب جماهي بالزبط زميله انا لو انا استلمت كصالح جمعة كورة وحمودي عايز يقرب واجيه عايز يقرب خلي بالك كل الناس اللي فهم كورة طلعوا بعد مهدش المنتخب قالوا ان صالح ما كانش وحش زي ما انت تكلم صالح ما كانش يلاقي اللي هو يعمل له كورة سروهات الهربل كمان اهو ده برضو تجانوس مستر كوبر لعن انا لما ملعب صالح لازم ملعب ترزيجيه قل لي تشكيل اتحاد عشان احنا ققتنا بيخلص تشكيل اتحاد الهاني سليمان محمود شعبان باكرايت قسنا عشان انا هكتبه راكتما محمود سليمان الهاني سليمان باكرايت ومحمود شعبان باكرايت الهاني سليمان حارس المرمى سردباكين الشازلي ومحمد عطوى باكليف تهشام شحاتا هيلعب بتلاتة عشور الادهم عشور الادهم ورمزي خالد ومحمد علي منصر اللعيب اللي جامع التراجي التونسي هيلعب باحمد الالفي ناحية الشمال وخالد الغندور ناحية الليمين ومانوتشو الرأس حربة لارتكاز هي في الناحية الهجومية اربعة تلاتة تلاتة لكن الكلام ده في الحالة الدفاعية هيرد احمد الالفي وهيرد خالد الغندور وبناخد من كلام كابتن طارق السعيد وهيقفل المساحات ويلعب اربعة خمسة واحد فهنا بقى تخوفي انا لو انت هتبقى عايز تسيني مكورة في رجلك كحمودي وكأجيه وكواليد ازال هلقى في صعوبة جدا على النجل الالفي الاختراق ليه بقى؟ لانه يبقى في خمسة بيلعبوا على صالح جمعة وحمودي وأجيه خمسة على تلاتة فعشور بيضغط بشكل كويس قوي عشور الادهم رمزي خالد بيضغط بشكل كويس قوي خالد الغندور سريع جدا محمد علي منصر نفس الموضوع منصر نفس الموضوع أحمد الأنفي نفس الموضوع فلو الأهلي خد بالك الرتم يختلف تماما فعدم وجود عبدالله السعيد وحسام غالي كان حسام غالي وعبدالله السعيد الاتنين اللي يقدروا يقمت يقف على الكرة وحنا قلناها قبل كده وشرحناها بالحالات الفنية حسين السيد عيب ان انت ما تبقاش في المتخب مصر حسين السيد الباكليفت الوحيد الذي يمتلك الحكتين خبرة كبيرة لعب عنده ستة وعشرين سنة لعب عدد من الموبرات كتير قوي سواء مع الأهلي مع مصر المقصة مع المنتخب راح مع كل المنتخبات راحب وفي نفس الوقت عنده اللي يقل بدانية العالية جدا انت فين يا حسين من المنتخب يعني محمد عبدالشافي مع كامل الاحترام طبعا ربنا يدينه الصحة وزي زي عصام الحضر هذا الجول اللي جابه حسين انا عايز من حسين ان من اول النهاردة عندي تمن شهور عندي تمن شهور لازم احارب وكافح ان انا روح مرة اثنين مع عبدالشافي يعني عبدالشافي كبير قوي وكريم حافظ صغار قوي واحد عنده خبرة كبيرة جدا لكن اللقاء البدانية قالت النشاقة قالت المرونة قالت اللي اندفاعل وفي نفس الوقت كريم حافظ الخبرة قليلة جدا فانا هروح كاس العالم بواحد كبير وواحد صغار قوي طب ما انت يا حسين لا حسين هو اللي لازم يقول يا كمولة لازم يباليك كلمة حسين لازم هو اللي يقول لازم يأكد انا خمسة عشر ستة عشر سنة كابتن سويا عايز ايه عندي خبرة جبيرة جدا وعنده مقاومات كلها وعنده مقاومات كلها ومحتاج ستة كابتن حسين بدري فيه اهم حاجة وهو يعني هو يزبت يعني يقول ان انا هو يشتغل اه يشتغل اه يشتغل كابتن حسين ها بيسد كابتن حسين داله فرصة كابتن حسين ها بيسد هو كان ماشي كويس عشان بس يعني في كاس العالم في لحظة ممكن تلاقي نفسك تلعب انت بتتكلم كلام مهم جدا في ايه كمان تقلق حسين السيدة يخلي كابتن حسين يبقى يعني عنده اريحية ان هو يلاعب ثلاث محترفين غير علي معلول يعني النقطة انت تكلمت فيها وقصرتها يعني عنده كمان لعبة جويلة زميلة عبد بالزبط بالزبط كابتن سامير قولي بقى كابتن هاني رمزي بيفكر في ايه في هذه المباراة وعايز ايه خصا ان هو عارف ان الموضوع مش ماشي معا كويس لا كابتن هاني رمزي هو من طريقة لعبه على طول اي فرقة مسكها بيتطر ان هو يلعب لعب هجوم انما النهاردة الوضع يختلف النهاردة بعمل زاد عددية ممكن يحط خمسة فرصة الملعب ودي هتسبب مشكلة للنادي الاهل هتسبب مشكلة لحمودي والصالح جمع لو مرجعوه وش يدفع في نص الملعب زي ما كان بيعمل عبدالله وليد ومؤمن وصالح لما كان بيلعب هتسبب مشكلة وخلل ومساحات لفرقة الاتحاد ان هم يقدروا يستغلوها ويخلقوا نفسهم مساحة عن طريق طبعا ادم عشور ادم وطبعا خالد الغندور ورمزي صالح هيقدروا ان هم يقفروا نص الملعب ويلعوا بزياد عددية لو صالح مرجعوه حمود النص الملعب احنا متخوفين من النقطة دي انه يبقى فيه مساحة يقدر كابتن هاني يستغل لها ويبدأ شغله ان احنا كابتن هاني بيدغط من قدام على طول زي ما قلتلك من شوية النهاردة الوضع يختلف الوضع يختلف ان هو بيلعب قدام برضو اتنين لمنطرات النادر اهلي يمكن عشور وصولية بيدغطوا وعندهم معدلات جارية كتير فهيبقى فيه تحفو شوية وهيبقى فيه طبعا يعني ضغط بس من نص الملعب مش من قدام شوية ان هو لو ضغط هيفقد قلب الملعب والنادي الاهلي عنده ميزة صالح لما بيلاقي فيه مساحة بيعرف بيخلق نفسه يعني انا بسي ارحال لعبنا في نص ملعبه ان هما يحضروا ويبدأوا يشوفوا مصبوط يعني فيه تحفو شوية من كابتن هاني رمزي هشوف رضي فعل النادي الاهلي بيلعب ازاي اول عشر دقايق مش هيقدر يجازف ويدغط من قدام زي ما عمل قبل كده مبارات الإسماعيلية يغلط غلطة مع انهم كانوا عملين مطش رائع اول خمسة وثلاثين دي اتفرجت على فرية الاتحاد من احسن الاشواط اللي شفتها في تاريخ نادي الاتحاد ضغط وقوة وصرعة وليقبة دانية بالاضافة الهدفين هدفين في مين في الفرية نادي الاسماعيلي من احسن الفرية اللي موجودة في مصر قدر ان هو يختارك وقدر ان هو يلي باهداف النهاردة مش هيقدر يعمل الشغل لو الكابتن هاني رامز عمل الشغل ده هيخش فيه هدف وثنين وثلاثة انما انا من وجهة نظر الكابتن هاني رامز النهاردة هيبقى فيه تحفز شديد وعمل زيادة عددية في نص الملعب وهيقدر يعتمد على الالفي وما نتشه طبعا من الكور السابتة واللي اختراك من العمكة او الهجمات المرتدية تمام فضل جدا فيه بس تعقيب كده على فرية الاتحاد لما تشوف الجدول النادي الاتحاد لعب اربع ماتشات جاب تسعة تجوان ودخل فيه تسعة تجوان تمام يعني اذا عنده الناحية الهجومية بيعرف تجيب جول ولكن فيه سهولة جدا يعني انا فرقت على الاربع ماتشات اللي فاتوا بتوال الاتحاد فيه سهولة جدا فيه سهولة جدا وخاصة اكتر من مباراة تقدموا فيها وما قدروش حافظه يعني تيجي في ماتش الاسماعيلي كان سامير كامونا وكانوا عند الوقت كانوا كسبانين اتنين وبعد كده دخل فيهم اربع اهداف تيجي في مباراة النصر الاتحاد والنصر كسبوا تلاتة اتنين ولكن ابتدوا واحد صف ثم النصر اتعادل ثم كسب ولولا خبرة النادي الاتحاد وقسبوا في اخر هتيجي في ماتش المقولين تقدموا واحد صف ثم تعادل ثم مكسب تاني ليهم ثم المقولين جاب هدفين في اخر سبع دقايق في الدياعة اتنين وتمانين ودياعة ستة وتمانين اخر مباراة طبعا نكسبها مع الاسود اتنين صف فواضح جدا انه عدد الاهداف اللي بتيجي فيه عالية وعدد الاهداف اللي بيجي فيها عالية برد فانا مع سامير اعتقد انه ما فيه تحفظ لانه عنده مشكلة شوية في الخط الخلفي في السهل يخترق في الاتنين المساكين فعشان كده اعتقد انه هو هيقرب الخطوط اوي وحاول يقلل فرص النادي الاهلي في الوصول لمرماء ويلعب على عجمات بقى مرتدة من الغندور او الالفي مع منوتشو او ضربات سابتة كابتن وليد احمد عدل عبد المنعم مع مؤمن زكريا وليد سليمان محمد نجيب كريم ندفد واكرم توفيق واعماد متعب مين يعني الاقرب للمشاركة في هذا اللقاء بعيد عن العوامل الخارجية او الظروف الخارجية كلهم الستة الستة من غير خارج المرماء يقدر كابتن حسام التاكتك ممكن يتغير بكذا طريقة المهم انه هو عايز يدي المين او كمان سيناريو المباراة بيقول ايه يعني هل النادي الاهلي هيكسب بدري طبعا احنا اتفقنا كلنا ان النادي الاتحاد هيرد في نص ملعبه ويلعب زون ديفنس على الجانب الاخر لازم الاهلي من وجهة نظري دي واحدة من المباراة اللي لازم يضغط من الاول بطول الملعب عكس المباراة عكس المباراة مثلا الجيش عكس مباراة كتير ممكن الكابتن حسام يرد في نص الملعب لكن النهاردة فعدم وجود نور السيد الكرة هتطلع من نص الملعب بصعوبة يعني عدم وجود نور السيد اللي هو رومانت الميزان اللي هو الراجل اللي بيعرف يقف على الكرة زي عبدالله السعيد عندنا كده زي حسام غالي زي حسام عشور النهاردة نور السيد مش موجود وعسامة محمد مش موجود الاتنين دول كانوا بيقفوا على الكرة كويس لو انا ضغطت على عشور وعلى رمزي خالد وعلى الشازلي وعلى عطوة من الاول بطول الملعب اظن ان دي الاتحاد هيبقى عمده مشكلة في تطليع الكرة في بناء الهجمة من تحت القدام فعلى هذا الاساس انا السيناريو رايح بي فين هقدر اغير النهاردة هل حسام عشور بعد غياب كتير طبعا للاصابة هل ممكن ياخد المبركة كلها ولا ممكن اكرم توفيق كله وجود كريم نتفد يقدر ياخد في الجزء اللي قدام عندك مؤمن زكريا من وجهة نظري احد التبديلات المهمة جدا والواجبة مؤمن زكريا العيد دولي راجع من منتخب مصر من تهيئة لانه لازم ياخن للمبارات اللي بعد كده فانت وليد سليمان وليد سليمان العيد اساسي والعيد دولي برضو وليد عينه على المنتخب يعني عندك وليد عندك مؤمن عندك كريم عندك اكرم توفيق من تاني عندك اقول لك تاني مؤمن زكريا عماد متعب وليد سليمان محمد نجيب كريم اتفد و اكرم توفيق يعني نستثني حرس المرمى و نستثني محمد نجيب لو ما حصلش ايه لكن باقية الخمس اسامي لا يعني يستحقوا كلهم انهم ما ياخدوا عماد متعب كمان لو النادي الاقلي كذبان وكذبان كويس اظن ان عماد متعب لازم يكون ليه وجوه طب لو النادي الاقلي في حالة يعني برضو تعصر او لا تعصر بؤمن نحس التاع وليد اظهر بصر يقدر الكابتن يعمل كذا حاجة كذا حاجة حاجات كثيرة جدا هيا خلي برضو اجايم في المهاجم ولا ممكن يتعب دفع اماد انا ممكن اشيل مثلا حسام عشور او السولية زي ما هو معودنا واروح نازل بمؤمن واروح نازل صريح جمعة بكلم في كوزية المهاجم تحديدة المهاجم الصريح هل يستعين باعماد ولا برضو نشوف اجايم مهاجم صريح ويلعب مؤمن تاني عندنا كذا سيناريو لكن في الاخر ممكن انزل عماد متعب مع وليد اظارو وهو عملها قبل كده وبقى فيه اثنين وثلاثة فرودة لبقى وليد اظارو وعماد متعب واجايم عندنا سيناريوهات للخمس لعيبة ايا كانت النتيجة توقعاتك لا ان شاء الله الاهل يكسب كام لا كامب صعبة يعني بتبقى حتة كده حلوة بينا وببعض في الستوديو ممكن اثنين صفر اثنين صفر كابتن سامية نادي الاهل يفوز ان شاء الله ممكن سكوري بثلاثة واحد بشايف ثلاثة واحد ما بيوزرش لا تقول ثلاثة واحد ما يقول ثلاثة صفر كابتن سامية انا بقى ثلاثة ونص بقى ثلاثة لا انا اعتقد ان الاهل احترام الفرقة الاتحاد الفرقة جيدة وكل حاجة ولكن من الفرقة اللي سهل يجي فيها جوان فانا اتصور نادي الاهل هيجيب جنين على الاقل يا رب يعني كل التوفيق نادي الاهل النهاردة في مبارات المهمة جدا يعني في المبارات تانية في الدوري العام هذا الموسم ان شاء الله كل التوفيق نادي الاهل بنحب الاتحاد جدا وبنحب الجماهير وبنحب اسكندرية لان ما عليش يحذرونها في هذه المبارات تحديدا كل التوفيق نادي الاهل كل التوفيق نادل في حادث سكنداري لكن بعد مباراة القالي نروح نشوف المباراة وارجعونا بعد المباراة عندنا كلام مهم جدا مع النجومنا اللي دايما اللي بتكلمه في الجديد كابتن أسامة عربي كابتن ريد صلاح الدين وكابتن سمير كامونة هتفرجوا عن المباراة ونستناكم موسيقى حدراتكم من جديد يعني ألف مبروك لنادل أهلي وألف مبروك لجماهيره نتيجة توقعها نجوم من السودو التحليلي ماتش حلوة جدا من الفريقين يعني الاتحاد عمل عليه والأهلي هو الطبيعي جدا أن الأهلي هو الفريق الأقرب للفوز وكانت نتيجة طبعية يعني بيتوقع كل عشاء الكرة في القاهرة وفي مصر كلها متوقع أن الأهلي يكسب الاتحاد لكن اللقطة السودة في المباراة لقطة هشام شحاته يعني هو وليد طلع معاه في كرة مشتركة دربوا بالكوع في وشه أكيد يعني مش قاصد فهشام يعني الرجولة يعني خدته قوي فلازم يخلص على وليد سليمان راح مخلص عليه فعلا برافو أشام انت كده راجل هي ده السلوك الرياضي هو ده الرجولة أو ان خلاص طلعت خدت كوع في كرة مشتركة وروح تمخلص على الراجل بصراحة يعني حاجة يعني بدايق جدا انت عارف نادل أهلي عنده ماتش مهم وعارف اللعيب بوليت سليمان اللعيب مؤثر جدا في نادل أهلي فما كانش ليه داعي خالص يعني الغل والحقد اللي فيك دان انت تدرب الرجل تكسره وأنقر رجليه يعني بالطريقة الغبية دي بصراحة أنا آسف يعني لأستاذ المشاهدين لكن بصراحة حاجة يعني تخرج الواحد عن شعور مبروك نادل أهلي تاني هو رحب ديوفي الكرام كابتن أسامة عرابي نجم مصر نادل أهلي وكابتن وليد صلاح الدين وكابتن سامير كامونا أنا آسف إن أنا يعني حاجة بصراحة يعني ماتش حلوة جدا فيوش أي حاجة نتيجة متوقعة خب التحات السكندري فريق كبير عنده جمهور كبير جدا عنده مدرب محترم جدا لا تسودة فعلا بص حاجة حاجة يعني ربنا أسره ما يكونش أنقر رجله الكسر حاجة حاجة كابتن أسامة مش عارف لا طبعا هو شيء مش ممكن مبدأين طبعا مبروك لأنه دي الأهلي وجماهيره وجهازه يعني كل مكسب متوقع حتى لو مش شالع من نجد لكن طبعا الكرة دي طبعا كانش لها لازمة من هشام أحيانا طبعا اللعيبة بتتنرفز على بعض أو كده كابتن مش عارف هي كابتن أسامة ولكن طبعا شكرا على رجله بدون الكرة دي طبعا فيها آزة كبيرة وممكن لعيب زي كده يبطى الكرة في لحظة فعني هشام مفروض لعيب مؤدب وحصلت غلطة وإن شاء الله وليد سليمان يبقى سليم وإن شاء الله يبقى موجود في التمرين بكرة ويبقى موجود في كل المكشات إن شاء الله اللي جاية يعني كابتن وليد المهم نتطمن على وليد يعني طبعا مبروك النادي الأهلي هرض لك نادي الاتحاد وهنخش في التحليل الفني اللقطة دي يعني هشام أنا ولد محترم أو مؤدب جدا متدين بس هو لما بيخرج عن شعوره يعني طبعا معلش مؤزية يعني جدا بس بس ربنا يسطر إن شاء الله بإذن الله يكون وليد بس ما فيهوش حاجة أنا الآن على الوطر أكيلس مهمة قوي يعني إن شاء الله لإن ربنا يسطر لإن شكلها والتألم بتاع وليد قوي جدا إن شاء الله بإذن الله ما يكونش فيه حاجة وهتلاقي هشام دخله واعتذر له ويعني إن شاء الله بإذن الله ما تبعيدش وليد وليد أصلا كده كده بعيد عن ماتش النجمة سليم كلم في العموم يا كابتن سمير طبعا صبعا لا قدر الله ممكن تبقى قوية حاجة وهشام معنى زي ما أنت بتقول لك كابتن عارف هو ولد محترم جدا بس مش معنى هو طلع وليد معافك وفي يعني مش عارف صراحة تفضل لك التنساني طبعا ألف ألف مبروك لنادي الأهلي طبعا نتيجة وأداء النادي الأهلي كان الأفضل والأحسن والأجهز طبعا طولت الـ 95 دقيقة إن شاء الله نطمن على وليد سليمان نجم النادي الأهلي ومنتخابنا الوطني محتاجين ومطش النجمة أوي هو بايد عن نجمة أصلا وكده كده معا نظرين أو يعني كان لما كانش إنذرين ولا وليد ما عندوش إنذرين ولا ولا ما عندوش إنذرين يا جماعة ما عندوش إنذرين مش وليد اللي عندو إنذرين فاتحي بس اه عحمد فاتحي ولسه إنذر بس اللي كانت لغبط فيه هو المهم من نتطمن عليه أمم حاجة نتطمن عليه طبعا لعيب مهم جدا ونطمن على السلامة scenarios أنا بس عايز أقول بس لهشام شحاته يعني بعد كده يعني بعد كده أي لعيب يعني المفروض أن أنت طبعا لعيب كرة وعارف انت مش هترضى ان حد يخش عليك نفس الدخلة دي لكن بعد كده انت بتاخد بقى خبروات وبتاخد طبعا بتفرج عن المشروعات دي وبتشوف ان طبعا الاحساس لازم يكون فيه سنس شوية انت عارفك ابتن ميدو اللعبة دي في ديها 96 بحاجة هم حاسب خمس زي يعني ماش خلص يعني انت عمرك ما تجيب جنف سانيتين يعني او جنين فالموضوع خلص لازم يكون فيه هدوء شوية وهو أزى فرقته والطرد مباشر طبعا نحن نشوف الموقف ده في الملاعب بتاعتنا ان شاء الله يعني احنا من الصعب قوي كابتان ميدو بيشوفه الموقف ده اللينا بنحافظ على بعض وكورتنا حلوة يعني كورة مصرية او الشمال افريقيا ونحن منهم كورة حلوة بيبقى فيه فنيات وفيه متعة حتى النادي الاهل النهاردة منضيع عجوان كتير وبيروع عجوان وفرقة الاتحاد عمله مطش كويس اوي الكابتان هنه رمز عمل مطش كويس وكانوا ندي بعض الفترات مع النادي الاهلي إنما طبعا يعني ختمت بإصابة وليد ان شاء الله بإذن أن نتطمن عليه مبروك للنادي الاهلي وهارض لك لفرقة الاتحاد يعني شوفونا يا جماعة يعني عايزين نتطمن على وليد وإيه اللي حصل في أنك الرجليه طب يلا هو محمد سعيد بي يتواصل مع الطبيب وان شاء الله يارب تطلع بسيطة يعني كابتان قسامة تقويمك العام للمباراة بسبب عاما النادي الاهلي سواء في الشوط الأولينة والشوط الثاني هو الأكثر سيطرة هو الأكثر خطورة أضاع فرص كتيرة وإن كان اللعب فيه فترات فيه الأداء فيه مش حلو يعني بلغة الكرة كان أداء فيه استعجال وصربعة شوية حتى بعد ما جبنا الجن الأولاني ولكن لها الاستحق الفوز عن جدارة فرص كتيرة جداً لو استغلت كان ممكن نتيجة تبقى أربعة صفرة على الأقل ويمكن احنا قلنا قبل المتش أنه نادي الاتحاد عنده مشاكل كتيرة في الخط الخلفي والنادي الاهلي وصل كتير سواء عن طريق أزارو حمودة مؤمن أجايه لكن فيه فرص كتيرة ضاعت سهلة لما نيجي نتكلم عليها الشوط الثاني الاهلي برضو فرد سيطرته وأضاع كتر من فرصة يمكن الاتحاد الشوط الثاني أداء وتحسن في وسط الملعب ولو فرصة أو فرصتين خطيرين لمنوتشو وحسان باولو ومحمد علي منصر ولكن الخطورة ما راقدش لأنه يقدروا يحرزوا أهداف سيطروا شوية في نص الملعب حاولوا على المرمى ولكن يمكن باستثناء فرصة لمنوتشو هي اللي كان لو سددها كويس كان ممكن يحرزها فالنادي الأهلي هو المسيطر في المباراة هو اللي بيروح انفرادات هو اللي يعني أكثر خطورة ويستحق نتيجة المباراة طبعا أكيد كابتن وليد برضو نظرة سريعة كده قبل ما نتكلم في التفاصيل بص المباراة دي يعني راحته جات كتير فيه أوقات الأهلي يقدم فيها كرة حلوة وقدم كرة حلوة من لمسة واحدة وضغط وخصوصا الشرط الأول فيه جمل كتير الناس بتتحرك بشكل كويس دي إحدى هذه الجمل أجاية من ناحية الشمال وبيحطها حمودي لو ما قالاش جون حلو وصالع عاملها الأجاية وفيها كسافة عددية وفيها وليد أزارو الراعي على القريبة وحمودي جاي من بعيد يعني فيه جمل كتير حصلت في المباراة حلوة وبعدين تيجي فترة يبقى الأداء وحش قوي قوي وفيه كده عشوائية لكن أنا عندي كذا تعليق على تغييرات الكابتن حسام لكن لما نجلها فيما يخص وقفة الملعب من وجهة نظري أن التغييرات بعدما تعملت ما فيش كل واحد ما بلعبش في المكان المريح بالنسبة له يعني أنا نزلت وليد سليمان بدل أحمد حمودي ونزلت مؤمن زكريا بدل صالح جمع ونزلت أكرم توفيق بدل أزاره سيبك من أكرم توفيق لأنه في آخر خمس دقايق وبيلعب دفند لكن خلينا نيجي لغاية لما نيجي التغييرات علشان ناخد المباراة واحدة واحدة وهخلي جزء التغييرات ده يعني تتكلم عليه براحتك يعني عايزين الأول بس يعني برضو عرف وجهة نظر كابتن سامير في المباراة عموما وبعد كده نبدأ نتكلم في تفاصيل التفاصيل مغراحل ومشوحش يعني طبعا شفنا الشوت الأول أول خمسة واربعين ديئة نزلت للإسحواز ندرق تقريبا واحد وخمسين في المية شفنا أهداف ضائعة من وليد أزاره مفراد مزل ما إحنا شايفينه مرة واثنين وثلاثة ده اللي إحنا قلناه بقى واللي أنا قلته كابتن في أول الحلقة إن وليد أزاره من مصلحة إن هو يريح بعض الوقت لمصلحته والمصلحة الفريق إن هو يتشوك شوية طبعا يتمرن على الجون أكتر حاجات كتير أوها تفيده من نواحي الفنية طبعا بس الرائل الأول أخير يرجع لكابتن حسام إنما شوت أول كان مميز من فرقتين هدف طبعا لأجياء طبعا المتقلق دائما تحس إن هو ابن من أبناء النادي الأهلي تربي في النادي الأهلي راجل السنة اللي فاتت طبعا قد الهدف بتاع أجياء طبعا بتفرق اللمسة بتاعت أجياء ما بينه ما بين أزاره لمسة بجون لمسة أضيع لمسة أضيع يعني تحس إن فيه خبرة أكتر فيه سيطرة أكتر كنترور أحسن مكانه وأجاي داخل صندوق الثمنتاشر بتاع النادي الأهلي كأساسي يلعب لك تحت الفراودة فالميزة إن هو بيهدف بيصنع أهداف عنده روح من أحسن اللعيبة السنة اللي فاتت داخل النادي الأهلي والسنة دي من أفضل اللعيبة اللي موجودة مع النادي الأهلي من حس التهديف والروح وصناعة الأهداف أنا شايف إن أجايه نجمي النادي الأهلي الأوحد حالياً إن هو بيجيب أهداف عنده استحواز عنده كنترور كويس تصرف في الكورة فكل دي ميزة لللاعب وهو كمان لعيب أفريقي من لعيبة الأفارقة الزوكية جداً زاكي بيعرف يتصرف ويتحط تحت ضخط ويبقى راجل محطة ويقدر إن هو يتعامل كابت هاني رمزي طبعاً تفاجئ بالنادي الأهلي معدل الجاري كان أكتر الفرص الضيعة عن نادي الأهلي كانت كتير قوي فابتدى خط الظهر يعني يبقى فيه تزافزب شوية وما فيش رقابة نادي الأهلي بتدى يستحوز وابتدى يدور اللعب عن طريق حسام عشور وعمر السليل طبعاً كان طبعاً الأهلي زي ما قلت لك كان الأحسن أول خمسة واربعين دي إنما نادي الاتحاد بتالي عنده أفضل من كم تمام خلينا نشوف كابتن أسامة برضو تعليقه عن نادي الاتحاد تحديد أنا كابتن أسامة نادي الاتحاد نحن قلنا من الفرق اللي جابت أهداف كتير ودخل فيها أهداف كتير جابت تسعة تجوان ودخل فيها تسعة تجوان وكلمنا أنه عندهم مشاكل في الخط الخلفي سهل جداً نادي الأهلي يحرز منها ولذلك أنت لما سألت قبل الستوديو نحن الثلاثة كلنا قلنا فرق هدفين أو أكتر يعني وليل أهلي 2-0 وانا ودي 2-0 سبيل كامورا الثلاثة واحد يعني كلنا متوقعين عدد أهداف كبير وده فعلاً كان بين أثناء اللقاء نادي الأهلي لو استصمر الفرص اللي جات له في الشوت الأول كان الشوت الأولي مثلاً ممكن يخلص ثلاثة الواحد نفس الشئة الشوت الثاني نادي الأهلي ضيع رغم النجاة أحرز هدف في الشوت الثاني هدف في الشوت الثاني ضيع فرص كتيرة جداً نادي الأتحاد الشوت الأولاني كان غايب عن اللقاء الشوت الأولاني تحديداً يعني أنا حتى كاتب نادي الأتحاد ابتدى يدخل مباراة بعد 29 دقيقة يعني آخر ربع ساعة ابتدت شوية الشوت الثاني التغييرات حصلت حصل تحسن في الأداء في فترة بالزبط من الديقة مثلاً 77 كده قبل النادي الأهلي ما يجيب الهدف الثاني بتاعه قربوا بفرصة أو فرصتين خطر وقتلوا سيطرة على نص الملعب دي أحسن فترة لعبوا فيها لكن رجع التاني السيطرة للنادي الأهلي ورجع التاني الفرص الخطر للنادي الأهلي وقدر حسين يجيب هدف جميل جداً وضع بعد كده أكتر من فرصة فنادي الاتحاد أدى أداء معقول ولكن النادي الأهلي استحق عن جدارة المكسب تمام كابتل وردني اتكلمت في نقطة مهمة جداً بلوية تفاوت الأداء ده شفته يعني شفته كان ملحوظ بصراحة إيه سببه؟ التسعين دي على مراحل ممكن يبقى فيه أسباب كتير اللعبة بعيدة عن المتشاط ممكن يكون فيه عدم تجانس شوية داخل محمد هاني وحسين السيد على الأطراف لسه يعني ما بلعبوش مع بعض كتير داخل حمودي مع وليد أزارو بعيد وليد أزارو كان في المغرب جونيور أجايل كان في منتخب بلاده صالح جمعة رجع من منتخب مصر ممكن يعني أول مباراة بيبقى التوليفة والتجانس عشان كده بتيجي على فترات في فترة بيبقى فيه تجانس كواس أوي وتلعب كرة حيلو على فكرة يعني وإحنا بنتفرج على هايلايتس الغد دلوقتي 27 دي النادي الآلي كويس كويس وروع الجون وعمل هجمات وعمل حاجات كتير أوي كتنصر قال لك اللي بدأ يدخل في المباراة بعد الديئة كما كابتن أنا بقول بعد الديئة 29 آه آه أكتر كمان يعني الشروط الأول النادي الآلي يعني ماينفعش يخرج صف صف بالزب كان لازم النادي الآلي الشروط الأول على الأهل هدف على الأهل من التلات أربع فرص خطيرة واحدة لكن في الآخر أنا شايف أن التسعين دي متأسمين على أجزاء الأهل يليعب سعاية كرة حلوة بعض الأوقات وفيه أوقات الشروط الثاني تحديدا بقى فيها عشوائية قوي ودخل نادي الاتحاد في الجيم بشكل مرعب وهي واحد صف نادي الاتحاد عنده فرصتين ثلاثة ممكن كمان يتعادل بالزبط لدرجة أن الكابتن حسين بدأ يتوتر شريف إكرامي بدأ يسرخ على خط الدفاع كله بالزبط بص كل دي حاجات يعني دي فيها شك طبعا بس يعني لكن برضو الأهل بيخترق من كل حتة خصوصا من القلب يعني لازم الكابتن هاني رمزي يدور على حل لفتحة القلب فيه هجمات جات يعني ياريتني بقى نعيدها في الهاي لايتس عشان عايزين نقف عليها الانفراضات نادي الاهلي نادي الاهلي نادي الاهلي نادي الاهلي ونقف على تصالف وليد أظهار نادي الاهلي احنا بنتكلم كلام بعد كده نادي الهجنرال كده الأهلي يعني مش وحش ومش كويس مش وحش ومش كويس بس عندي كمان تعليق على حتة المراكز والتغيرات لك لما نجيلها تمام تمام يعني كابتن سامير يعني كابتن وليد قال وانت قلت أظهره من الضرور انه هاي رايح يعني أنا بدأت يعني ممكن أنا وكابتن أسامة ناقتنع كمان انه بقى لازم يريح بقى ولا انت شايف الموضوع ازاي نتكلمنا بما فيه كفاية عشان وليد عشان تلاقيه اه وهو كمان ما يزعلش او الناس تزعل مننا احنا بنتكلم بميرد الله يعني احنا بنقول مصلحة الناد الاهلي وحبنا ومشاجهين الناد الاهلي اه اللعيب لما يبقى ايه بقت شوية وهي مش مش معاه بيبقى بمصلحته وياخد قصة من الراحة ويقدر يفكر ويقيد حساباته انه هو مش فت او حتى الليقة الزهنية بتاعته مش حضرة فأبدأ أحضر نفسي ده شغل مدير الفني وجهاز الفني انه هو يقدر يحضره الفترة اللي جاية اه وليد العيب ممتاز ويقدر انه هو طيب انا آسف هقطعك هقطعك نروح نشوف المؤتمر الصفح في كابتن حسين بدري قال ايه ونرجع لحضراتكو على طول يعني كلها فيه باس بتلعب وفي باس ما بتلعالش فبقى غايبة على النظرات لفترة طويلة وفي نفس الوقت اه يمكن المجموعة اللي كانت موجودة معنا اه عندنا برضي بعد كان بعض الاصابات لكن تم تأهيل اه اه كانت في العيدة برضو اه بصابة رجعل اه يمكن فترة اه انك ترجع تاني طبعا لنبقى فيه القوم كله موجود مع بعض الفترة طويلة مع بداية مرحلة مهمة جدا لان انا تماني في العادة بنتكلم على تقسيم الشغل بتاعنا اه كمراحل المرحلة دي اه زي ما نتعافين طبعا مرحلة مهمة جدا اه مرحلة ببداية الدولة تاني مع الاتحاد وبعدين عندي مغرات الرضا وبعدين عندي مغرات امنيتب ان شاء الله فدي مرحلة مهمة جدا اتكلمنا مع اللعيبة والحمد لله يعني شوفنا يمكن اه برضو اللعيبة النهاردة بحيوموا على اداءهم اه بيتعاملوا مع الصرواة انا بقول وبالذات الغياب على المغرات لفترة طويلة بكم كبير من اللعيبة الموجودة والإساسية طبعا اه اه طبعا بيأثر بشكل كبير لكن النهاردة مع ذلك اقدموا عرضنا راضي عنه جدا وفي نفس الوقت اه فازوا نقطتين مهمين ثلاث نقطة مهمة جدا مع فري الاتحاد انا بقول فري الاتحاد السنادي اه يعني دعم بشكل كويس و اه افضل بكتير فكانت مغرى مهمة الأشياء كتيرة جدا فالحمد لله انتظروا الناس هنا الله جار فيك اخري السؤال الجوزي بتاعة النادي مش بتاعتي الخطوط بتاعة النادي مش بتاعتي انا مش هتكلم في حاجة يعني لكن انا المسؤول على الحفاظ على هذه الخطوط فاااا مفيش اكتر من كده واللي هتكلم غير كده معندوش وعي اللي هتكلم غير كده معندوش وعي فلازم اللي يبقى موجود يحافظ على الخطوط تحت اي ظرف وتحت اي اسم اللي مش فهم كده بيفكر في العطفة يفكر مع نفسه بقى عنديش اكتر من كده الحاجة التانية الحمد لله وليد اتطمن عليه لكن يمكن هو كان مخدود شوية لكن هي كادمة جامدة طبعا لكن اتطمن عليه الحمد لله بشكل كبير وان شاء الله بكرا نتمن عليه اكتر لكن الحمد لله مبدائيا التشخيص من الدكتور خالد الحمد لله مفيش اي حاجة الحمد لله لكن كادمة قوية الله برك فيك طيب لغاية لما نرجع تاني للمؤتمر الصحفي تطمن على وليد سليمان وان شاء الله نتطمن عليه من محمد سعيد الدكتور يعني يقول رأيه والأخير وان شاء الله أكيد بكرا يبقى في فحصات أكتر بالأشعاعات عشان نشوف يعني مدى الإصابة إيه رجع تاني يا بيبو طيب تمام تفضل لكابتن سامي يعني زي ما كنا بنتكلم يعني مش عايزين ندر الرأي الأول أخير لكابتن حسان شايف ان وليد أزارو بعيد عن التعديف يشغل في تخصصات زي ما احنا بنتكلم ده دور الجهاز الفني والمدير الفني طبعا ان شاء الله في الفترة اللي جاية بقى أحسن إنما ان شاء الله ننتظر بقى مروان مروان محصن بإذن الفترة اللي جاية وعندنا أشعية ممكن نجراه في المكان ده عندنا مطش النجم عندنا قبل النجم عندنا مطش الرجاء وجهة نظر عشان ما يحصلش زي مبارات النهاردة لعيب أو اتنين ان تعوروا وانت تدخل على مبارات النجم لكابتن ميدو عندك ثلاثة اربعة متعورين أو عندهم أوفر ترينيج أو إجهاد أو عندنا فاتح مش يلعب وعبد الله السعيد احتمال أو وانتطمن على وليد فأنا شايف إن كابتن حسام عنده فرصة وعنده لعيبة كويسة جدا من الصفقات الجديدة بالإضافة للناس الأسسين يعمى عامية توازن في التشكيل مطش الرجاء عشان مبارات النجم ويقدر إن هو يعتمد على الناس ويشوف هي برضو وقفة لحد فين يعني أنا شايف إن المبارات اللي جاية بتاعت الرجاء إن هو يلعب بتشكيل متوازن شوية ويرايح بعض الناس إن هوم موجودين مطش النجم ويقدر يعتمد عليهم عشان ما نخسرش كل حاجة أنا شايف إن يعني الفترة اللي جاية كابتن حسام عليه ضغط جامد جدا في لعيبة عايزة تلعب بالطالب إن هي بتلعب بيراضي كل الناس إنما طبعا هي مسؤولية كبيرة عليه خصوصا طبعا هنلعب بمبارات النجم مع عالم لعبنا وستجامهيرنا محتاجين إن إحنا نكسب إن شاء الله لهو بهدف فكل دي الأمور دي موجودة ويقدر نوي سيطر عليها الفترة ما شكرا تنسي نروح لمقاطمة ارتاني فض في إيجابية من الفريق بل فريق بيصل بشكل كويس بناتمنى أي مدر بيتمنى طبعا إن الفرص اللي أنت بتوصل بيها تستغلها بشكل كويس لكن أنا بطفق معاك يمكن النهاردة وصلنا وكننا ممكن نحسن وراء بشكل مبكر ودي بتسبب لك طبعا مجود أكتر أنا بقول إن يا جماعة بناب منوصل يبقى في ناحية إيجابية واللي بيوصل دايب عنده حاجة إيجابية فخلينا ننظر بس كده إن شاء الله إحنا مش عاوزين بقى إن إحنا عندنا مطش الرجاء نتكلم في الرجاء وأرجو منكم بقى أن إنتوا بي كمان برضو أنا عارف إن كلكم بتسندونا فعاوزين نتكلم برضو بإيجابية زي ما اتكلمتوا بإيجابية الفترة اللي فاتت وكلكم كنتوا متعملنا بشكل كويس يعني قبل مباراة الترجي أنا بشكركم لكلكم كنتوا بدعملنا بشكل كويس والثقة اللي كانت عندكم نعكس عن العيبة فمش عاوزين نقول مباراة النجمو صعوبة إن شاء الله عن الكلم بإيجابية لعبتنا إن شاء الله بإذنها تعدي بس مباراة الرجاء إن شاء الله وحتفكر بإيجابية ونبقى إن شاء الله موفقين في مباراة النجم إن شاء الله بس أطوك أعملناك حاجة لكن كلمة لكني ننقذ أنت لا هي خلي بالك بس أنا قلت أزارو دخل في مرحلة صعبة معنا مرحلة مهمة بتبقى حاسمة بالذات المشوار الأفريغي يمكن أكيد بس في شوية رغبة منه إن هو يعمل حاجة الرغبة دي ساعات بتبقى بتسبب شوية تصرع أو شوية قلق شوية بتأثر على القرارات بشكل بسيط لكن أنا عندي ثقة وبأكد إن شاء الله هي متأجلة لحاجة كويسة وده ما أنا بقوله كده بقوله متأجلة لحاجة كويسة إن شاء الله وحتلق الإشادة بالناس كلها إن شاء الله بشكوركم أنا بحضراتكم الجديد يعني ده كان كلام الكابتن حسين بدري في المؤتمر تتكلم فيه عن الماتش وراح وجيه وتكلم فيه أنا مش عارف إيه المشكلة اللي حصلت عشان أعرف أتكلم فيها بالتفصيل لو حد عنده يعني معلومة جماعة من فريد أعداد يقول لي تكلم فيه عن مبارات النجمة ومش عايز تكلم فيها دلوقتي إن بتكلم عن مبارات الرجاء يعني تفضل جاء لنا معلومة إن كان فيه شدة كده مع متعب يعني في التغييرة الأخيرة في آخر خمس دقائق واضح إن كان الكابتن حسين مختار متعب إن أنه هو اللي إنزل وبعدين متعب يتأخر شوية في الوجود فكابتن حسام قال له بسرعة متعب قال له أنا جاي فكابتن حس أن فيه زعل من متعب فخد قرار أن أكرم هو اللي يشارك فهو ردا على سؤال الصحفيين وكابتن حسام تكلم فيه بشكل كويس قوي هو قال أن فيه خطوط بتحكم النادي الأهلي أن لازم ما نطلعش بره الخطوط دي الخطوط العريضة اللي هي جوه النادي الأهلي اللي هي معروفة أنه لما يطلب منك أنك تسخن تسخن لما يطلب منك أنك تسرع تسرع لما يطلب منك أن أنت تنزل ديئتين تلاتة تنزل طبعا نجم كبير عماد متعب وإحنا خلاص يعني المفروض أن الموضوع ده قتل أباحسا بقى وقلنا أن المفروض على متعب أنه يلتزم طالما لعيف الفريق بأي بأي توقيت يختاره كابتن حسام البدري أو أنه يكون متواجد أو أنه ما يكونش متواجد خالص لكن واضح أنه فيه زعل من كابتن حسام وأنشوف بكرة يعني رد الفعل إيه الموقف هل أكيد متعب هيصرح بحاجة برضو هيكون هيقول مقصودش أو أنه هو يعني في حالة دي المعلومات اللي جات لنا برضو لازم نتأكد منه هم بقولولي أو ما بقولولي في الإعداد نفس الكلام نحاول محمد سعيدي يخطف تصريح من متعب كده أنه يهدي بيه الأجواء لا يهدي بيه الأجواء أكيد مش هيتكلم أكيد مش هيتكلم ولا كمان كابتن سعيد عبد الحفيز ممكن لأنه هو يتكلم دلوقتي أعتقد عايزين معرفش أنا شرحت العلاقة دي من سنتين ومش عارف يعني الموضوع مش عارف ليه المفروض يبقى واضح وصريح هديك تنبار حلقت تنبار وده حصل معنا كلنا حصل مع الثلاث نجوم اللي موجودين ومعاك أنت كمان كابتن ميدو فبالتالي إن شاء الله برضو الأمور تتقرب أنا قلنا أن عماد متعب وحسام غيالي وحسام عشور يعني اللعبة الكبار نجوم التاريخ خلاص الكتب التاريخ لا يمحى فخلاص تاريخ عماد متعب الكتب خلاص فمتعب ما يعصبش نفسه ما يقلقش نفسه لعب ما لعبش هو قيمة كبيرة في النادي الأهلي هداف تاريخي للنادي الأهلي لازم يا متعب أنت عارف أنت في توقيت المدير الفني هو اللي بيختار التوقيت اللي أنت تلعب فيه ممكن ما تلعبش خالص ممكن ظروف المتش صعبة ممكن تاخد عشر دقايق خمس دقايق في الآخر كل اللعيبة المتعقدة متعقدة على هذا الأساس أنا عندي ثلاثين لعيب مش عشان الثلاثين يلعبوا شوف محمد سعيد لو طيب معنا معنا محمد سعيد وكابتنا رمزي تفضل أمحمد سعيد وشسايا اشتركوا في القناة كابتن ميدو معا في هذه اللحظات الكابتن هاني رمزي المزيد الفني لفريق الاتحاد السكندري كابتن هاني بقولك كهارد لك على النتيجة لكن الاداء فجئنا بين فريق الاتحاد بيلعب كرة هجومية أطراف الملعب مفتوحة المباراة كانت فيها كورة من أول ثانية قلت اللعبتك ايه ولا اللعبين منفذتش اللي طلبتوا منهم في البداية لا طبعا اللعبين اعتقد يمكن الشوت الاولاني منفذوش بشكل كويس لكن الشوت الاولاني كان فيه توتر شوية في الاداء كان فيه بعض المساحات موجودة ما بين خط الظهر وخط الوسط قدر النادي الاهلي يستغلها عندهم طبعا نجوم كبار عندهم عناصر كبيرة قدروا يخلقوا فرص للتهديف قبل حتى احراز الهدف الاولاني يمكن الشوت الاولاني كان يعتبر شوت سيء بالنسبة للاتحاد ما قدرناش نطلع بكرة بشكل كويس ما قدرناش نخلق حتى فرص للتهديف توقيت الهدف الاول للنادي الاهلي برضو كان توقيت صعب شوية قبل نهاية الشوت بحوالي ثلاث دقايق فيه فرق لما تخرج مع النادي الاهلي او مع اي فرقة حتى وانت ادائك سيء الشوت الاولاني تخرج بمحافظة على نتيجة التعادل ده بيفرق جدا لكن الشوت التاني قدرنا بعض التغييرات اللي جميلة بدأنا نسيطر على وسط الملعب بشكل كويس قدرنا نكون قريبين من احراز الهدف التعادل لكن في الفترة فعلا اللي احنا كنا مستحوزين وكنا كويسين فيها قدر طبعا حسين السيد يحرز الهدف التاني اللي اكيد خد برضو من معنوات اللعيبة شوية لكن مجهود اللعيبة يشكر على مجهود اللي عملوه الشوت التاني خاصة الشوت التاني ومبروك للنادي الاهلي هل الاتحاد بينقصوا اللعيب البصيري اللي في وسط الملعب اللي يقدر يمتلك اللعبة يمتلك الكورة ويباسي شفنا كان على طول ميس باس كتير في روس الملعب مفيش استحواز نسبة فري الاتحاد الشوت الاولاني الشوت الاولاني فعلا يمكن اللي بيقوم بالدور دوت منصر اللعب التونسي في وسط الملعب عنده كورة كويسة الشوت الاولاني كان شوية بعيد عن الباسي كان بيخسر كورة كتير زيه زي خالد ودول اللي احنا كنا معتمدين عليهم في وسط الملعب ان احنا نعمل بهم عملية استحواز نستند على منوتشو ويبقى منصر وخالد موجودين قدرنا الشوت التاني يكون الشكل افضل شوية نزلنا باولو كان محطة مع منوتشو قدر برضو كمان كان فيه الساعد كان بيطلع بكورة شوية الشوت الاولاني ورامي كان بيطلع بكورة فقدرنا نحط لهم واحد يكون محطة بالنسبانا ويكون عندنا استحواز شوية بيوجود فوز الحناوي فالشكل تغير الشوت التاني وخاصة في فترة من الفترات يمكن عادنا عشر دقايق يعني مسكين وسط الملعب بشكل كويس وصلنا لمناطق الخطرة للنادي الآلي لكن للأسف ما قدرناش نسجل سؤال اخير كابتن هاني ايه اللي كابتن هاني رامز عايز يطلع بي السنة دي مع الاتحاد السكنداري الكورة ليقدمها الشكل الهجومي ولا كونتر اتاك يعني انا حاسيني الاتحاد في المسم السنة دي ليس طايل مختلف شوية عن المواصم السابقة بنحاول 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 نلعب كرة هجومية مش معنى ان احنا بنلعب كرة هجومية يبقى احنا عندنا يعني الخطوط مفتوحة انا بحاول اوصل المعادلة الصعبة شوية ازاي بحافظ دايما على شباكك مضيفة وانت بتلعب كرة هجومية بشكل كويس ما فيه شك ان عدد الاهداف اللي دخل فينا عدد كبير جدا لازم ان شاء الله يكون فيه مش هقول تدعيم لكن فيه تصحيح لاخطاء وخاصة قلبي الدفاع ووسط الملعب المدافع شوية وان شاء الله دي تكمل ان الشكل اللي جومي كويس لكن عندنا بعض الاخطاء الدفاعية شكرا كابتن هاني رمزي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري حاولنا قادر الامكان نحصل على اجراءات او مقابلات صحفية مع الجهاز الفني لفريق النادي الاه لكن هم فضلوا عدم الحديث في هذا الوقت فضلوا التأكيز والصمت استعدادة لمباراة الرجاء ومباراة النجم الساحلي هناك مباراة قادمة وهمة جدا بالنسبة لفريق النادي الاه لم يتحدث احد سوى الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاه واكد انه لن يتحدث سوى المؤتمر الصعفي وتحدث بتصرحات مميزة بخصوص وليد سليمان وحالته الطبية بعد الاصابة القوية التي تعرض لها في نهاية المباراة واكد انها قدمة قوية لكن دكتور خالد محمود اكد ان تشخيص الطبي لوليد سليمان سيتضطح خدا في الماران خاصة الاصابة في هذه اللحظات من الصعب تشخصها بشكل واضح لكن هي قدمة قوية جدا نتمنى ان شاء الله ان يكون حالة وليد سليمان حالة مطمئنة في تدريب الغد وهي على الاقل يلحق باذن الله خلال مباراة النجم الساحلي خاصة مباراة النجم الساحلي من المباراة الهمة جدا والجهاز الفني بستعدي لها بشكل جيد في ظل ايضا ان وليد سليمان ومن زكريا والعديد من اللاعبين ظهروا بشكل متميز خلال احداث المباراة نقطة اخيرة الكابتن صالح جمعة كان حصل على انظار خلال الشوت الثاني وكان اصيب يعني او كان تعرض لجرح اسفل عينيه فبالتالي الجهاز الفني بقاتل كابتن حسين بدري فضل ان هو يعني يريح صالح جمعة ويخرجه اثناء الشوت التاني للحفاظ عليه خاصة ان مباراة النجم الساحلي ايضا مباراة اهمة جدا والجهاز الفني يفكر فيها بشكل كبير جدا اليك الكلمة كابتن ميدو عاقب نهاية وقاء المؤتمر الصعف والقاء مع كابتن هاني رمزي وتوجه اوتوبيز الفريقيل للمغادرة من استج السلام بعد نهاية المباراة وفوز الآلي بهدفين مقابل لشيه واول سلاس نقاط في مصابقة الدورة العام هذا الموسم بعد الفوز على الاتحاد والتعادل مع طلع جيش وهناك مباراة مؤجلة كلها لالفترة القادمة اليك الكلمة كابتن ميدو اذا كان لديك اي استفسار اخر هنا من ملعب السلام شكرا محمد سعيد بس مشكلة الدليل دي مش اعرف اسألك كتير لكن هو اتكلم في كل حاجة مع كابتن هاني رمزي لكن طبعا كابتن هاني رمزي بس انا يعني اللي يعني تعقوب على كلامه ان كان ممكن نادل اهلي يخلص شوط الاول بكمية كبيرة من الاهداف يعني ممكن 3 ا4 فاعتقد ان هو لازم يوقف وقفه مع العابة نادل حتى السكتاري وقفه دفاعية يعني على الاقل هو نفسه هاني الكلام وقال لنا دخل في عدد اهداف كتير واضح انه عنده مشكلة يعني بالضبط كابتن وليد يعني محمد سعيد اشار لتغييرات صالح جمعة اللي انت كنت عايز تتكلم فيها تغييرات وقال ان صالح جمعة جهاز الفني فضل ان هو يريحه بعد الجرح القاطع اللي خده في عينه علشان اكيد على فكرة احنا اتفقنا على كده الكابتن اسامة والكابتن سامير قلنا ان صالح بعد الجرح ده ممكن يبقى فيه تورم ممكن يبقى فيه حساسية ممكن يبقى فيه صعوبة الله يكون فعونه وبعدين الشكل صعب جدا فبالعكس كلنا اتفقنا انه قلنا لا صالح ومقدي كويس على فكرة صالح النهاردة مقدي كويس وعامل سروباس كتير ومن الطرف ومن العمق لكن في المكان الحساس ده ممكن هتورم تقفل عينيه هتقفل عينه فقط اه محتاجة غرز طب وليه بس انا عندي بقى تعليق على مراكز اللعيبة اللي اتغيرت يعني بمعنى ايه انا شخصيا بحس ان اللعيبة بترتاح في اماكن معينة اكيد حتى احنا عيننا ترتاح للعيبة على اماكنها اللي هي اللي بترتاح فيها بمعنى ايه انا نزلت وليد سليمان وبعد كده مؤمن زكريا كابتن حسام لعب مؤمن زكريا ناحية اليمين وبعدين دخل وليد سليمان في عمق الملعب كابليه ميكا رقم عشر انا بشوف ان دي مش عادل كل واحد من وجهة نظري انا كنت عايز وليد سليمان يلعب ناحية اليمين ومؤمن زكريا ينزل يلعب ناحية الشمال بتاعته وجونيور أجريه هو اللي يدخل جنب وليد أزارو كراس حربة أو يلعب تحته نمرة عشرة فدي بالنسبة لي أنا بحس كده أن اللعيبة بتلعب في غير أماكنها فالاستلام يعني استلام وليد سليمان على طول في أغلب المناطق على طول بظهره على طول مش عارف يعني يلعب الحتة بتاعة عبدالله السعيد أو صالح جمعة لما طلع هو كل ده علشان يحافظ على جونيور أجريه في نفس المكان لكن أنا بقول إنها يعني تعبت ناس كتير المؤمن زكريه كمان خد بالك ناحية اليمين غير ناحية الشمال خالص من وجهة نظري عدلت مؤمن ناحية الشمال بسرعته بيؤتم على جوه زي ما حسين السيد عمل وبيحط وبيعمل وانتهو مع الرأس حربة فدي يعني تعليق غير كده أنا ببارك لحسين السيد الحد لله كلنا اتفقنا أن حسين واحد من اللعيبة اللي بتضم يا كابتن أسامة ما بين الخبرة وما بين الليقة البدنية ولازم يكون موجود في المنتخب مصر النهاردة هو بيرد يعني بيقول آه أنا موجود هو ناظرة بقى من مستر كوبر والجاز الفني واستمرارية حسين هي اللي هتخليه روح عندنا ثمان شهور منتخب مصر هيعمل معسكرات كتير وهيختار ناس كتير عايزهم يبصوا على حسين السيد وحسين كمان من النهاردة يبتدي يعمل استشفى بتاعه ويركز ولو خد ماتش الرجاء ما يقلش عن كده بالعكس يزيد ليقى بدنية عالية تسعين ديئة ولا أروع هدف في ديئة تمانين بشكل كويس قوي في تنوع عنده في الهجمات يعني عنده حاجة بيعملها اللعيبة الكبار يعني حتى هم بيشببوه ومرسله ومرسله بيعمل كده مش كل حاجة أعمل أوفر في وقت أدخل جوه وأعمل وأنتم مع رأس حربة أحل الحل الفردي حسين السيد يعني معظم الماتشات اللعبها كابتن ويد كان مش كويس قوي هو بس كان يعني أنا افتكر له غلطتين غلطت ماتش الزمالك غلطة تانية نفس الشكل كده بس بس هو بيروح ويبعد هو برضو لذي يقول انه هو اللي مقصر في حق نفسه طبعا هنا الربط ده هدف يعني هدف عالمي بص الثقة وبص التوجيه وبص الدقة يعني حتى لو في مباراة سهلة بس دي مش فكرة مباراة سهلة وصعبة ده تكنيك الحركة نفسه هو لا لعيب حريف وبيعمل أفرات وسريع وقاوي وروح لآخر الملعب ويرض أتمنى منه انه يفضل على كده واضح انه هو مركز الفترة اللي فاتت عشان كده الكابتن اداله وتمنى ان صبر رحيل برضو يدخل معاه في المنافسة صبري برضو لعيب من اللعيبة اللي ينطبق عليها الكلام ده بالعكس صبري كمان ممكن مستر كوبر يحبه اكتر انه هو دفاعيا اقوى وفي التخطيئة وخبرته برضو عالية فبالتالي اتمنى اتمنى ان يكون مع عبدالشافي واحد من بكاتلفت النادي الاهلي هيفيده من انتخب مصر اكيد يعني كابتن قسامة كابتن وليد يتكلم في نقطة فقد انها مش هتبقى موجودة غير بالسمرية الاتنين دولة او حسين السيد صبر رحيل والسمرية بتاعتهم اكيد مش تبقى موجودة في ظل التواجد علي معلول معها دي مشكلة لانه عالي معلول برضو ماشي كويس اوي مع النادي الاهلي ماشي كويس اوي مع منتخب تونس فانت برضو ما بتجيبش العيد محترف دي دفع فيه كل الملايين من الدولارات دي لا واصلو ماشي كويس كمان مها دي مشكلة مها لو هو ماشي وحش ممكن تقول اه انا يعني شفت اه المطش تونس والاخير اللي كسبوه اربعة بتاع غينية هيلين وعامل الجنل الرابع عالمي للمساكني للمساكني اه عالي معلول عملها له فعالي معلول ماشي كويس جدا لكن ده لا يمنع ان حسين عنده فرصة زهبية ان المنتخب المصري زي ما قال وليد تقريبا اللي موجود فيه في الناحية الزهيري الايصر هو عبدالشافي وعبدالشافي طبعا من نجومنا اللي قده في صفة كبيرة جدا في زي مالك او منتخب مصر لفترات طويلة ولكن خلينا نقول برضو انه العمر تقدم نسبيا الرشاقة والمرونة والقوة وده قلت سنة فعنده حسين او اي زهير ايصر في مصر عنده فرصة كبيرة انه يظهر نفسه لمستر كوبر وحسين سريع جدا مهاري جدا الجن اللي جابه النهاردة قرار هايل اوي انه يخش كده في العمق وبعدين بيحط رجله اليمين اللي هي مش بيلعب بيها وتروح بالقوة دي فاذا هو لازم يزود من نفسه لازم يموت نفسه لكن الليع او طبعا دي دخل بيها كويس اوي والقرار هنا حلو اوي فانا انا اقصده المنافسة بينه وبين علي معلول كبيرة جدا ويعني ربنا وفقه ويقدر يرجع المنتخب تاني اكيد يعني يا كبتن سامير محمد هاني نهاردة محمد هاني يلعب ماتش النجم السحلي يعني عشان احمد طبعا اقافه فشايف محمد هاني شوفته ازاي المهاردة في ظل غياب احمد فاتحي مفتقدين الجابهة اليوم مع احترام المحمد هاني طبعا احمد فاتحي العيد دولي وبنشوفنا في المنتخب بصوية كاس عالم ووصلنا كاس عالم وفي النادي الاهلي احرزنا بطولات ماشي كويس جدا بالاضافة طبعا ان هو العيد تقيل ليه تقلو بيعرف امتى يهاجم وامتى يدافع تعليمات طبعا الكابتن حسان البادري بينفزها بحزافيرها طبعا عندنا محمد هاني لعيب ممتاز لعيب شاب ابن الاهلي بس ينقصوا الخبرات المطشاط اللي زي النهاردة دي مطش الاتحادي كابتن حسان بيديله هو حسين عشان يكتسب خبرات كلنا لعبنا كده بس المشكلة ان انت تمسك في الفرصة وتكلبش فيها بلغة الكورة يعني احنا بنقول حماها لما تنزل مبارزة كده تموت نفسه اشتغل نواحي هجومية ودفاعية والتغطية العكسية كلام ده كله اه هو النهاردة ادى دور دفاعي اكتر من هجومي حسين كان مميز اكتر شوية ان هو احرز هدف جميل زي ما اتكلمنا انما طبعا محمد هاني من اللعيبة الممتازة بس انا هاني ليه تحفظ عليه بس بس بسيط كده من نواحي دفاعية محمد هاني من اللعيبة الممتازة وهو معه كورة وبيبدأ الهاجمة مع نص الملعب والفراودة وبيعمل كروز باس كويس جدا انما في الجزء الخلفي الدفاعي محمد هاني عنده مشكلة مش مشكلة يعني مزمنة ممكن تكون مشكلة حالية يعني دلوقتي او مش مزمنة زي ما انا قلت هي مشكلة وقتية ان هو عنده التخطير العكسية فيها مشكلة شفت النهاردة موقف زي كده؟ شفت موقف بس عدت وهو يعني لم الكورة خد تقريبا احد من مش فاكر مين طبعا الالفي في بداية الشرط الاولاني انما خدها على واسع قوي وابتده يشتتها لأ كنا مشوف احمد فتح بيمسكها ويبدأ يلعب مع الهاف يربط معاه انما النقطة دي مهمة جدا مش هتنفعنا مش تبقى في صالحنا مباراة اللي جاية قدام الرجاء بالاضافة طبعا لمباراة النجب عندهم لعبة يعني عندهم شراسة هجومية عندهم ضغط عالي اوي فهي دي النقطة اللي انا كان عليها التحفظ فيها بس لمحمد هاني انما كشكل النهاردة الطرفين بتوقع النادي الاهل يا كابتن ميدو اشتغلوا بشكل كويس دفاعيا لان النادي برضو الاتحاد كان بعض الشيء الكابتن هاني رمزي خصوصا شوت تاني ابتدى يهاجم ويفتح خطوطه بعد نزول فوز الحناوي قدر ان حسين يوقف شوية وبعد كده هاني يوقف كمان شوية ابتدى الخط الرباعي يبقى يعني متمركز او بلعب الدفاع متأخر بعض الشيء انما النهاردة اللي كان مميز في ناحلة جميلة من على الاطراف كان حسين السيد واحرز هدف طبعا بنقول له مبروك الهدف ومبروك الاداء وزي ما طبعا كابتن اتكلمه وتفضله ان هو مستقبل مصر الفترة اللي جاية انه زي ما قلنا عبد الشافي هو الوحيد اللي موجود لعيب كويس ولكن المستقبل اللي جاي هو حسين السيد بس انا عايز حسين يقرس على نفسه شوية يشتغل على نفسه شوية ان هو من اللعيبة المميزة اللي كابتن حسين برضو بيديها فرصة ولما يديها فرصة بيجيد لكن ما يغيبش لازم يكون في استمرارية في الاداء واستمرارية في طبعا تطويره في الاداء كل ده عامل ايجابية انما الشوت تاني الحقيقة كان مميز من نادي الاهلي وقدر ان هو يسيطر على معظم مجرى المبروك تمام طيب نطلع فاصل سريعا ونرجع نكمل معدوه في الكرام نقشهم في تفاوت اداء الاداء الاهلي خصوصا من ناحية دفعية فاصل الاستمرار اشتركوا في القناة 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 تمام قد أغير روجة أوفر في لحظة بتغيير واحد تاني على حسن الحاجات التانية أو اختيار التاني أو التباعي على سلانية معاك أغير في الموقف الثاني طب انت هاتلي موقف الموقف ده ليه أصلا أقولك عشان الوصدونتو عبداً بيتل تتكلموا عليها أو لا تتكلم عليها بيتل أجاب بيتل تقول حاجة كده أنا تقضي عشان الموقف ده نتقضي عشان الوصد عشان الخلطة عشيف واحد اللي موجودين في الفرقة على ثلاثين واحد اللي موجودين في الفرقة على مستقبل النادي في أو تكاورة نوصة على مستقبل النادي اللي جاي لكن هل الأمر ليه ترعياتي؟ هل الأمر فيه كلام أو حاجة متعرات أو حاجة مكتب الهسامة ده ما حصلش طبعاً الكلام هيبقى مهم جداً منك عشان محدش يزايد على الموقف بس لا أنا أخلي بالك بس انت دايماً دايماً بتبقى ناشى على النظام ووصلت حتى في بيتك بتحط النظام كده معين هذا الآن مستعر تقول لا عرفها أنا متهيالي لو كدت موقف زر كده ممكن أنت تعترض بس أو تلطل تبقى حالة من أمرها هذا جديد عامل الآن فهل تتكلم على أفضل ماشي وورضو هرجع أقول الكلام اللي أتنقله في مداخل يعني اللي هل الأنت هتيجي اللي بتخذلك تغير في أساسك ولا حتياجك النتيجة ولا حتياجك اللي لاعب ولا حتياجك ولا حتى الوقت اللي جاي وعدم جديد في اللقاء لكن هل بردو حتى بردو في الناس مكبروش هل كانت في عطروب على عدم أشابك أصلا لا تمام دي حاجة اللي كده استمخدها لنظام الفرقة والعب كابتن سيد حضراك سامعني اه معاك يعني بردو تردد بردو يعني عشان كده أنا بكلمك يعني وبنتكلم في قلب الموضوع وخصا طبعا حضراك مدير كورا يعني انت قرب واحد في الموقف وكنت شاهد عين على اللي حصل كله ما فيش حاجة حصلت أكثر من اللي حصل تعالى لأ الكلام اللي حضراك قلت بالزبط لكن طلع ناس اتكلمت صد عماد ما قالش لأ عماد ما قالش لأني مش نازك عماد ما قالش لأني مش نازك حل 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 هذا مهم جدا هذا اللي انا بكلمك فيه انا مدير كمدير فاني اضغاية في اللحظاتها اضغاية في اللحظاتها هو اللون حق في ترشيل التجاية مفيش مشكلة لكن هل سألطفها بسنا بحاجة ده محصلش ده اللي انا بكلمك فيه بقى الحاجة مش مزبوطة او ده محصلش حل 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 يعني اللي انا كنت بكلمك فيها النقطة دي يا كابتن سيد لان قالوا ده كابتن حسان طلب عماد وعماد قال لا انا الوقت مش عارف ايه وقلع القميس ومش عارف عمل ايه وبعد كده النادي الاهلاء يصعد المشكلة المهندس محمود طاهر وفعلا اتخذ ضده اجراءات انا كل ده خلي بالك في الخمس ده اللي احنا اطلعناهم بعد المباراة لا زي ما قلت لك المواقف زي ما المصر كلها شا Pinterest يعني كبتن حسان طلب يعني مواقف وعد يعني اتغير لي. لما في اساس انت ماشي عليه. في اساس عامدك. لما بتيجي تأخذ موقف لتأخذوش النهاردة يا جماعة عشان النهاردة. اكيد يا كابتن اكيد. عشان مجموعكم دها وعشان ديام اللي جاية. اكيد. هو بس اللي خلا الناس تزايد على الكلام ان الكابتن حسان في المؤتمر الصحفي قال ان فيه خطوط وكل الناس عرفاها ويعني كان بيتكلم بالزبط. اه بالزبط. وقال مفيش مجل العاطفة فعشان كده الناس بدأت يعني تأول كلام شوية او تزايد على كلام شوية ده فيه عقوبات على الكابتن عماد متعب. لكن حضرك بتنفي كل الكلام ده. انا بقول لك اللي موقف اللي حصل تبعياته كانت حاجة تانية. يعني هل فيه مثلا صبر من لعبات حاجة او كانت حاجة يقال له حاجة او لا لا محطل. محطلش موقف اللي كنا نكونها برضو. انا الخباها ليه؟ يعني انا الخباها ليه؟ من عشان كده نبقى على لسانك قدام الجماهير كلها. لا لا. بوقف اللي موقف اللي زي ما مصد كلها شافته. ودي الفني بينادي على لعيب. ومع دي كده غير غير رأيه في لعيب آخر. ووجهة نظر. هتقول لي ليه غير رأيه؟ اقول لك اتباعي. ووجهة نظر عادي يعني مبتحسن. لا وممكن وجهة نظر ممكن يكون اتباعي. خلاص. تمام. اه مش انتها هتنزل دلوقتي. تباللعيد نفسه اعترض بالعلام لذوق لا محصل. تمام؟ نعم. نعم. تمام. تمام. يعني برضو يا كابتن سيد قبل ما كابتن وليد عايز اسألك سؤال. عايز برضو اخد رأيك في الفاول اللي كان صعب جدا اللي شفناه ضد وليد. نصرها مش فاول. جريمة. اه ممكن تباعي. اه طبعا. لاني كنت تلعب بلعب الكرة القدم مش عشان مكسب وكسره بس. هم. في رسالة يعني انت شفت يعني فرحتنا الكاف العالم وقصونا الكاف العالم. ومدى ارتباط الناس بكورت القدم. مدى ارتباط الناس بكورت القدم. الموضوع ممدي في موضوع مكتب وكسره بس. هم. ده هي حاجة كتير جدا. انا بقول يعني اه. المانعة مش فتاش قوي عشان مظلمش. لا 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 صعبة جدا صعبة جدا صعبة جدا جدا فهم تتخيل يعني. فيها تعمل. وفيها تعمل. لا يبقيه مشكلة كبيرة جدا. ده هي قانوني الدعبة وقايده للتحدي الدولي عشان تنبصت لو ستتذكره. تمام. انت مش جايت تبطل واحد كورة. ده انت لما شوف انت لما تشوفها تتخض اساسا. انت تبطل واحد كورة وتعمل. وليه تضحق سلم. اه. ما كانت النتيجة. اكيد. 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 يعني هل لو هو متعمل. لا تستخد معاه. لا. لا تتعمل. بص يا كبتن سيد الدربة فيها تعمد وفيها ازاء واضح جدا جدا. وانا كمان انفعلت اوي اوي في اول ما طلعنا بعد المباراة. لان صعبة جدا. لما تشوفها تعرف. ايه كورة ممكن تبقى مشتركة. ام. بس انا مش اصدق ذيك. بس اه اه حجم الاشتراك او اه او القورة ما بيني وما بينك. حصل فيه اصابة جاملة جدا. ام. او اصابة تفاكمة بشكل كتير اوي. لقوة المشاكل اللي بيني وبينك. بس انا بقصد الحاجة. ام. يعني انا في نيتي مش هاي. انا بلعب على القورة بس. يعني اه اا万 نف accidentally يجب او في فروبكه او دماغك. او وي احد. ام. م. لان انا داخل متعمد. حتى لو ما بد رأت الله. و لو عهد حتى لو كانتوا الإصابة بسيطة. لكن طلع ما انا داخلي متعمد. تمام. ليس هنا فيها اقراء تفاكمه. للأسف يا كابتن كان متعمد جدا كمان. كابتن سيد برضو هل هناكfly تأجيل او طلب تأجيل الرجاء القادمいや اغاه estruturan ويحن نجيله ولا حاجة لا. ممكن كان 16 معاده. قال له 16 أو 17. يعني هو يوم 16. 16 ركبت. فلحد الوقت هو يوم 16. لكن هنلعبه هنلعبه. 16 أو 17 هنلعبه. حسنا. حضرارك التمنت على وليد سليمان كإصابة. الحمد لله عدت ولا لسه بكرة تشخص؟ كلها جاي في العظم. هنشوف الشاكل السليمة ولا لأ يا ربكم السليمة. يا رب يا رب. كابتن سيد. ربنا خليك يا رب. وشكرا أنه كابتن وليد سلاح عايز يسألك سؤال. كابتن سيد يعني مبروك النهاردة طبعا. وعايز أسألك بس. الله يكون فعونك. عندك الشغل الكتير قوي. الفترة اللي جاية هل مجاهزين ومحضر تعامل نفسي مع عدد من اللعيبة اللي عايزة تلعب كاس عالم عايزين يظهروا نفسهم قدام ميستر كوبر. عندك مؤمن زكريا. عندك صالح جمعة. عندك أحمد الشيخ. وليد سليمان. عدد من اللعيبة اللي عايزة على طول تبقى موجودة ويبقى فيه تواجد علشان تروح منتخب مصر. ده ممكن يعمل يعني شوية شدة لكابتن حسام البادري. هل محضر تعامل نفسي خلال الفترة القادمة كابسايد؟ مصر كابتن ماليد. أي حتة فيها نظام وقصص وشوية حاجات كده بتمش عليها يعني مرتبطة بالمبادئ والاختصطات والأدوار. مش هتلاقي صعوبة كابدا في التعامل معها. أي حاجة هتخش على بعض والدنيا هتبقى يعني الدور بتاع انت تقديه أو الدور بتاع كان اللي بقى ديه أو المتدخلات أو تدخلات سخصصات أو مفهوم عام. مفيش مشكلة لخص. حتى لو كانت بالعكس أخد انا من الحاجة بتشير إليه أو الضغط ده أخده إيجابي. تمام؟ يعني احنا عندنا مباريات مطلحقة بشكل كبير قوي. لو بصيتها على الجدوى كابتن وليد هتلاقي أن الجدوى انت عارف كويسا أنه لازم ينتهي قبل 25 أو 25 أو 25 مايو تقريبا. فانت عندك عدد مباريات كبير قوي. هيتخللها كان المباريات المتبقية في أفريقيا بإذن الله تعالى وربنا يكرمنا فيها بإذن الله وممكن يبقى فيه بطولة تانية وممكن يبقى فيه طبعا أكيد كاس ماصر وصوبر. فبالتالي انت بتلعب كل ثلاثة أيام أو أربعة أيام ده فيه أيامальных اللي راح 이미 هيتبقى بين المباراة والمباراة 48 ساعة. ممكن بالتالي كل الناس هتشارك مفيش جدازjem. ومفيش نقتوهش. كل الناس أكيد هتشارك. أكيد هتشارك. لكن الموقف بيبقى عندك. بيبقى عندك أنت. prendاءك انطباعك. انطباعك. انطباعك للناس الفني أو الجهاز الفني عليك. انطباعك أو انطباعك للجهاز على على التعامل مع الفرقة. أهم حاجة الفرقة. الفرقة فوق كل الناس. فرقة فوق كل المجموعة اللي بقية او المجموعة اللي موجودة يعني فكل ده كل ده لازم يبقى مفهوم عندك مش هتلاقي صعوبة في ده لكن لو كل واحد فكر لو واحد بس يا كابتل وديد او الجزء اللي يخصه بس تمام مهما كان عندك اسماء كبيرة او اسماء اه كتيرة هتبقى مشكلة كبيرة جدا. مشكلة كبيرة جدا. انا ده يعني حتى في اول كلام قلنا اللعيبة يعني انتم تعبتوا جدا المجموعة المنتخرة تعبتوا جدا عشان توصلوا لحاجة مصر كلها فرحت وشفتوا المرضود ده اه في الشارع شفتوه جامد جدا. فلازم تحارب اكتر واكتر عشان تحافظ على المكان اللي انت وصلت له عشان تلعب النهايات. لان الله اعلم ممكن ناس كتير جدا تلعب التصفيات وما تلعبش النهايات. صح. والعاكس وتحيح. ممكن ناس تلعب النهايات وما تلعبش التصفيات. يا كل ده مين اللي بيدي المؤشر? انت. اكيد. يعني انت. لكن انت محظوظ ان انت موجود في نادي العين عالي كبيرة. يعني كجهاز فني للمنتخب يبص اول حاجة للنادي الاهلي. صح. في المابشن الكنغو يعني فيه تابعة من النادي الاهلي. تابعة موجودين من النادي الاهلي. حتى المجموعة اللي موجودة وصلها من النادي الاهلي. لا يتراجي او رمضان او او اه او حجازي. فبالتاني بالعكس دي حاجة ممكن تبقى جباية كتن وليد. لكن كل واحد يبص لمصباحة الفرقة يبقى زي اي حاجة هيبص نفسه او شخصه ستبقى مشكلة. كلامك منطقة جدا انا كابتن سيد يعني انا بصراحة لما بتجنع التليفون مش عايز سيبك بس انا هسيبك علشان لسه يطلع من ناطش و اكيد الدنيا مجدودة ودايما بتشرفنا وبتنورنا سيد عبد الحفيز. وليك صراح. موفوك كيد عبد الحفيز. شكرا كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة انا بص عايز ارغبت. كابت ان او سامع انشاركنا في الجزية دي مهمة اه احاسس انه بقى حلم بقى حلم عند اللعيبة كتير. طبعا. وحتى خروج النهاردة حمودي وبعدي صالح تحس ان هم يعني مش راضي عايزين يعني صالح بص مفتوح وبيفكر في منتخبه. بيس ثمان شهور يا كابتن. بيس ثمان شهور وبعدين يعني احمل شكرا ورجع. اه ايوا كله عايز انا بقى خايف او او عايز كابتن سيد وكابتن حشام البادري يحضروا الفترة الجاية نفسيا ان هيبقى فيه لعيبة مضغوطة. انا اقول لك على حاجة بس يعني مش عايز اربط اللي بعيد. لكن انا اكاد اجزم لك ان توطر اماد متعب ان هو عايز يروح منتخب مصر. ان فيه ناس كتير قوي قالت لو عماية تجهز خلال التمن شهور يقدر يكون مهاجم منتخب مصر في كاس العالم. فقصدي ده هيحط لود على كل عصاب اللعيبة خصوصا اللي كانت قريبة كابتن سيد. مؤمن في المنتخب. صالح في المنتخب وعايز يلعب بدل عبدالله. اه وليد سليمان نفس الموضوع. حمودي يعني احمد الشيخ راح وليجع وليسا لسا 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 3 شهور ل攻ب أول ما هيعمل أول معسكرات هياخد اللعيبة هم دول اللي هيركبوا مش هنزلوا وهتعمل بقى مطشط قوية مع فرق قوية يعني دي وجهة نظري رابط هي فعلا ربط سليم 100% لأنه حلم أي حد أن يكون متواجد في الفترة الجاية في منتخب المصري وطبعا لعبت الناد الأهل أول ناس ولعبت الناد الزمالك لأن المعظم ببقى منهم طبعا لكن كمان حتى بقيت لعبت الدوري بقى عندهم حلم أن أي حد فيهم ممكن ينضم يعني طيب يعني كابتن سيدة عبدالحفيز يا جماعة أكد على حاجة مهمة جدا علشان بس الكويلة والقال وأن احنا بنقعد نمط في الكلام وأن احنا عايزين مشكلة طبعا من حق أي وسيلة تواصل أي وسيلة أعلامية أن هي تستغل نجوم كبار زي عماد مات بتستغل نجم كبير زي كابتن حسنة بقدري بتستغل اسم كبير زي اسم ناد الأهلي أن هي تعمل شو فالكابتن سيدة عبدالحفيز حتى لو حصل حاجة لكن مدير الكورة بناد الأهلي طلع وصرح قدام حضراتكو حصريا أن ما فيش أي حاجة تعدت هذا النقاش بين عماد متعب والكابتن حسن بدري كان هينزله كابتن حسن بدري غير رأيه في آخر ثانيا أن هو ينزل أكرم توفيق مدير فني وليه حرية الاختيار ومش يعني خلاص هو اللعيب اللي هو هيقول له حاضر ما فيش أي مشكلة ما فيش أي مشكلة خلاص كابتن سيدة عبدالحفيز بقول ما فيش أي حاجة حصلت بعد كده محدش يزايد على حاجة مفيش لسه مفيش أي عقوبات كابتن سيدة قالها على عماد متعب مفيش أي مشكلة خالص إن شاء الله يعني حاجة وتعدي وعمد يرجع تاني مفيش أي مشكلة خالص كابتن سامير كنت عايز تقول حاجة على الهدف الأول الهدف لو جبنا الهدف الأولاني بس عايز أتكلم على حاجة واربوطها بحاجة تانية مهمة أوف تعركات الفرود تعركات الفرود طبعا دي زي ما تكلمنا قبل كده أو إمكانيات الفرود هي موهبة وصخة وطبعا ده الهدف قدام لو جبنا الكرة من الأول معلش أنا عايز أجيبها من الأول عشان أقولك أجاي بيعمل إي جواد 18 هات الكرة من الأول يعني الكرة من الأول يعني بص هو تملي جوا الصندوق زي ما تكلمنا بيبقى فرود تاني مع أي حد بيلعب سواء مروان لما كان موجود أو كلبالي أو وليد أزارو بيتحرك والكرة بتتلعب في اتجاه المرمى دي نقطة مهمة جدا بص بقى لو أقف هنا بقى بعد إذنك أقف هنا بص كم بقى لحظة واحد كم واحد أبيض جواة 18 حوالي من 7 إلى 8 هو الوحيد اللي سند الكرة سندة على قد الجون واللطشة بلغة الكرة فده أجاي جواة 18 هات الهدف لو جبت هدف الترجي لما كابتن حسام نزله الشروط التاني الوحيد اللي اتحرك من خلف المدافعين لما علي معلول اللي عمل له كروس باس هايل هو أجيب ده الكلام اللي أنا بقولك لازم نربط به هات الانفراد بتاع وليد أزارو ماتش للترجي آخر 3 دقايق لما الفرق ويعت وإحنا حالتنا البدانية كانت أفضل قدر أنه يضيعها وليد أزارو النهاردة نفس الشيء وليد أزارو لما بيروح انفراد بيقدر يتعامل مع الكرة وبيقدر يتعامل مع التلت خشبات كويس جدا يعني عجيب عجيب سوري أنه هو يعني لعيب أنا شايف أنه هو يعني مكسب زي ما كابتن وليده كابتن ساما تكلم أنه هو بيعرف طريق المرمى يعني الكرة دي يعني أنا لأ وعايزين نربط أيوة أنا عايز لي بصوا يا كامونا عايزين نربط بين الحالتين دي الأولانية جات جون ودي ضاعت بس ضاعت بس تصرف إزاي يعني هنا اوف بقى هنا بيبو اوف يعني ارجع ارجع عبيبو كده اتصرف القرار صح انه يسند وبعدين يلاقي واحد بيحط رجله يروح شايلها من فوقي كانت فضلة بقى ايه اتكّن لها اللمسة يميل شوية لا حنينة شوية لكن القرار نفسه حتى لو انت ضاعتك مهاجم بس في الاخر عندك قرارات ايوة اوف هنا برافو عليه كامل بقى فريم بس واحد هنا وقفها هنا مستحيل أنا قادر أحطها مرة واحدة يعمل ايه يرقص الراجل ده شوف بكل هدوء وطرقيه صاحل وقوي برافو عليه كبيبو هاي بص عشر على عشر هنا بقى كامل بقى كمان فريم كمان يعني وقف ورقص ودي بقى بالراحة بالراحة جون انت وريده كنت فراودة في النقطة دي وأنا كنت قريب المكان ده بحس بتحركات الفيرود أنا كرجل مساك أو كتبال عبليبرو لما لاقي لعب يتحرك زي ده بيعملي قلق فهو بتحرك تحركات فيرود بيعمل ظهر للمدافعين يا كابتن ميدو متمالي بيعمل نواحي إيجابية وبيبقى عنده شراسة وعنده روح هو ده فيرود أنا شايف قرار حطر اللي جاية فيرود النادي الأهل الصريح كمان يا كابتن أسامة لا تعالوا نشوف حمودي بقى حمودي في اللقطة دي قطع كويس أوي خذ نظام الراجل ليه علية منه كده لأ معنى الكورسة خلي بالك حمودي تحركه عشر على عشر ولكن حمودي شوية ما بيجيتش اللعبة بدماء بس دي مش تعبق ميدو فأنا عارف أنا عارف يعيزة توجيهة بسيطة لتحت بس برضو أنا عافي نياه سهلة وهو رحلها كويس أوي يسرق دعوات لقيم غمض أصلاً أنت بعمل كده دعوات لقيم غمض ومشاف حاجة خالصة وخايف وهو بيحط البيض هو سرق هشام شحاته كويس أوي لكن هو عشان مش من الناس المجيدة أوي في ضربات الرأس وطى نفسه زيادة عن اللزوم طبعاً هي ممكن تخش ولكن هي علية منه هو برضو مش من الناس اللي بتجيد اللعبة لكن لا هي سهلة بس هو زي ما انا قلت لك هو تحرك كويس أوي لكن تنفيذ القرار لأنه هو مش من الناس اللي بتلعب بدمخها كتير وقد كرس المعلم ده كمان صالح بص شايف ولعبهان ووش رجله حاجة جميلة بص هو ده الاختراقات اللي عزينا لكن هو ايمين وشغلة وشمال وشغلة ووش رجله الخارج بعين واحدة شغلة بعين واحدة شغلة ماشاء الله أنا عايزة تجيب لسبرينت اللي عمل صالح الدبل باس والسبرينت ووش الشمال وكمان ما شاء الله مع الدرات الجيلة المترجمات كان لازم يدلو التوف التمونات بص 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 صناعة الاهداف والأس هنا بقى كروس بص رايح حلو قوي يعني واحد فت وقف على رجله بالإضافة طبعا لسبرينت اللي عمله طبعا مش في اتجاه حمودي كان عمل مبرك ويسه جد لكن مش في اتجاه يعني دماغه وكده كان هيبجون حلو طبعا عجبنا التصرفه قوي كنا وجمان من حمود هاد بقى عشان نربط الهدفين اللي ضياعهم واليد أذارو الانفراضين عشان نربط نقول القرار يلا ونخلي الجون التاني الحلو ده في الأخر نخلي الجون الحلو في الأخر في الدهيئة عشرين هي نفس كرة الترج بس الهاني سليمان هنا عمل حاجة عشان برضو ما نبقاش بنتكلم على طرف واحد طلع وقف لا وطلع امتى وهو وليد أظهر بيحط نموذج طلع الاسبرينت وهو وليد بيحط السندة فدي طبعا تميز من الهاني سليمان لازم نقول كده الاول وبعد كده بقى وليد أظهر وليد هنا اولا سند هو سوق تصرف من وليد أظهر طبعا سند طولت وبعد كده لانا لما تطول والمسافة كده تقرب يا عم رقص كده حتى لو الشيب قفل انا اقدر ارقص كده او رقص كده وحطه ببطن رجل لأ وفي كمان نقطة يعني ريتي رجع انا كنت بتلعب الرجل اللي ما كنتم تقوهنا اللي عارفين تلعب بشمالك ولا ميل وليده ورأس موسى بيدو يا ريت نرجعها بتاني من الاول انا اقولك بس الاستلام نرجع دي اه بص بقى انا انا في نقطة خد بالك من وليد أظهر وعمل ايه وليد أظهر طبعا هنا ضغط كويس وبعد كده هنا السلية اعتقد ضغط كويس ثم راحت تسلعبه بص السنة بقى رجعها قبل مصالح لعب له انا احساسي هو مش حاسس بهاني سليمان هو لو عينيه يعني جزء منها رايح مع هاني سليمان كان السن ده بتاعته هو سند وتفاجئ مع هاني سليمان تاعتني لا يمسافة بجيء والله بس صدقني هو سند تاني ماشي كده بيه يعني بص يا كابتين هو سند ايوه مفروض يحطه بقى هنا هو جميل بص يا مين انا ما بقولش ان هو كده برضو يجيبها جول ممكن يرقص كده ممكن يحطها لكن انا بتكلم بس نهاية سليمان كويس فيها الاحساس الاولاني بتاع ازاره ما حاسسش بهاني سليمان لو هو كان عينيه واخد جزء من هاني وهي جيله كان سند اقل من كده وبرضو لازم هو يصرع اكتر اه طبعا يعني هو ليه بطيء فيها او كده اه اه كنا دايما نعلم الولاد النشيين بيه كابتين وليدكم في اي مناسبة في الملعب حتى لو كورة مع الجون توقع ان كورة هتجيلك انت وصلاك يعني الكورة مثلا مع هاني سليمان وممكن اقول لي الشيليف اكرامي توقع ان كورة جاتلك لقد هتعمل فيها هو لو كان متوقع الكورة هتجيله كان هيعرف يفكر مع انها واضحة منها هتجيله هو عدل كمان من جسمه كويس عمل كل حاجة عمل كل حاجة ورفض كويس دي بقى دي كمان جملة حلوة صالح جمعة الاجتماعي هنا ايو اوف با هنا اوف اوف اى اه الات السقة خد قرار لازم انا برضو دي اللي اطمع فيها وسندت خلاص كويس عندك بين رجل الحارس عندك تقدر تعمل انك هتشطة وقف عليها يروح الجون قاعد عندك انك تقدر ترقصه الات السقة الات السقة الات السقة على فكرة دي دي الات سقة يا ابيدو او دي الات سقة أولاً هو سند فيها كويس قوي بس زي ما وليد بيقول لازم يحطها ببطن رجل وكده على شمالها الهاني يعني بوس السندة عدلت له الزاوية المفتوعة اللي ينجح يحطها كده من جمه هو لعبها لورا لإنه هو ثقة بنفسه تهزد دي من الأول مكانش هايسن دي بيشماله حطها على يمين الجون على شمال الجون لما ترجع تاني يا ميدو بوس لا بوس سندته هي السندة جون أصلاً بوس خد بالك هو لما سند الجون تفتح له على شمال هاني يحطها دلوقتي من جنب رجل هاني كده هو خلاص ثقة بنفسه فقدها من الفرادات ضعي يدان بيقول إيه الله ده السلام كويس ده خد مكان كويس ده سبرينتر ده قطع كويس لكن ما بنقولش جاب جوه عشان هو ثقة بنفسه تهزد فهو طبعاً مش أكتر عنده سرعات وعنده قوة بيضعت كويس جداً إنهم أهم حاجة في ريضة ظهروا اللمسة الأخيرة هنا نزل مكبات نتكلمه هنا واحدة والتانية جول لازم أطمع شوية القرار القرار توضيح لعبة كابتن وليد يعني دي لازم أفرنش على جول هات الفرصة الأولى لو سمحت أبيبه تاني كده علشان نحللها تاني الفرصة الأولى الانفراد الانفراد بتاعه هو عارف هو لو جايب جون عارف هو لو جايب الجون الأولاني الانفراد كان نحط ديه في الجول بس هو خاف هو رح لعبها بالعرض بس هذا طبعاً في ميزة كابتن هسام عملها ولعبنا اللي عملوها في الانفراد لو شفت دلوقتي صالح ده صالح ده صالح ده صالح ده صلح بالضغط عالي ahora يضغط 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 صالح يضغط 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 انا عز اكتركز يعني خلينا نركز نعمل اسبوت يا كابتن وليد على ازاره وحن ضغط وزغط ازاره بص بعدين بص ضغط وراح راجع عامل اسبرينت تاني بص عامل اسبرينت تاني لا ما هو اهو اهو لا بتحرك تحركات رائبة بس انا قلت لك دي هو محسش بهاني سليمات هو سمدة متنزم لحي الهان فيه اه طبعا يعني انا مطلع كويس اول اعمل نموذج نموذج لتحرك الحاسم طبعا طبعا انا وقف علي رجله برضه والسباكة اللي الفعله بتاعها كويس على فكرة وطلع فيها براف عليك يا مون وطلع فيها وقت ما وليد كان بيلم اول ما حط رجله الشمال راح واخد الخطوطين قدامه هو هاني سليمان من اللجوان الباردة بلغاكول هو خد اه خد قرار سريع انه مجرد ما وليد ازاره السيطر كان هو تحته هتلينا بقى الجول التاني بقى بيبو علشان يعني ندي لحسين حقه بصراحة جون جميل قوي كابتن وليد صلاح قبل المباراة لازم حسين يشتغل على نفسه عشان متخب مصر يعني حسين سمع كابتن وليد بص يلا اتفضل لكابتن المين الكابتن سامي حسين بيفكرني بجون مرسله فعلا بجد في ريل بتيس جون الفوز جون التاني بس عملها في الزاوية الشمال بدل يدحك على محمد داني كمان نهارده يعني عايز اقولك حسين عنده نواحي هجومية على اعلى مستوى المعدلات الجارية بتاعته والبدانية كويسة جدا زهنه حاضر هو شكله عايز يعمل حاجة فالهدف يعني حسين فكر كويس اوي هنا بقى هيرفع لا مش هيرفع رأس واحد واثنين وواحد الكورة على يمين الهانس المان خدعه وبيفكر ان هو يشوت في الزاوية بايدها اللي هي ناحية الشمال لكن خدع الهانس المان في القريبة على يمينه كان هدف رائع طبعا بحي عليه حسين ان شاء الله يكون دي دفع قوية لك حسين ان انت تبقى موجود في منتخب مصر بس بداية فريط النادي ده على فكرة هو جاب جون زي دف لما كان بلعه في نادي المقص بس كانت اجمد من كده هو هنا حط بطن رجله يعني هو حط الدقة فيها واجهها بس راحت قوية برده فهو عمل ماتش كويس النهاردة هجوميا ودفاعيا وربنا يسأل ويفضل على نفس المستوى يعني عمل فيها كل حاجة صحة يعني فيه كدر من وراء الجون استلم كويس قوي ورقص لجوه وبعدين دخل علشان يفتح كدر الجون وفيه لقطة معينة الهاني ما بقاش عارف هو يحط له في البعيدة على شواله على العمين بالزبط وهنا حسين عمل حاجة كويسة وعمل ان هو يرفع رقص وبعدين دخل وبعدين دخل تاني هنا اختار اختيار كويس قوي انا خلاص على التمنتاشر ادي اوة ولا ادي دقة ادي دقة احنا قلنا الكلام ده كلما اعرب من المرمى ادي دقة كلما ابعد ادي اوة هنا بص هي مش قوية قوي لكن مركونة حلو فاكر الكلام ده قلت على ايه فاكر اللعبة وكان رمضان رمضان في منطقة بمصر لو دخلوا جوا ولم من ناحية شماله دخل رمضان برضو اختاروا دقة لكن هو لو حطبطنا رجله هتروحوا زي دي كده بالزبط بس طبعا باختلاف ان كان في رجلين كتير قوي قدام رمضان اه طبعا لكن هو القرار الاختيار انت بص خد قرار كده كلما اتقرب نجون ادي دقة تروح في اي حتة تخبط في رجل واحد لكن لو اخترت قوة هتبقى صعبة بس خلينا نقول حاجة فيه في الكرة العالمية طبعا الناس بتدي قوة وضقة زي ميسي زي كريستيانو حطها صاروخ وتروح في المحطة اللي هو عايزها ده موضوع تاني ده موضوع تاني ايوه ده موضوع تاني ايوه ده موضوع تاني اشان نبقى برضو ايه مش عايزين نجل نفسنا بيعزين نكسف حاجة كريستيانو في الهدف بتاع برشلونة راح وراح قاطم وصاروخ في المقبس هو هو حطتها بيده لا والترقصة تعد بكية وقف من جوه وتروح نسي اول امبارح في التلاتة برضو بيروح ويروح شايت سلوك بس هو فيها دقة ده طبعا مش متوفر ده مش متوفر ده مش متوفر كده اه يعني الوبشن ده ما بينزلش السوق كده يعني نازل نزل نسخة واحدة نسختين كوبي اه في حالات على فكرة كثيرة مفروض لو فرص لنادل اهلي وفرص لنادل اتحاد يعني عايزيني جيب الفرصة كمان فرصة نادل اتحاد عشان نشوف تغيير مؤمن زكريا دي رمي ربيعة عمل معاه ازاي بيب اتفضل لك أبت تغيير مؤمن زكريا دي انا كنت حابب ان مؤمن يلعب ناحية الشمال مش اليمين ووليد يلعب ناحية اليمين مش في القلب يعني كل واحد يلعب على عدلته هي دي بس لان انا بنتب لمباراة النجم النهاردة لو انا ناوي في مباراة النجم زي ما كمونا بيقول مثلا ألعب بأجايكا راس حربة طب هلعب بمؤمن فين هلعب بيشمال مش هلعب بيمين هلعب بواليد ييمين الفرصة دي ممكن يعني 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 صعبة تفضل لك اه دي اتعملت كويس قوي بين محمد علي منصر ومنوتسو يعني دي من الفرص الاتحاد الاليالة الخطيرة الشوت التاني الاحساس بتاع منوتشو في سندة الكورة هايل هايل وهنا محمد علي منصر خد قرار التزديد لكن كان ممكن برضو يحطها في الزاوية البعيدة ببطن ريبل ممكن يعني كان ممكن يحطها في الزاوية البعيدة رجع شوية لو سمع هذه الحاجات اللي كمونا قال لك عليها في التخطيط تعت محمد هاني يعني محمد هاني دايما عنده نشكلة في الوقفة الدفاعية ايوة برافو عليك متأخر قوي يعني كمل كمل يعمل بس هو ده مكان هاني صح نعم نازم يبقى احسين السيد مفروض يبقى جوة لا لا ارجع ارجع يعني يا كابتال عيد هو من مسلمات الكرة كابتال عساما اكيد طبعا حضركوا بانك بكماتين كبيرة وعارفة لما ساعد المساك يطلع اكيد لازم انا كمساك تاني لازم انا اعمل ايه خلينا لا لازم انا اطلع كمان خطوتين على الال استنى بس بس الجابة يا كابتن مليد بس كذا حاجة غلط هنا متركبة على بعض أولا سعد سمير طلع متأخر في المقابلة ثانيا رامي موقفه دلوقتي لازم يبقى مع مانوتسه لان فيهم كمان مهاجم وراء لكن حسين السيد هو ارجع تاني ارجع تاني ارجع تاني ارجع شوية ارجع شوية ارجع شوية ماشي يلا بص يا كابتن بقى بص المساكين بس بس كمل بقى كامل بص كابتن بص كابتن لا كده كان رامي لازم يزوء ده انا بكلم فيه كان لازم كان لازم على القلبة مع خط عنده عنده مساحة عنده مساحة ان يطلع في بعض مواقف المباراة تلقى سريع ففي بعض مواقف المباراة كان كابتن مختار بص حسين السيد برضو غلط هنا لا مش غلط هو لازم تلعب خلاص مانتمان يعني اقدر العب اتنين على اتنين في بعض اوقات المباراة النهاردة عندك حسان بولو وعندك منوش وجايلي علي محمد علي منصر من ورا انا ممكن نلعب اتنين على اتنين وثلاثة على ثلاثة فيش مشكلة بس اب اواف صح يعني لو انتو ده مكانش هيحصل لو هاني قافل وضامم بص ايواء اوقف بقى اوقف هنا لو احنا عندنا سهم ندخل هاني جوه الملعب جنب رامي تقفل الحدن والمواقف الغلط لازم هاني يصلح رامي كمان يا كابتل هنا دلوقتي حسين ورامي ياخده خطوتين عند كورس 18 لو تلعبت افصائي ده من بدري كمان من بدري من الساعة مكانت افصائي ده ده الربط بقى هنا والحاجة الاخيرة بقى اخر تعديل انه رامي لما بقى حسين لازم يبقى جوه المهاجم مش يعني جوه احسان بولو هو واقف فضائر احسان بولو اعرفة هادر اطلاس اللي قمر مذهاب كان يبدو حاجمة الان اطلاعي انه رامي ايضا انه ده ده هادر اطلاعي اسبداعي انه جنب اطلاعي كان ممكن يبقى هدف ان هو تصرف فيها لا يوجد لعيب كثير جدا عنده ترنات وعنده تحرقات من غير الكرة لعيب زاكي ومحطة وزي ما شوفنا عملنا الدبل باص اللي عمله ده لأ من لعيب كثير جدا فرصة في البيئة 75 اه فرصة يعني عايز اقولك عدم الرقابة يا رامي انت ووساعد مش عايزينها يعني يعني اتطول عشان دخلين على مبارات طبعا الرجاء والنجم التحرقات غير الفكر غير لعيبة اسرع لعيبة اسكية وبيجيبوا هداف فلازم نتعلم من اخطأنا ونستفيد عشان الفترة اللي جاية طبعا اخطأنا خد بالك احنا النقطة مهمة جدا ان النادي الاهلي النهاردة وفي مبارات الرجاء ما يدخلش فيه جوان لان انت لازم في مبارات النجم تدور على ان ما يدخلش فيه هدف لان الهدف هي دي اه هنا رابي بقى مشكلة كبيرة جدا مشكلة في الناس اللي هنزل مقاطف يعني بعد اذنوكو بس رامي هنا بقى نفسه بلغة الكورة يعني المفروض رامي يروح ويثبت يعني اتزانه ما يختلش او يحضن عليه لازم بيبقاه جدا ويلعب جامد عكورة لو شفت هنا بقى رامي فيه هنا المسافة وقف هنا شوية وقف هنا بيبو بعد اذنك بص المسافة لازم ااخد خطوة هنا كده انا مش ماسك ممكن ااخد خطوة قدام شوية وروح عامل انكداد عكورة ووقت عكورة لما تفضل تفضل لبيبو كده تفضل لبيبو مشيه شوية هنا رامي ندفع عارف لو وقع فنالتي طبعا اتعاملت في ماتش النجم طبعا ضرب الجزاء مليون في المية احنا اتكلمنا عليه يعني منتهى الصراحة لما شفناها مرة تانية مكتش درب الجزاء لا فيها ولو انت بتلعب بر ملعبك تتحسب حكا مكسبها محدش يقوله حكا مش فعل لكن هيا جابوها بعد كده حتى حكم الدوري المدافعين مش مطلوب خصوصا في الماتشاط التقيلة فالرامي لازم يكون يعني اترايش شوية ويبقى فيه هدوء هو وسعد لان اللي جاية بعد كده هتبقى صعبة مش هتتعود على القرى لازم يكون طبعا يعني اهدى من كده عشان ما يحصلش عليك ضربات جزاء او فاولات حوالي التمنتاشر بص الراجل ده منوتشو استعجل ما كانش عنده فيها سبات فعال لو لو سند سندة هو كده خلاص لو سند سندة الجوة كادر الجون كله هيتفتح بص فيه اعادة من وراء تبينك او ده الفرق بين مهاجم ومهاجم يعني هنا اجاييه لمس الكرة تلات لمسات علشان يجب جون طيب لكن ما نوتشو بص من دي هيو اقف بقى هنا هنا لو لو سند سنة هتبصوا تلاقي كادر الجون كله تفتح تمام طيب معانا الكابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق كابتن ناصر اهلا بيك كابتن كابتن ناصر اهلا بيك كابتن كابتن ناصر اهلا بيك سهلا وبرحب بكل ديسك الموجودين كابتن كابتن اسامة عرابي كابتن وليد صلاح الدين كابتن 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 مستمتع وحنا بنسفرج على الإداء التحليلي ليه المباراة وحنا بنستمتع بتقويمك للحكام النهاردة كان نعمل ازاي وابرز الحالات اللي حضرتك شفتها كانت ايه هو طبعا انا عندي طبعا بالنسبة لي الحكم المساعد رقم ومنين عندنا حالة في تي 34 تقريبا اللي هي الحالة اللي هو اصار عليها بالتسلل او ما كانش فيها تسلل ازارو هنا طبعاً أزالوا طبعاً في موقف آسف صالح جمعة صالح جمعة تعريباً صالح جمعة تماماً في الدياربعة تلقي لكن أنا طبعاً بحكي لك أنه طبعاً لم تشرفته احنا بعرضينها قدامنا كابت اتفضل تماماً احنا متلم في التسلل احنا من لحظة لعب القرى انه المفروض يكون الحكم المساعد عنده حقتين مهمين جداً وهو التمركز الصحيح مع اخر تاني مدافع علشان يقدر يضبط عملية التسلل طبعاً نحظ اللعب القرى طبعاً راجب في موقف سليم وهو اللي خلى المساعدنا أشار على تسلل هو نسيجة التمركز في موقف سليم التمركز دايماً لما فيه خطوة واحدة سواء قدام أو وراء أكيد الحالة بتبقى جاية مش مزفوطة هنا أنا شايف أنه كان يجب على الحكم المتعد أن يؤمر باستمرار اللعب وطبعاً لقى رحلة من الحالات المهمة جداً جداً في المباراة يعني بنقول من هنا كان يجب التركيز والتمركز الصحيح لأنني بنقول الحالة من الحالات اللي كان ممكن ينزلها اللي يعني يعني يحز منها هدفاً وإحنا شايفين طبعاً اللعب كان فيها عرقالة طبعاً لكن الجزاء وكده ولكن طبعاً الصفارة كانت طالعة قبل أكيد أكيد لا مش مزفوطة خلاص تماماً كابتاً الحالة اللي بعد كده بس أنا بقوله لي ما فيهاش عرقالة كابتاً ناصر لأنه المدفع خد قورة قبله الحالة اللي تانية كده أنا معاكس بقية 95 طبعاً حالة من الحالات المهمة اللي هنا برضا أخلي بالك الحالة دي بتبقى في الملعب صعبة كتاً جداً على الحاجة طبعاً أنا بشيت بقية أمحمود البنة بصراحة لأن يمكن في الملعب اللعب دي بتاخد جزء من ثانية لو ما كانش الحاجة من هنا عندي تركيز كويس جداً وتوابقع وقراءة للعب كان ممكن ما يشوفش الرجل في الحزاء من تحت أصعب حاجة من اللعب النهاردة يخش باستخدام الحزاء أو الحزاء بالحزاء في الأمس المنتحدة أو في الطاقة خد كرار كويسة كابتاً ناصر عشان كان قريب منه نعم خد كرار صحيح عشان كان قريب بالضبط كده خلي بالك كابتاً أنا بكلم بأمانة لأن الألعاب دي بتحنا دايما بنقول لحكام خلي بالك الألعاب دي في الملعب بتبقى صعب عليك جداً جداً وحياناً للحكام ما بتديش فيها عقوبة إطلاقاً تمام المخالفة فقط ولكن أنا نهاردة بشيط بأداء البنة ليه؟ لأن النهاردة هو كان عنده آآ تمركز وزاوية رؤية صحيحة آآ من خلالها قدر النهاردة يحدد القرار وهو طبعاً بطاقة الحمراء هنا تشفيها كلام وتشفيها الزار هنا بنقول إن هذا اللعب يستخدم الكوة الزائدة اللي هي تعدد الحدود واستخدم الحزاء فيه إنه هو دخل في الأنكن وبالتالي بطاقة صحيحة للحكام محمود البنة بشيط دي لحقيقة طبعاً نهاردة أداء وأداء متميز من خلال اللقاء بشيط طبعاً دي الحكام المستعدين أيمن بجيش بسيطناء الحالة اللي هي بجار بعض ولكن المساعد راكم اثنين لكان يعني يجب علينا أن يتم تستمرار اللقاء ولكن أداء التحكيم النهاردة بشيط بقول النهاردة أداء الحكام بشكل كويس جداً جداً نتمنى إن شاء الله في الفترة اللي جاية إن شاء الله بيكون التحكم في أفضل حال كابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق شكراً جداً على توضيحاتك وعلى الحالات اللي حضرتك رسلتها كانت حالات مهمة جداً جداً وأسنيت على قرار الحكم فعلاً بالطرد يعني معقولة؟ أه طبعاً قلنا الساعتين كتر بس كتير الوقت عادة كانت مبارة مهمة جداً الحمد لله إن كابتن نادل أهلي كسم مبارة والحمد لله إن حتطمننا كمان على وليد سلمان وإن إن شاء الله بكراً نطمن أكتر كابتن أسامة يا ربي يعني النجم مصر ونجم نادل أهلي السابق شكراً جداً شكراً دائماً منهورني مشرفة نجم كابتن وليد صراح الدين حبيب أميدو مين اللي بترد قبل التاني؟ أسأل سؤال بس ترد بسرعة قول بسرعة مين نجم المجرى؟ بسرعة؟ أجيه؟ مين نجم المجرى؟ مين؟ الحكم الحكم؟ الحكم كان هايل على فكرة كان كواس مع حمودة مين نجم المجرى؟ أنا؟ حسين السايد حسين؟ هو أجيه؟ أعتقد أن تلف ماش أعتقد أن البنة كان نجم المجرى في مجرى لا لا حكم عمل المجرى جيدة صراحة كان حاجة قال حسين السايد كان نجم المجرى نورتنا شرطين كابتن وليد شكراً قلت لك أنا المنعين؟ أعتقد أن كنا دا مصر كلها عرفت تتعبان وعندك برد كنت نسامير دايما من نهارنا بكرة شكراً حيب قلبي وموفق دايما مبروك نهارين كده إن شاء الله في انتصارات الأهلي دي كانت مباراة النهار دا إن شاء الله كل التوفينا دا الأهلي وجماهيره دايما وقفة وراه دايما بتدعيله وإن شاء الله مباراة الرجاء القادمة للأهلي برضو يحسمها لصلاحه وإن شاء الله يرتقي إلى قمة الدوري العام أو قمة ترتيب الدوري العام كالعادة إن شاء الله كل التوفينا دا الأهلي في كل مباراة اللي جاية خصوصاً مباراة النجم الساحل يا رب دايماً منورني ومشرفني وتصبح على الألف خير موسيقى هي فكرة وجمع عندنا أساسها الانتمام وكل فرد فيها لتعلم الوفاة للك لكل كرة الأهلي عدي بالحياة ما جابشي مك فيارنا ولدنا أولاينا أهلا وينا خالقنا أهلا وينا خالقنا أهلا وينا خالقنا ولا عضوي في اشتراكه في السنة بكفع ألم ولا لعده وديشه صورتي على الغلم أنا واحد عادي حبه صار في الهدام نملكش إلا صوتي وألم عبره مكان أهلا وينا خالقنا أهلا وينا خالقنا أهلا وينا خالقنا وينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة